أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضى أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنف أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رفوع ورحيم هذه آيات الأحكام كتب عليكم الخطاب لمن للمؤمنين قطعا ومعنى كتب كالأمس فرض هو كتب في اللوح المحفوظ وفي القرآن العظيم كتب عليكم ماذا إذا حضى أحدكم الموت بمعنى إذا جاء الموت ونعفن مجيئه معه في شخص يبارز وحينئذ ما بقيت وصية فمعنى إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت أسبابه وعوامله ومقترياته صدر الحكم على فلان بالقتل قد يقتل بعد سنة لكن يعتبر حضر الموت فليوصي بما لديه وما عنده لغيره ولنفسه ومن هذا قول الشاعر أنا الموت الذي حدث عنه فليس لهارب مني نجاء سمى نفسه هذا جريع سمى نفسه الموت باعتبار أنه سبر الموت فقال وهو يهجو الفرزق في مناورات عجيبة قال له أنا الموت الذي حدث عنه فليس لهارب مني نجاه والشاهد عندنا في ذكر الموت المراد أسبابه مقترياته عوامله وإن لم يحضره بعد عام أو عوام إذا حضر أحدكم أيها المؤمنون قطعا الموت إن ترك خيرا إن ترك الذي حضره الموت ولا احتعلامه ودلائله وبراهنه ككبرس مثلا ماذا يفعل؟ إن ترك خيرا ما الخير الذي يتحقه الإنسان؟ المال صامتا كان عناطقا الأرابي الدكاكين البقار البقار الذهب الفضة كل ما يتمول يسمى مالا وخيرا إن ترك خيرا الوصية أي فالوصية فالوصية هنا من حيث هي واجبا لا يحل لمومن أن يبيت وله ديون أو عليه ديون ولم يكتب وصيته عند رأسه بهذا جاءت السنة الصحيحة لا يحل لمومن يومن بالله ولمناخ أن يبيت إلا ووصية عند رأسه إن كانت له حقوق أو عليه حقوق حتى لا تضيع بموته فمن الناس من لهم حقوق عند آخرين الورث يفقدونها إذا مات ومن الناس من عليه حقوق للآخرين إذا ماتوا ما كتبا الورث يجحد ينكر ويعذبه إذن الوصية لطيفة لأهل النحو لمما قال فالوصية إن ترك خيرا فالوصية لأن إن الشرطية الجواب بعد يكون مقرونا بالفا من حررت الصلاة فليقم تبهتم من حرر الطعام فليأكل أو ليتقدم حدثت هذه الفا من باب التخفيث إن ترك خيرا الوصية بدل فالوصية وهذا كلام الإله الراقي السامي تتجل فيه آيات العجاز في بلاغته وفصاحته في مثل هذه المواطن وهذا معروف بالضرورة إن ترك خيرا الوصية أي وصية واجب عليه أن يفعل كذا وكذا ومن هذا قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها والشرب الشعر عند الله مثلني والشاد من يترك الحسنات الله يشكرها كالمفض يقول فالله يشكرها لكن ضرورة الشعر والهروب إلى التخفيف ما قال فالله لو قال فالله ينخرم الوزن ما هذا البيت من يفعل الحسنات الله يشكرها والشرب الشعر عند الله مثلني والشاد عندنا في قوله الوصية للوالدين والأقابين بالمعروف حقا على المتقين هنا هذا اللفظ بالذات نسخ ما هذا اللفظ إن ترك خيرا الوصية الواجبة للوالدين والأقابين بل معروف حقا واجبا على المتقين هذا قبل نزول آية المواريث قبل أن تنزل صورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثارين إلى آخر الآيات مبدئيا فرض الله على المؤمنين إذا حضر حدام النوت أن يوصي لوالديه أولا ثم الأقابين كالأبناء والإخوان وما إلى ذلك إذ ما في قسم التاريخ ما كانت قسمة وهذا هو التدرج والترقي لتبلغ هذه الأمة كمالها في ضعف 23 سنة الوصية للوالدين أولا أمك قبل كل شيء أوصلها بشيء أبوك كذلك ثم الأقرب في الأقرب هذا قبل نزول آية المواريث قبل قسمة الواريث التي أنزلها الله فيما بعد تباهتم إذن حقا على المتقين معنى واجبا على الذين يتقون غضب الله وسخطه الذين يتقون النار وما فيها من عذاب مقيم حق واجب عليهم عرفتم هذه الآية منسوخة وبقية حكام تفير منها منها ما علمتم لا ينبقي لمؤمن له حقوق أو عليه حقوق أي الديون أن يبقى ثلاثا وليست وصيته عند رأسه ثانيا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يوصي المؤمن أو المؤمن بثلث ماله في وجوه البر والإحسان فقط لا يوصي للوراث إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع لا وصية لوارث خالدت هذه الكلمة قلها يا عبد الله لا وصية لوارث الوارث لو حقه في الترك وللا لما توصي له لو فتح الله هذا الباب سبعتم لكان الرجل يوصي لمن يشاء من أحبائه من أبنائه وأعمامه وأخواله لكن الباب أغلقه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ما معنى هذا الكلام لا توصي بالثلث أو بالربع أو بالسدس أو بشاء لواحد من ورثتك وأنت تموت عرفتم هذه وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم أخذوا عنه إلا أن يرضى بذلك الورثة يا أبنائي يا إخوتي إن فلانا أعمى أعرج أمي كذا نريد أن نوصي له بشيء توافقون قالوا نوافق ونوقع أوصي لأخينا أو عمنا ماذا إن أجازها الورثة أجمع جازت ماذا ترون فيها لا وصية لوارث فإذا الورثات واضوا عرض عليهم الهالك أن فلانا أو فلانا في حاجة إلى كذا وذكر الأسباب العوامل فاقتانع الورثة كلهم وقالوا لا بأس أوصي له يجوز أو لا يجوز يجوز لماذا تقول لا يجوز يجوز أما هو خير ولا لا أصبح الورثة تصدقوا على هذا ولهم أجرهم كأنهم اشتركوا في صدقة يجوز إذا مسألة تتعلق بهذه وأذكركم بها إن شاء الله يوم نعود إلى هذا الدرس ما هي هي هل للموصي أن يتراجع في وصيته قبل أن يموت الجواب نعم أوصى بالبستان الفلاني للفلانيين أو الدار الفلاني للفلانيين ثم أصابه ضعف أو مرض أو حصل له موانع فتراجع وأبطل الوصية وهو حي أي لا تنفذ إلا بعد موته قال حتى ولو كتب والوصية بالكتابة وبالشهود أعرفتم مثلا أوصى لابن عمه مؤمن وراثة ولاحظ عنه بعد عوام أو أيام التمرد والفسق والباطل والشر قال ما نعطي أنا مالي لهذا ليعصى به الله فأبطل الوصية عند القاضي ويجوز إبطالها نعم يوصي ثم يتراجع لأمر شرعي أو لنظرية سديدة صالحة فلو الحق في ذلك ما لم يمت أو يحظوه الموت إذا كان في سياقات الموت إذن يبقى قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه إذا وصل ممن وصيا وأشهد اثنين وسمعوا ثم لما مات بدلوا وغيّعوا هل يأثمون أو لا يأثمون يأثم والمريد المتوفى يأثم أه ما يأثم فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليهم وقوله إن الله سميع عليهم تهديد ولا لا إياك أن تظن أنك وحدك وتغير الوصية وتزيد وتنقص معك السميع العليم السميع لأقوالك العليم حتى بنياتك وإراداتك انتبه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما من هو هذا أنت حاضر جالس في المجلس وخاف وخفت من هذا الذي يوصي خفت منه ميلا على غير الحق أو رأيت منه جنفا واضحا في وصيته تعالي فلان وفلان أنا مريض أشهدكم على وصيته حضرتم ولا لا فمن خاف منكم من هذا الموصي جنفا ميلا إما عن جهل وإما عن عدم بصيرا ميل عن الحق في وصيته أو إثما بمعنى متعمد الحيف والجور في وصيته قال فأصلح بينهم قال المريض أو للموصي هذا ما ينبغي ما يجوز هذا كيف تحيف كيف تجور من فق بين ابنك إبراهيم وخالك فلان أو عمك فلان الكل الكل فأصلح بينهم فلا يثم عليه أو عليه إثم هذا غي والوصية وبدلها لأنه كان فيه انحراف وعوجاج فتحمل واجتاد وأصلح تلك الوصية ووضع على الوجه المطلوب هل لما بدلوا غي يعتبوا آثما الجواب لا فإن الله قال فلا إثم عليه لأنه أصلح فاسدة لا لرقب ولا لهوى ولكن للحق وحب الخير فإن الله فلا إثم عليه لما لا إثم عليه إن الله غفور ورحيم يغفر له ويرحمه ويغفر لمن ويرحم للموصي الذي مال وصوبناه أو انحرف بل سقط في الإثم وأنقذناه وإن كان مريضه مات بعد ساعات لكن لما استقر الوضع على حقيقة شرعية وصية جائزة لا إثم عليه لما لأن الله غفور ورحيم فيغفر له ويرحمه هذا معنى الآيات نقرأها في الكتاب قال شرح الكلمات كتب بمعنى فورض وأثبت خيرا أي مالا نقدا أو عارضا أو عقارا العقارات الأراضي والمباني والنقد الديناء والدرهم الوصية أي ما يوصى به من مال وغيره المعروف هو ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلا بحيث لا يزيد على الثل لا تزيد وصيتك لله على ثلث مالك لو توصي بثلثين بنصف القاضي يبطل هذه الوصية ما عندك أبنى ولا آبا عندك أبنى عم أغنياء فقلتنا إذن أوصي بالنصف للخيريات القاضي ما يقبل أوصي بالثلث نعم أما بالثلثين هذا حسد للورثة ما أنت بما سول عن غناهم وفقرهم إذن الذي تعارف عليه المسلمون أن الوصية لا تزيد على الثلث سواء لحي أو ميت قال قال التبديل معناه التغيير للشيء بآخر وقوله جانفا أو إثما الجانف الميل عن الحق خطأا والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل هذه كلمات تحتاج إلى شرح الآن معنى الآيات قال بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن القاتل عرض للقتل وإلى لا والمفروض فيه أن يوصي فيه أن يوصي فيه ماله قبل قتله نعم ذكر تعالى آية الوصية هنا فقال تعالى كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك مالا الوصية أي الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الموارث أين توجد هذه الآية في صورة النساء يوصيكم الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا وصية لوارث قال ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الوارث وأن تكون الوصية ثلثا فأقل إن أجاز الوارث قدمنا يجوز على أن تكون الوصية ثلثا فأقل فإن زادت وأجازها الوارث جازت إذا الوارث أجازوا ما فوق الثلث لهم ذلك لأن المال ما لهم أرادوا أن يتطوعوا قال ودليل الاستحباب الاستحباب الوصية حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية بالثلث وقد تكون وصية واجب على المسلم كما قدمنا وذلك إن ترك ديون لازمة أو حقوق واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر صحيح ما حق مرئ مسلم له شيء يوصفه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هذا ما تضمنته الآية الأولى وهي المئة والثمانون وأما الآية الثانية وهي المئة والوحدة والثمانون فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء موم أو وص به بأن زاد فيه أو ناقص أو غيره أو بدل نوعا بآخر فلا إثم على الموصي ولكن الإثم على من بدل وغيره وختم هذا الحكم في قوله إن الله سميع عليم تهديد تهديدا ووعيدا لمن يقدم لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهو سيء وفي الآية الأخرى أخبر تعالى أن من خاف من موصي جانفا أو ميلا عن الحق والعدل بأن جار في وصيته بدون تعمد الجوهور ولكن خطأ أو خاف إثم على الموصي حيث جار وتعدى على علم في وصيته فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلب وختم هذا الحكم بقوله إن الله غفور رحيم هذا اللفظ فمن بدله بعد ما سمعه تكلمنا فيه بدل الوصية بعد ما سأغير فإنما إثم على من على الذين يبدلون قال من هداية الآيات أولا نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الوارثة نسخ الوصية مطلقا للوارثة إلا بإجازة الوارثة لها إذن من هداية الآيات أولا نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الوارثة وإذا بعض الوارثة أجاز البعض ما أجاز ما يوصي يبدو أن يتفق ثانيا استحباب الوصية بالمال لمن طأك مالا كثيرا يوصي به في وجوه البر والخير يستحب لأي مؤمن أو مؤمن يكون له مال كثير خير كثير أن يوصي في وجوه البر المساجد الفقراء طلبة العلم المسافرين الغرباء المرضى المستشفيات يوصي بشيء من ماله يستحب له لكن هل هذا واجب الجواب لا يستحب لمن حضره الموت أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه البر والإحسان قال ثانيا استحباب الوصية بالمال لمن لمن ترك مالا كثيرا يوصي به في وجوه البر والإحسان خالدا تأكد الوصية تأكد الوصية وتعينها حضر الموت أو لم يحضر ليس شرطا أن يكون حضر الموت وإنما الغالب فالشخص إذا مرض مرض شديد وخاف الوفاة يوصي تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن له أي حقوق أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع حقوق فيأثا بإضاعتها كما قدمنا لا يبيت أحدنا ثلاثة ليالي أو ليلتين كما ورد وله شيء يوصي به إلا وصى وكتب وصيته كم النسان عنده ديون عند الناس فإذا ما وصى ومات الورط لا حق له من عطاه أو تكون عليه حقوق لفلان فلان فإذا مات يواخذ بها ويطالب فلابد وأن يوصي قال ثالثا تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها إذ هو الذي أضعها رابعا حرمة تبديل الوصية وتغييرها حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح ما معنى إلى غير الصالح الشيخ الفلان حضاه الموت والمرض قال أوصيكم بأن تأخذوا ثلث مال كلهم وعدل بناية القباب على قبول الصالحين الآن ما بقي الناس يحترمون الأولياء وليقدسونهم أصبحت القباب إذا سقطت ما تجدد هذا المال في ذمتكم أن تجدد به قباب الصالحين يجوز هذا آخر كان مغرما بالحشيشة تبهتم أو بالخمر قال ثلث مال للحشيشين أصدقائي وحبائي يجوز وهكذا يجوز حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح فكان تغييرها وتبديها لأجل الصالح فنعم هذا وص على الخمر يبدلون إلى الفقار المساكين وص بناء القبور أو مواليد فلان يقول كل سنة تقيمنا مولد على حسابه غلت البيت الفلاني أو البستان الفلاني تنفق بهذا يجوز هذا يبدل إلى الصالح هذا ليس بدعة كيف تنفق به المال مرة أخرى هذه الآيات ذات هدايات ما الهداية الأولى نسق الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الورطة نسق الوصية للورطة مطلقا إلا إذا أجاز الورطة فلا باش كم من إنسان يكون له أربع أولاد أكثر موظفون وأغنية وواحد منهم معتوه ضعيف كذا يقول ابناء الضال فلانية أوصين بها لأخيكم توافقون قالوا لا أسكتوا قالوا نعم يا والدي أوصي ونحن أحق بهذا منك نوصي أيضا فلا استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا لماذا قلنا كثيرا أنت تركت أربع أولاد أو خمسة وعندك دخل خمس في الشهر توصي بماذا المال كثيرا يستحب لك أن توصي مثلا عندك بنتان ثلاثة متزوجات بأولادهن وعندك مال ما أشعل أروصي بالثلث لماذا لأن واثتك أغنية يوضون أو لا يوضون لا حق لهم لأنك دون الثلث أو الثلث فقط هذه الوصية مستحبة وتذكرون سعد رضي الله عنه مهاجر ثم ذهب إلى مكة فمرض فخاف أن يموت في غير دار هجرته فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وذكر له ماله فقال الرسول الثلث والثلث كثير ثالثا تأكد الوصية سواء حضر الموت أو لم يحضر لمن هذا للذي عليه حقوق أو له حقوق تبهتم لا يكتب ويوصي إلا عند المرض لا يدل الإنسان قد يموت وهو يمشي وهو ذاكب فالذي له حقوق من الليلة ديون ينبغي أن يكتب ويوصي والذي عليه حقوق كذلك يكتب لفلان علينا كذا لفلان علينا كذا وكذا حتى إذا مات الورثة يوزعون ذلك المال على الورثة إذ القسم لا يبدأ بها إلا بعد سداد الديون وقضائه ثالثا تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها إذ هو الذي أضعها وأخيرا حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح ما معنى هذا الكلام يرحمكم الله من يفيدنا أجيب حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح هل هذا له إشارة في الآياء فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون نعم أي نعم قال حومة تبديل الوصية وتغييرها أوصى بمال لبناء قبة أو أوصى بأن يدفن في المسجد الفلاني هذا التبديل يصح ولا لا يصح فإن كان التبديل لغير صالح فهو حرام ولا يجوز وعليه الإثم فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله صنع عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون معاشر المستمعين والمستمعات أذكركم ونفسي بالموعود على لسان سيد كل مولود إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم والرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فليهنأنا ذلك الخير هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا في بيت الله أليست هذه آيات من كتاب الله ألسنا متدارسين لا إذن الحمد لله ولولا فضل الله علينا ورحمته مجتمعنا ولا تلون ولا تدارسنا فالمحرومون ملايين البشر الحمد لله هذا نداء الله عز وجل وإن كنا دارسنا في النداءات في الأسبوع الماضي هذا النداء باختصار وليس بواف الدراسة والشيء إذا تكرر تقرر وتبت هذا النداء موجه من قبل الله عز وجل إلى عباده المؤمنين ونحن إن شاء منهم آمين ينادينا بعنوان الإيمان سر ذلك معروف لأننا أحياء بإيماننا نسمع ونعي ونعقل ونعمل نادانا ليخبرنا بخبر عظيم يقول كتب عليكم الصيام افرحوا أبشروا فرض عليكم الصيام والصيام امساك عن شهوتي البطن والفرج امساك بمعنى امتناع عن شهوتي البطن فلا طعام ولا شراء والفرج فلا جماعة ولا وقاء هذا الصيام امتناع وامساك وقد علمنا أن من شرط صحته التبيت النيا العزم على أن نصبح غدا إن شاء الله صائمين وعلمنا وزادكم الله علما أن النية تبيت بالليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح ولم يفطر ولم يتناول شيئا من المفطرات ودخل على أهله يطلب طعام ليفطر فإذا قالوا لو ما عندنا يا رسول الله شيء قال إذن أنا صائم وينوي الصيام ويصوم إلى النيل هذا الصيام صيام ناقلة لا الفريضة ولا الواجد ومن حدث له هذا وفعل إنه قد ائتسى برسول الله ولكن نعوذ بالله أن نصبح نطلب طعاما ولا نجد ولكن رسول الله دخل على أهله يطلب فطورا فقالوا مع الأسف ما عندنا شيء فقال إذن أنا صائم أما أحدنا إذا أصبح ما نوى الصيام فلما أصبح وطلع عنها وجاء الضحاء وجاء الإفطار ثم قال إذن أنا أصم فهذا لا يصح لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل نعجز عن حفظ هذا الحديث كيف ألسنا المؤمنين لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مئة ما نرى لا توجد عباد إلا وتسبق وانية نية التقرب إلى الله وتزلف إليه وتملق أو نية أداء الواجب ومفصر علي مولا وما ألزمني به سيدي وكتب هنا بمعنى فريد وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ مكتوب في القرآن كتابا كما 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 كتب على الذين من قبلكم من آدم عبد الله ونبيه إلى آخر أمة وهي أمة الإسلام لما 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 فالصيام من عوائد خير وبر وباك على المؤمنين سنستعرض بعضها إن شاء الله لأن الله حكيم عليم أليس كذلك والحكيم إذا شرع وقن يشرع ويقن لا لمصلها مستحل وينزه الله تعالى عنه فإذا شرع للمؤمنين أصيام فقد شرع لحكم عالية وفيه من الخيرات والبركات والعوائد ما لا يقادر وقد روب وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فيه معنى التهوين والتخفيف لستم وحدكم بالأمة التي فُعِذ عليها الصيام فتمتنع من الطعام والشراب والوقاع بل هذا تم لكل الأمم المؤمن قبلك فلا حاجة إلى التململ أو التضجر أو كيف كما كتب على الذين من قبلكم وشيء آخر أياما معدودا لا أعوام ولا أشهر أيام معدودا 29 يوم أكثر شيء 30 يوما وقوله لعلكم تتقون هذه لعل نسميها الإعدادية أي ليعدكم بذلك للتقوى والتقوى راس مالكم وإلى لا أهل هذه الحلقة يعرفون قيمة التقوى وباقي المسلمين ما يعرفون من يفسح لنا عنها إنها الخطوة الثانية للوصول إلى ولاية الرب تبارك وتعالى خطوتان يخطوهم العبد أو الآم يصل إلى ولاية الله ويصبح وليا من أولياء الله لا خوف عليه ولا حزن يصيرهم اقرأوا لهم قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون من لم يؤمن إيمانا يوقع عليه القرآن ويصدق ويعيش على تقوى الله يأتي الواجبات ويتخلى عن المحرمات وينافس في الصالحات ويبتعد عن المكرهات المشبوهات لم تتحقق له ولاية الله لن يكون وليا الله من من السامعين والسامعات يرغب أن يصبح غدا وليا لله كلنا إذا حقق إيمانك وعرضه على القرآن فإن وافق عليه صدق أنت مؤمن ما شئت الخطوة الأولى زيد الثانية وهي أن تعيش تتقي الله لا تتكلم بالكلمة حتى تعلم أذن لك أو لم ياذا لا تفتح إليك تنظر حتى تتأكد أذن لك في أن تنظر أو لم ياذا لا تتناول اللقمة بلها حبة العنب حتى تستاذن أذن لك أو لم ياذا لا تنام حتى تعلم أذن أو لم يأذن لا تقوم ولا تقعد وهكذا تحقق تقوى الله عز وجل فتصبح من أولياء الله تعالى ممن قال الله فيهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين آمين زيد دعوتك يا عبد العزيز اللهم آمين البشرى في الحياة الدنيا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة يراها أو ترى له لن تموت يا ولي الله حتى تبشر بالجنة دار السلام إما أن ترى ذلك أنت أو يراه لك عبد صالح ويخبرك ويبشرك هذا أما عند سياقات الموت وحال سكراته لا تعجب وفود تنزل من السماء محتضلا بروحك ورفعها إلى الملكة الأعلى وهي تبشرك وأنت تبتزم وتفارق كروحك وأنت تبتزم وجاء هذا في كتاب الله إذ قال تعالى من صورة فصلت حاميم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حوليهم الأولياء وإلى لا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في بشارات متتالية هذا أولياء الله ينتظونه ساعة الاحتضار وهو في قاعة الإنعاش كما يقولون هل يتم لنا هذا إيه عرفتم منزلة التقوى الصيام يساعدكم على تقوى الله لأنك طيلة ما أن تصايم ما تجرع على أن تقول باطلا أو ترتكب محرما خير ممكن أن تصايم تقول شويا أو تحدث باطلا معصوم بالصيام ثم قال تعالى فمن كان منكم مريضا والمرض من أعراض الحياة ومتطلباتها وفيه خير أيضا بالنسبة إلى المؤمنين المرض خير له وبالنسبة لغير المؤمنين عذاب عجل لهم في الدنيا قبل الآخرة أما المؤمن بالمرض تكفر سيئاته وتمحى ذنوبه وترتفع درجاته ما من مؤمن تصيبه مصيبا حتى الشوك يشكه إلا حط الله بها خطايا الحمد لله أحد الصحابة لما سمي هذا الخبر قال يا رسول الله اسأل الله تعالى أن لا تفارقني العمى ولكن لا تقعد بي عن العمل واستجاب الله له ما صاف عدل له الحم عليه ليلة نهار طول حياته وهو يواصل الطاعات والعبادات ولا تفارق الحم رضي الله عنه وأرضاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فالواجب عدة أخرى من أيام من أخر يصومها فمن كان منكم أيها المؤمنون والممنات مريضا مرضا لا يقوى معه على الصيام والمرض درجتان درجة الخطر وهنا يحرم الصوم ودرجة دون الخطورة درجة ألم فقط الصوم أفضل ولو أفضل جاز له الإفضار والمسافة المعروفة ثماني أربين ميل ألف ذراع الميل ألف ذراع الميل ألف ذراع الكيلو ميتر بالحساب الفرنسي كم ميتر ألفين ميتر ألف ميتر الكيلو ألف ميتر والميتر ذراعاني الميتر ذراعاني فهذا القول الوسط عند أهل العلم وهو أن المسافة لا تنقص عن ثمانية وأربعين كيلو ميتر فإن زادت لا تسأل أقلها ماهي بمسافة قصر إذن فعدة أي فعليه أو فواجب عدة من أيام نخارب بعددها وعلى الذين يطيقونه يقدرون عليه ولكن مع المشقة وهذا الجزء منسوخ أربتم كانوا في أول الأمر الصيام فريضا ماتا فريضا صيام عاشورا في السنة الأولى من الهجرة ما إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وماذا دخل في الربيع وجاء محرم فواجد اليهود يصومون عاشورا وسألهم قالوا هذا يوم أنجى الله في موسى وبني إسرائيل فنحن نصوم شكرا لله قال نحن أحق بموسى منكم ونحن أحق بموسى منهم فصام وأمر أهل مدينة يصوموا فصوم الأنصار والمهاجئون أطفالهم الصغار صاموا وصوموا أطفالهم الصغار جاءت السنة الثانية فرض الله صيام رمضان ونسخ الصيام الأول وبقي الصيام عشر سنة مستحبة ليس بواجب أبدا إذن ففي أول سنة كانت هذه الآية تقول بسم الله وعلى الذين يطيقونه خليك معي توطيق تحمل الكتاب هذا يا أدنان توطيق هذا كلام بربعي كيف توطيق توطيق حمل الكتاب ما يقال توطيق يحمل الكتاب لكن إذا وضع بين يديك كيس فيه مئات كيلو يسألك توطيق ولا لا على كل حال بربريتي ما هي فصيحة أعيد أقول هل من المعقول أن تقول لأخيك تستطيع تحمل هذا الكاس الشاهي هذا يقوله عاقل يقول هذا يسخى مني كيف كان شاهد توطيق حمله لكن إذا كان غرار صندوق شيء كبير يقول توطيق هذا وإلى لا يقول توطيق ولا فقوله تعالى وعالذين يطيقونه معناه يتحملون بما شق أعنى انتبهتم إما لكبارس وإما لمرض وإلا للعادة ما تعودوا أن يطرقوا الأكل والشربة طول النهار فقال تعالى وعلى الذين يطيقونه أن يقدرون عليه مع العناء والمشقة والألم والتململ هؤلاء يفطعون ويطعمون عن كل يوم مسكين رحمة الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يدفعون الفدية ويأكل ولا يلوم أحد عرفتم لأنه ما هو منشرح الصدق قوي على أن يصوم ما يقوى فمن رحمة الله بالمؤمنين أولياء شرعا هذا فدية طعام مسكين يقدمها ويفطر عرفتم ولا يقضي ثم نسخ هذا بالآلة تاتي بعد هذا وهي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى اسمه فمن شاهد منكم الشهر فغليص عمى ومن كان منكم أعلاسا فعدة من يامك أما مجرد أنه يتململ أو ما تعود انده فمن شاهد منكم الشهر أيه دخول الشهر وشاهده حضر من أعلن عنه أو رآه فالصيام لا بد إلا أن يكون مريضا حقا أو مسافيا عرفتم هذا الجزء كيف نسخ ولا لا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أطعم عشر مساكين له ذلك وهنا الإطعام أهل العراق في الزمان الأول الكوفى يقولون إنه نصف صعب مدين أهل الحجاج أهل مدينة بالذات يقولون مد واحد والمد حفنة بحفنة الرجل المتواصل والآن كيلو إلى كيلو ونص فرز هذا هو العقام ومن تطوع خيرا فهو خيرا إذا يطعم عشرين فليفع بدلا ما يعطي المد يعطي أربع عملك في من يقول لا فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لهم فمهتم وأن تصوموا أيها المطيقون للصيام بالتكلف إن شئتم أطعمتم ولكن لا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فوائد الصيام وآطاءه الطيبة في النفس والحياة خير لكم إن كنتم تعلمون هنا عندنا عندنا شيخ كبير أهل وعندنا مريض ميؤوس من شفائه على سرير الموت وعندنا حامل في بطنها جنين أو جنيناني وعندنا موضع ترضع ولدها ما كان الثدي الصناع ولا كان الإبراع هؤلاء أربع أصناف الرجل الكبير المسن طالت به الحياة ما أصبح يستطيع الصيام هذا يفطر بلا نزاع ولا يكلف نفسه ما لا يطف ويطعم عن كل يوم مسكين نظيره المريض الذي لازمه المرض وما أصبح ينتظر الشفاء حتى يقضي هذا أيضا كالأول يطعم مسكينا على كل يوم ولا شيء أما الحامل والمرضع شفاقاتا بهما ورحم بهما الحامل في بطنها الجنين وهي تتألم إذا جاعت تخشى أن يسقط جنينها المرضع تخشى إذا جاعت ينقطع لبنها ويبكي طفلها ويسرخ تفطراني وتطعماني وتقضيان تفطراني وتطعماني عن كل يوم مسكين وتقضيان هنا مسألة المرضع إذا خافت عن ولدها والحامل إذا خافت عن حملها هاتاني تفطراني وتطعماني وتقضياني وإذا خافت عن نفسها فقط لألول موضع أو حامل خافت إذا صامت تتأذى وتمرض هذه تطعم وتقضي ولا تطعم كالمسافر والمريض حقيقة الموضوع يحتاج إلى تأمل وتريث لا بأس أقول ما حكم المريض والمسافر يا حمكم الله قولوا يفطراني ويقضياني ما حكم الشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجبه يفطراني وجوبا ويطعماني عندنا حامل ومرضع فإن خافت على نفسهما لا على ولدهما تفطراني وتقضياني ولا تطعماني شأنه ما شأن المريض ولا لا لكن إن خافت على ولدهما لا على نفسهما هنا تفطر وتطعم وتقضي واضح هذه إن شاء الله لأن خوف على ولدي على مالها خوف على ما في بطنهما أو خوف عن أهية ما هي مريضة هذه خافت على طفلها إذن لا بد أن تطعم مسكينا إذن بعد هذا البيان نسمعكم ما في التفسير زيادة معرفة وعلم قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وياكم شرح المفردات أو الكلمات فرض ما معنى كتب ما معنى فورض وأثبت كتب فرضه وأثبته بالكتابة تأكيدا له والصيام لغة ماذا الإمساك والمراد بهنا لامتناع عن الأكل والشعوب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غشيان النساء غشاها غطاها تعبيق قرآن فيه الآداب فلما تغشاها حملت حملة خفيفة هنا لباس لكم خلي نبكي شوية الآن بلغنا أن مؤتمرا عالميا سيعقاد في القاهرة يضم كمئة هذا المؤتمر إشفاقا منه ورحمة على البشرية يريد أن يبيح الرغواطة والزنا والباطل والشر وأن يحدد الولادة ويمنع الولادة مصبا نفسه مصبا رب تعالى ليخطط ويشرع أحسب مرتكبت زل أعظم من هذه في الحياة حتى قلت أنا في كرب لو يستطيع أحد يأخذ كلمات مني في رسالة ويقرأها في المؤتمر الذي أسأل الله لا ينعقد والله لا أعطي أنه خمس سلاف ريال يطيب الطائر بألف ويقرر رسالة فهؤلاء كفار بلغ الكفر حتى تنكّوا للفطرة والذين قولوا لهم يا كفر أبعدوا عن ساحة رب هو الذي يشرع ويقنن لعباده هل خلقتم أنتم مرأة وإلى رجلا خلقتم طفل أو طفلا من أين لكم أن تشرع وتقنن وتبيح ما حرم الله وتحارب الله عز وجل ورسله وأولياء في الأرض والسماء أمر يكرب ويحزن ويحطم ويتم في بلد إسلامي قالوا حقوق الإنسان من حقوق الإنسان يسمح للأولاد أن يلوط بعضهم بعضا أمام أهلهم وذويهم الحق حقهم كلام قذي وأوسأخ والحقيقة لا يلامون أموات غير أحيا وما يشعون بهائم بل شر البهائم وأسوأ وجودهم آه ظهر لما غبنا ورفع رؤوسهم لما دلنا وططانا رؤوسنا نحن الذين أضعناهم وأهمناهم ما عرفناهم بالله ولا عرفوه ما عرفناهم بشرائع الله وما تنتجه وما تضعر من كمال البشر في الأرض فلهذا نحزم فقط قال الصيام لغة الإمساك والمراد بينا لامتناع عن الأكل والشرب وغشيان النزاء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لمعبر بالغشيان والتغطية واللباس ينزه المؤمن يتكلم بكلمة أو ينطق بعبارة تدل على الفحش والقبح إنهم مولياء الله وأولئي الملاحظ والمسحورون بسحر اليهودية يتبجحون بفتح المجال للأولاد أن يلوط بعضهم بعضا قال أياما معدودات ما شرحها قال تسعة وعشرون أو ثلاثون يوما بحسب شهر رمضان ورسول قال الشهر وهكذا وهكذا تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون ما في 31 ولا 28 أبدا وقوله فعدة من أيام أخرى فعلى من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد الأيام التي أفطر فيها مسألة إلا إذا كان في مرض متواصل أو صف متواصل فلا حاج يقضي العامل آتي وليس عليه طعم أضيف هذه إلى ما سبق قال وقوله يطيقونه أي يتحملونه بمشق لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فدية طعام مسكين فالواجب على من أفضل عذر مما ذكر أن يطعم على كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه هذا منسوخ هذا الجزء قوله فمن تطوع خيرا أي زاد على المدين أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير له وقوله أن تصوم خير لكم الصيام على من يطيقه ولو بمشق خير من الإفطار مع الإطعام قال المؤلف معنى الآيتين هذا الشرح للكلمات كل كلمة على حينها قال من مات ولم يقضي يقضي عليه ذوه من أبناء وزوجة وإطوان الإطعام لا يقضون الصيام قال لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أي مدينة هذه المدينة النبوية المدينة النبوية إلى المدينة وأصبحت دار إسلام بعدما كانت دار كفر وأوذان وأصبحت دار إسلام أخذ التشريع ينزل ويتوالى ففي الآيات السابقة كان حكم القصاص وحكم الوصية ومراقبة الله في ذلك وكان من أعظم ما يكون في المؤمنين وكان من أعظم ما يكون في المؤمن من ملكة التقوى الصيام وكان من أعظم ما يوجد ويكون في المؤمن من ملكة التقوى الصيام فأنزل الله تعالى فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة فناداهم بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا وأعلمهم أنه كتب عليهم الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم من الأمم السابقة فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وعلل لذلك أي ذكر العلم ما هي وعلل لذلك بقوله لعلكم تتقون أي ليعدكم به للتقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي لما في الصيام من مراقبة الله تعالى الصائم دائما يراقب الله لو لا يراقب يأكل يشعر فما دام مع مراقبة الله ما يعصي الله وقوله أياما معدودات ذكره ليهون به عليهم كلفة الصوم ومشقة إذ لم يجعله شهورا ولا عواما وزاد في التخفيذ أن آذن للمريض والمساف أن يفطر ويقضي بعد الصحة أو العود من السفر فقال لهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما أن غير المريض والمساف إذا كان يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له أن يفطر ويطعم على كل يوم مسكين وأعلمهم أن الصيام في هذه الحال خير ثم نسخ هذا الحكم الأخير نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فهل يصم وقوله إن كنتم تعلمون يريد تعلمون فوائد الصوم الدنيوية والأخوية وهي كثيرة أجلها مغفرة الذنوب وذهاب الأمراض قال هداية الآيات من هداية الآيات أولا فرضية الصيام وهو شهر رمضان ثانيا الصيام يربي ملكة التقوى في المؤمن ثالثا الصيام يكفر الذنوب لحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رابعا أخصة الإفطار للمريض والمسافر خامسا المرأة الحامل أو الموضع دل قوله وعلى الذين يطيقونه أن يطار مع القضاء وكذ الشيخ الكبير فإنه يفطي ولا يقضي والمريض مرضا لا يرجع برءه كذلك يفطي ولا يقضي يطعم ولا يقضي قال إلا أن عليهما أن يطعم عن كل يوم مسكين بإطعامه بإعطاء حفنتي طعام هذا نصف صاع كما أن المرأة الحامل والموضع إذا خافت على حملها أو طفلها أو على نفسها أن عليها أن تطعم مع كل صوم تصومه قضاء مسكين لكن فصلنا إذا الحامل أو المرضى خافت على نفسهما تفتران وتقضيان ولا تطعمان كالمريض وإن خافت على ولديهما تفتران وتقضيان وتطعمان سادسا قال في الصيام فوائد دينية واجتماعية عظيمة أشير إليها بلفظ إن كنتم تعلمون من هذه الفوائد أولا يعود الصيام الخشي من الله تعالى فالسلر والعلن ثانيا كسر حدة الشهوى ولذا أرشد العازب ولذا أرشد العازب إلى الصوم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي حصاء بعض الشباب يقول كل ما صمنا زادت قدراتنا نقول لا واصل الصوم ولا تسرف في الطعام طول الليل صوم الصوم الشبعي لن يتخلف أبدا قال ثالثا يربي الشافق والرحمة في النفس الذين ما ذاقوا الجوع أبدا لو تظور أمامهم أحد بالجوع ما يفهمون كيف يتألم لكن لما يصومون يعرفون المتضور من الجوع أو العطش رابعا فيه المساواة بين الأغنية والفقراء والأشراف والأوضاع غدا نامضا كل الأمة صائمة الشريف الوضيع الغني الفقير العالم الجاهل مساواة ولا لا خامسا تعويد الأمة النظام والوحدة والوئام غدا رمضان كلها صائمة بعد غدا العيد كلها مخترة يعود على النظام وإلى لا والوئام عندنا مثل للنظام الآن لو نربي الحجاج في بيوت في بلادهم ونأتي بهم ليرموا الجمرة إذا أحسنوا النظام يرمونها وهم يبتسمون لما نزلت آية استقبال القبل البيت وتحويلها إلى الكعباء جاء جاء من المسجد النبوي إلى مسجد القبلة فوجد هم يصلون غربا صفوفا لساو فأعلم فاستداروا كما هم عليه الآن والله ما تستطيع استداروا كلهم في خيط وعا كانوا غرب إلى كيف يصبحون شرق جنوب استداروا كما هذا يحتاج إلى ترضية والأمة قابلة للطلوع نحن الآن هابطون ما نستطيع قال خامسا تعويد الأمة النظام والوحد والويام سادسا وأخيرا يذهب أي الصيام المواد المترصبة في البطن في البدن من الشحم وبالذلك وبذلك تتحسن صحة الصائم وفي الحديث صوموا تصحوا وسافر تغنموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعل كم تشكرون أولا شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور الشمس القمرية ورمضان هذا اللفظ مأخوض مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر ولهذا واد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والفصال جمع فصيل ابن الناقة الصغير إذا اشتد الحر وارتبعت الشمس الفصيل ما يقوى على الوقوف على خفه فيبرك على الأرض فهذا وقت صلاة الأوابين والمراد من صلاة الضحاء حين ترتبع الشمس وتشتد الحرارة ورمض هو شدة الحر للعطشان من به رمأ وعطش ترمض نفسه من هذا سمي شهر الصوم برمضان ويجوز أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان ولا حرش وقوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن أولا أنزل في بيان فضل الصيام القرآن وأنزل القرآن في شهر رمضان بل وعد أن كتب الله منصح في إباهيم إلى الإنجيل إلى القرآن كلها نزلت في رمضان ثم نزول القرآن من اللوح المحفوظ أما قال تعالى وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ نزل في رمضان إلى السماء الدنيا في بيت العزة توجد بيت يقال لا بيت العزة أو يوجد بيت يقال بيت العزة في السماء الدنيا ثم أخذ ينزل منجما نجما بعد نجما بحسب أحوال البشرية فكلما تطلب الأمر نزول آية أو آيات تنزل والرسول يعلم ويبلغ والكتب يكتبون ويدونون إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كاتبا يحسنون كتابا وكلما نزلت الآية أو الصواة كتبوها إذن وما هي الليلة التي نزل فيها القرآن الغالب أنها ليلة القدر وذلك لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن هذا اللفظ عالم على كتاب الله وله عالم آخر آل فرقان القرآن مشتق من القرأ الذي هو الجمع جمعت حروفه وكلماته وآياته وصوره في كتاب واحد فهو قرآن وسمي بالفرقان لأن الله فارق به بين الحق والباطن بين المعروف المنكر بين الشر والخير بين كل متلابسات الحياة آل فرقان وقوله هدى للناس وبينات من الهدى هذا هو القرآن والله لهدى للناس أبيضهم وأصفرهم عابهم وعجمهم لفظ الناس عام فأيما إنسان ذكر أو أنثى يؤمن بهذا كتاب ويقبل عليه يقرأه ويتفهم مراد الله منه ويعمل به إلا اهتدى إلى طريق سعادته وكماله ونجى من خزي الدنيا وعذاب الآخر ولا يقول أن قائل قرأناه ولم نجد فيه الهداية هذا كلام باطل ولا ينطق به حتى إبليس في هدى للناس وبينات من الهدى ليس مجاود هدى بل هناك بينات أنواع وفنون من الأنواع الهدايات فهو في العقل في الآداب في الأخلاق في المال في الحياة بكلها لا يوجد موضع في الحياة إلا والقرآن يهدي ويبين ما فيه إلا هو الفرقان كذلك فرق الله بالقرآن بين الكفر والإيمان بين الشرك والتوحيد بين الحق والباطل بين الخري والشر بين الصالحين والمفسدين بين الأبهار والفجار بين 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 هذا القرآن هو الفرقان شأن الفرقان عظيم بين أم بعد هذا قال تعالى فبناء على هذا من شهد منكم الشهر فليصم وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الله أخبرنا أنه كتب علينا الصيام وأنه أيام معدولات لا أعوام ولا أشهر وكما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين تسعة وعشرين يوما إلى ثلاثين وأن هذا ليس مما كلفنا به دون غير ناء بل الأمم التي عافت الله كلها فوعد عليها الصيام إذن مات نصوم بين تعالى الشهر الذي كتب أيامه فقال شهر ومرة كأن سير يقول ما هو الشهر الذي نصوم فيه ما هي الأيام التي نصوم وأيام شهر ومرة فمن شهد منكم الشهر كيف يشهد الشهر يشهد يحظر في القرية أو في الحي أو في السفر يشهد من يقول انظر إلى الهلال أو يقول أنا رأيت الهلال أو رؤية الهلال شهده وكان حاضرا غير مسافرا ثم هنا مسألة فقهية لابد من معرفتها وهي أن ثبوت رؤية الهلال للصيام تثبت برؤية المؤمن العاد ولا يتطلب الأمر شاهدين أو استفادة الشهادة أيما موم عاقل يشهد بأنه رأى مساء الليل الهلال وجب على المؤمنين الصيام هذا الذي عليه أكثر أهمة الإسلام أما الإفطار وهو إعلان عن شهادة رؤية شوال فثم لا تقبل شهادة الواحد وإن كان عدلا وإنما لا بد من شهادة اثنين من المسلمين وعدول والسر واضح لأن الذي يشهد بأنه رأى هلال رمضان ليصوم ويصوم المؤمنون الفطرة تتنافى مع تحمل الأتعاب والضماء والعطش وترك أكل الشب فكيف فكيف إذن يقول وأيته مرأة أما الرؤية من أجل أن يفطر قد يكذب حتى يفطر هذا ليس واجبا ونوياقا لكن هذه وضعية البشر هذه فطرة الناس فمن هنا تقبل في رؤية الهلال رمضان شهادة موم واحد ولا نطلب شهادة اثنين أو ثلاثة أما رؤية العيد رؤية شوال لابد من اثنين من العيد رؤية فلو قال واحد أنا رأيت لا نخذ برؤية له أن يفطر وفي بيته شأن تأكد من رؤية وراءها له الحق أن يفطر لكن لا يحمل الأمة على أن تفطر برؤيته ولا يقبل منه هذا أبدا إلا إذا شهدت مان فأكثر على أنهم رؤوا الهلاح فمن شهد منكم الشهر منكم أيها المؤمنون لو قامت كتلة من اليهود وقالوا رأينا الهلال للمسلمين ما نقبل لو قالت أوروبا كلها الصليبية لقد رأينا الهلال ليصوموا ما نقبل لأنهم غير عدول أو عدول أي حراف وهبوط أكثر ممن يدفع الله ويجحد إذن قول تعالى منكم أيها المؤمنون ثم هنا أمر آخر منكم أيها المكلفون فغير المكلف لا يدخل فيها والمكلف هو المؤمن العاقل البالغ غير المؤمن ما هو بمكلف لو على الهلال التي فات إليه طفل صغير لم يبلغ لا تقبل شهادته مجنون مختل العاقل لا تقبل منكم أيها المؤمنون المكلفون وهنا إذا أسلم الكافر ليلة رمضان وبلغ الغلام ليلة رمضان وجب عليهم أن يصبح صائمين فريضة الله إذا أسلم الكافر ليلة رمضان من المغرب إلى الصحور تعين عليه أن يصوم آدم الصبي الغلام الناهز البلوغ إذا بلغ تلك الليلة مثل نام بعد العشاء واحتلم واستيقض آه احتلمت إذا بلغت يجب أن يتصح ويصوم أما إذا بلغ الغلام في النهار والكاف أسلم في النهار فليس عليه ما صيام ذلك اليوم وإن أمسك لهما أجر الغلام نام فالضحى احتلم أعرف أنه بلغ لأن آية البلوغ احتلام إذا احتلم فأفر زلمني هو رجل لا معالى إذا فمن شهد منكم الشعر فليصم أن يكون مكلفا أي عاقلا بارغا أليس كذلك وإن رآه الغلام واحتلم في تلك الليلة أو الكاف وجب الصيام ما ما احتلم الغلام إلا فالنهار ولا أسلم الكاف إلا فالنهار والنصيام لا يجب عليهم الصيام وإن أمسكا خير لهم وكذلك الحائض والنفس شاهدت أم الهلا وحرارة الإعلان وإيا حائض تصوم قل لنت أعب بقال صومي من شهد منكم الشرف فليصموك لابد أن يكون أهلا للصيام مسلم عاقل بالق وليس بما حائض ولا نفس فمن شهد منكم الشهر فليصوم قال وإن طهرت بنفس النهار تظل تأكل تمضر حتى العلك لا صوم لا إذا طهرت الحائض ونفس أثناء النهار تواصل فطرها وإن أرادت أن تمسك تأدبا وآدابا وإخلاقا لها ذلك وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر بالأمس درسنا أن الذين يطيقونه مع مشقة وشعوب العياء والتعب أذن الله لهم أن يفطعوا ويطعموا ثم نسخ الله ذلك الحكم نسخوا بآية الليلة فمن شهد منكم الشهر غليصم وعرفنا أن الكبير السن الشيخ الهرم أو العجوز من رجل أو مرأة وأن المصاب بمرض مزمن لا برع يرجى له أبدا فهذاني يأكلان ويطعمان غي مكلفين بالصيام لعجزهما وأن الحامل والمرضع إن أكلتا رمضان خوفا على ولدهما أو ولدهما المرضع أو المحمول تقضيان وتطعمان أما إن خافتا فقط عن نفسهما الإعياء والإرهاق فإنهما تفطران وتقضيان ولا يطعم هذا تقرر بالأنس وهنا يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر معنى أو على سفر أنا الآن على الكرسي ولا لا صحيح متمكن منه لو كنت جائسي إلى جنبي يقول هالشيق على كرسي فمن هنا إذا لم يخرج من البلد ويترك البلد وهاءه لا يقال فيه على سفر ولهذا بعض الغافلين أو بعض المفتين يقولون ما دام قد عزم على الصفا يفطر في الصباح في البيت قهوة وجبنة وكذا وبعد يمشي ما ينبغي ربما تعطل كم من معوق عوقه سيارته ما مشت الطائر قالوا توقبت فلهذا لا بد من مراعاة على متمكن من الصفا فمن كان منكم مريضا أو على سبع ما قال أوم سابعا على الصفا متمكن منه كالذي يركبه نظير هذا على هدى من رب يمن متمكن من الهداء أولئك الذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مبلحون الشاهد في كلمة علاء تدل على الاستعلاء تدل على التمكن من العمل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فالواجب أو المطلوب منه عدة من أيام أخر غير أيام رمضان قول أيام ثلاثم وستين يوم في العام فعليه أن يصوم بعدد ما أبطر من أيام أخر من غير رمضان فعدة من أيام أخر هنا قد يقرى الطالب ويجد من يقول المسافة والمريض لو صام بطر صومهما هذا مذهب الظاهرية والصحيح هذا كلام لا يقبل لأن القرآن ما تركه الله بدون رسوله بينه رسوله وبينه أصحاب الرسول وأتباههم ما نفسر بيهوائنا فعدة من أيام أخر إن كان قد أفطر أما إذا لم يفطر لا شيء عليه وثبت يقينا أن الصحابة قالوا كنا مسافرين غزا من الصائم ومن المفطر ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر الصائم وحديث ليس من البر الصيام في السفر هذا محمول على أن المسافر إذا كان يعوقه السفر يعطل سفره وما فيه من أعمال الإفطار أفضل تبهتم وإن كان السفر لا يعوقه لا يحد من طاقته لا يبطل عليه عمله في سفره الصيام أفضل ديئي الحقيقة التي عليها أهل البصيرة فعدة من أيام أخر ثم قال الله جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وله الحمد والمنى لما تقحمنا في شيء مضى أنا لشت بمعصوم والله إني لأخطئ وأوصي وأكثر ما أخطئ في الأسئلة التي ما هي واضحة تبهتم وأنا الكلام الذي بينته في هذه القضية لو يحفظه السامعون السامعات الله أكبر فإذا نضيف أشياء خام ما يتأتى فقلنا يقضي عنه أهله بدون تفصيله التفصيل إذا مات الرجل أو المرأة في مرضه الذي أفضل فيه مارضا في رمضان مات قبل انتهاء أو بات بعد رمضان فهذا لا يجب عليه صياء أبدا عرفتم لا يجب على صياء لكن لو كان صح بعد مرضه وتلاه وتشاقل ولم يصب في ذمة صيام إلا يقضي عنه وليه أصبح كصيام النذر في واحد سأل أيضا وأخطأت ما يفصح أراد أن يسأل عن زوجة الربيب هل يراها الزوج زوج المرأة يرى زوجة ربيبه فهذه قلت له لا يراها وهذا أحوط أو قلت يراها وبعد ذلك قرأت الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم زوجاتهم من محاربكم زوجة ابنك ولذيك كبنتك وأمك لكن ابنك من غير صلبة من هم أربائب فزوجته ليست بما حرم لك ولا أتم حرم بل يجوز لو مات أن تتزوج وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب هذا القيب والشاهد عندنا لا بد وأن يقع الخطأ يقع عدم السلوء كذا فلنتلطف شيئا فشيئا ولا يحيطون بشيئا من علمه إلا بما شاء على كل حال نحن والحمد الله نصحه الخطأ دائما وآبدا ولا نقبل الإصراع عليه بحال ولو نجلل قوله يريد الله بكم اليسر أي في كونه تعالى آذن لكم بالإفطار في المرض والصفر هذا من باب أنه يريد بنا اليسر لا المشقة والرسول يقول دين الله يسر دين الله يسر والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج والحرج الضيق والشدة وهذا من فضل الله وإحسانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والعصر ضد اليسر وقوله تعالى وليتكمل العدة هذا سر قضاء تبهتم أننا إذا أفطان لمرض أو سفاء نقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرناها فبذلك نكمل عدة شهر رمضان أما فرض الله صيام شهر رمضان فإذا أفطرنا أسبوع أو أكثر ثم قضينا أكمل عدة هو للا ولتكمل العدة هذا أولا في فائدة القضاء ما تقول آه مع الأسف العام هذا سمت سبع عشر يوم فقط أو صمت خمسة وعشرين أي لو كان ما فيه قضاء تبنت لكان المون يحزنون ما رضاء أو ساف أو ما أكمل ما صام ثلاثين يوم يتحص يقول تقول وَا أَسَفَ أَنَ هَذَا الْعَام ما صمت فيه ثلاثين يوما لكن الله عز وجل شارع لنا القضاء من أجل أن نكمل العدة لنا وإن قال جاهل إيش فائدة هذي العدة هذا ميت ننسي أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم النمو ناسي أفضل شهر رمضان إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة أغلقت أبواب النار صفدت الشياطين فهذا الخير وهذه البركات يحرم من الذي ما يصوم ولتكمل العدة ثالث ولتكبر الله على ما هداكم والتكبير لفظه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله عمل ويبتدئ التكبير من ليلة العيد إلى أن نصلي العيد ونعود إلى بيوتنا نحن ذاهبون إلى المصلى ونحن نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونحن جالسون ونحن عائدون هذه ليلة يوم التكبير ولتكبر الله على ما هداكم على هدايته لكم هل الكافرون يكبرون جيب لكافر يكبر نعطيك الفرياد يا كرهن يقول الله أكبر وإذا بك أنت تتلذذ بها وتنفع صوتك بها وأنت في فرح وصرور أليس هذا مما يحمد الله عليه ويشكر عندنا مثل عام العجوز إذا كانت تكر جارتها تقول أسمعي لا تنطقي باسمي ما نسمح أن تقولي فلانا كيف هذا بمعنى أنا فوق مستواك أنت حتى تذكر اسمي عرفتم ومن هنا أذن الله لنا في ذكر اسمه هذا إنعام لا حد له وإلا من نحن وما نحن حتى نذكر اسم الله الجليل نحن أهل لأن نذكر والله ما نحن أهل ما قيمتنا ولكن من فضله علينا وامتنانه أن أذن لنا في ذكره بل وأثابنا عليه بل ورفعنا درجات بذكره ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي وليعدكم أيضا للشكر وقد تقرر عند السامعين والسامعات الشكر ما هو الشكر أولا لاعترافه في القلب بالنعمة للمنعم ثانيا ترجمتها الإعراب عنها باللفظ الحمد لله ثالثا صرف النعمة فيما من أجله أنعم بها المنعم لا أن ينعم عليك بألف ريال فتشتري بها كاس خمر وتشربه أنعم عليك بنعمة الصحة لا تبدل طاقتك في معصيته تتحدى أنعم عليك بنعمة الشرف والمكان رفيع تواضع وتطامن لا تترفع على أوليائه وتتكبر عليهم وهكذا هذه الحقيقة لن تفوت المؤمنين والممنات الشكر علة الحياة كلها أليس كذلك لو سئلت يا أبي أو سألت يا أبي لما خلقت هذه العوالم كلها يقول خلقتها لأجلك يا ربي وأنا خلقتني لما من أجل أن تذكري وتشكرني فعلة الوجود بكله أن يذكر الله ويشكره فلهذا الذي لا يذكر الله ولا يشكره جزاءه يخلط في العذاب الأبدي وبينا غير ما مره لو أن شخصا نسف مدينة يحكمون عليه كم سنة خمسين سنة خمسين سنة وإذا كان نسف قال ربي كامل يا كم يسجن حتى الموت وهذا الذي ترك ذكر الله وشكره كأنما نسف السماوات كلها ونسف الأرض وبدد العوالم كلها إذ كلها مخلوق لأن يذكر ويشكر فلما رفض ذكر الله وشكره كان كمن نسف العوالم كلها وصور صيّر دخانا إذن كم يعذب هذا لا نهاية لعذابه لأن جريمة أعظم فهمتم هذه الحقيقة ولا لا قد يقول قال ليما هذا كفر سبعين عام يخلث في جهنم يخلث في جهنم ليما لأنه مو كفر سبعين عام هذا لأنه كمن نسف الكون كله ودمره لأن الحياة كل مخلوق لنا ولا لا أما قال تعالى هو الذي خلق لكم سحى لكم ما في السماوة ما في السماوة يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك إذن فإذا أراد الله من عبد أن يذكر ويشكره فرفض الذكر والشكر فكان شر الخليق والبرية وجزرا يخلد في عذاب لا ينتهي عرفنا إليكم الآية مرة ثانية وتأملوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من العدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريدا أو على صفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمن العدى ولتكبر الله على مهداكم ولعلكم تشكروا الآن نقرى الدرس من الكتاب أولا شرح الكلمات المفادات قال شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية ولفظ الشهر مأخوذ من الشهر تعرفون الشهر إلى الاشتهار والانتشار مأخوذ من الشهر لأنهم يشاهدون الهلال كل واحد في بيتي يشاهد ورمضان مأخوذ من رمضى الصائم إذا حرجوا فروق من العطش الذي أنزل فيه القرآن هذه آية فضله على غيره من سائب الشهور حيث أنزل فيه القرآن وذلك في ليلة القدر منه لآية إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي ليلة مباركة قال أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل منجماً نجماً بعد نجم كيف النجم هذا؟ كوكب هذا لأن البشرية قبل الحساب وقبل هذا الترقي في المادة إذا طلع النجم الفلان يسافر طلع النجم الفلان يسدد دينه تبهتم يشاهدون السماء والنجوم تطلع وتغيب فيحسبون هذا الحساب هذا معنى منجم نجم بعد نجم فترة بعد فترة زمن بعد زمن قال وابتدئ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضاً هل في ليلة السابع عشر خلاف قولوا هدى للناس هدى أي هادياً للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الضارين وبينات من هدى والفقان البينات جمع بينا والهدى الإرشاد والمراد أن القرآن نزل هادياً للناس ومبين لهم سبيل الهدى موضحاً طريق الفوز والنجاة فارقاً لهم بين الحق والباطل وفي كل شؤون الحياة وقولوا شهد الشهر حضر الإعلان عن رؤيته فعدة من أيام أخر أي فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطاها مريضاً أو مسافراً أو تقول حائضاً نفساً قال ولتكمنوا العدة وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً ولتكبر الله على ما هداكم قال وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد والتكبير مشروع وفي أجر عظيم وصفته المشهورة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا محفوظ عند أكثر الناس ولعلكم تشكرون أي فرض عليكم الصومة وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الشكر هو الطاعة هذه المفردات أي معنى الآية الإجمالي قال معنى الآية الكريمة تأمل عبد الله لما ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيامة في الآية السابقة وأنه أيام معدودات بيّن في هذه الآية أن المراد من الأيام معدودات أيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هاديا وموضحا طرق الهدايا وفارقا بين الحق والباطل فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصموا يعيدوا شهر رمضان ومعنى شهد كان حاضرا غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان فليصموا على سبيل لجوب إن كان مكلبا ماذا قلنا في المكلف؟ العاقل البالغ وإن أسلم الكافر وبلغ الغلام في الليل رجب الصيام وإن كان في النهار لا شيء عليهم ثم ذكر عذر المرض والسفر وأن على من أفطر بما قضاء ما أفطر بعدته وأخبر تعالى أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض والمسافر يريد اليسر بالأمة ولا يريد بها العسر فله الحمد وله المنا فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثم علل تعالى للقضاء قضاء رمضان بقوله ولتكملوا العدة أي عدة أيام رمضان هذا أولا وثاني لتكبروا الله على ما هداكم عندما تكملون الصيام برؤية هلال شوال وأخيرا ليعدكم بالصيام والذكر للشكر فقال عز وجل ولعلكم تشكروا وأضحى هذا الشر الآن هداية الآية كل آية فيها هداية هنا والله لكل آية فيها هداية كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسوله أليس كذلك هذه الآية من أين أتت من الله إذن الله موجود وعليم على من نزلت على محمد إذن هو رسول الله قال من هداية الآية أولا فضل شهر رمضان وفضل القرآن ثانيا وجوب صيام رمضان على المكلفين والمكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة من دماء الحير والنباس ثالثا الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه المريض الذي يقول إذا صامت أخر الشبا تطول مدة المرض يفتر أو يخاف زيادة المرض وارتفاع درجته مرة ثانية الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه والمسافر مسافة قصر إذا كان الطبيب موثوق فيه مؤمن المسافة بالأمس عرفناها قف وقلها لا أنا أسأل عن المسافة القصر ثمانية وأربعون كيلو متر كيلو حتى لذا يقولوا كيلو ألا لا أصر أصر أربعة برود تبهتم والبريد كم كيل كم ميل البريد اثنى عشر اثنى عشر ميل والميل هو عند علماء الأندلس والمعرب بكامله الميل الفارغة تبهتم أما عند العراق والمشرق المسافة سبعين كيلو منهم من يقول ثمانين ماهي مضبوطة لكن بالضبط لأن المسافة التي يمشيها الرجل على ناقته لا تزيد على ثمانية وأربعين كيلو في اليوم وماشينا هذا جربنا اركب ناقتك فالصحراء وامشي يأتي القيلولة والظهر تنزل تنام تستريح وتجدد الصفر ما تمشي ثمانية وأربعين كيلو عرفتم فهذا الحساب للأندلس المالكية من أبدع ما يكون جاءت فرنسا تركض رب أخذوا به ما قال الكيلو ألف ميتر الميتر فيه ذراعان اتفقنا إذن جاروا وراءنا وسبقناهم وهذا ننظر إليه من جيهة أخرى أن من أهل العلم يقول من سافى ولا العشبين كيلو يجب أن يفطى ويقصر تبهتم كالظاهرية ومنهم من قال سبعين كيلو ما هو القول الوسط دائما دائما ما على الوسط ثماني أربعين كيلو هذه المسافة متى يبتدي عندما يغادر البلد ويترك الديار وراءه أما ما زال في بلده ويفطر لا يصح أما قال على سفى وإلى لا ما سفى بات كيف يفطر قال رابعا وجوب القضاء على من أفطر لعذر والذي أفطر لغير العذر الكفارة والقضاء عرفتم يفطر ويقضي هذا الذي بعذر مرض أو سفى أو دام حيض النفاس أما يقولنا ما نصهم هذا على الكفارة والقضاء تؤيدون هذه المسألة هذه المسألة شيخكم فيها يجي وراء ظل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء الرجل يسأل قال ما تقول في من قتل نفسا يتوب إلا لا تقبل توبته يقول له الحب أنت قتلت فإن قال نعم قتلت يقول من يمنعك من التوبة وباب الله مفتوح والله إذو إلى توبية توبي يا ابني وإن قال لا ما قتلت أعوذ بالله قاتل نفس له توبا والله يقول ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وهضب الله عليه ولعنه وأعدنه كيف التوبة هذه عرفتم السر وإلى لا فرق بين من قتل ومن يقتل فنحن كذلك إذا جاءنا الشخص وقال ما تقول في من يأكل في رمضان لكن ما ينكع فقط يشرب يأكله نقول ماذا بقيه عليه القضاء والكفاء وإن قال أنا أكلت وما أستطيع نقول جامعة قال لا بس أكلت شيء نقول اقضي فقط ولا كفاء عليك سبعتم لوجود مذاهبنا الأربعة نصف يقول بالقضاء ونصف يقول لا قضاء إلا في الجماعة فالمفت أو الذي يعلم ينبغي أن يسلق مسالك الهدايا فهمتم هذه قال رابعا وجوب القضاء على من أفطر لعدف خامسا يسلو الشريعة الإسلامية وخلوها من العصر وهو كذلك سادسا مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه وهذا التكبير جزء لشكر نعمة الهدايا إلى الإسلام سابعا الطاعات هي الشكر فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكر أبدا حتى يعد مع الشاكرين الطاعة هي الشكر ما أطاع ما شكر بل كفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعيد تلاوة الآية الكريمة يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية لها سبب نزلت به وكثير من آي القرآن الكريم ينزل لأسباب اقترت نزوله ومعرفة السبب تساعد على معرفة المراد من الآيات التي نزعت لذلك سبب سبب هذا هو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم جماع منهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أم بعيد فنناديه لأن المناجاة تكون سرية خافية وقد عرفتم المناجاة وحكم الله فيها إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان الكلام والسر هو المناجاة وكان الله يناجي موسى عليه السلام فإذا كان قريبا منا نناجيه وإذا كان بعيدا نناديه والنداء بياء الله فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني أي أقريب أم بعيد فأجيبهم أني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذن هذا السؤال معقول ومشر لا عنة فيه ولا تكلف أراد أن يعرف إذا ناد ربه ينادونه بأعلى أصواتهم أو يدعونه بالألفاظ القريبة لا بأس فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى قوله وإذا سألك يا رسولنا من سأله عبادي عني أي في كوني قريبا أم بعيدا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني الداعي أجيب دعوتك وهنا معاشر المستمعين والمستمعات كثيرا ما أكرر تلك اللطيفة لتعرفوا القربة والبرد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيكون يضع الجبار الأرض في كفه ويقلبها ويقول أنا الملك أين الملوك هذه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يتلقاها بالوحي الإلهي إذا فأين البعد فنحن بين يده لو طلع نملة في كفك أنت محيط بها من كل جوانبها أنت فوقها أنت تحتها أنت عن شمالها لعظمتك وحقارتها إذا فالله عز وجل والعوالم كلك هذه النملة بين يده فكلنا بين يده هل فهمتم هذه الكلمة وشيء آخر أحوالنا الظاهر الباطنة هو التي يسيرها ما تنطق حتى ينطقت لا تبصر حتى يجعلك تبصر لا ترفع يدك حتى يجعلك خاصة وكل شيء قد كتبه في كتاب المقاضية قبل خلق السماوات والأرض فضلا عن البشر إذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والقليل إذا فالله معنا قال تعالى وهو معكم أينما كنتم لا تفى أنك تبعد عن الله أو تغيب عن الله عيات 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 وهنا معاصر الإخوان والأبناء أحد المؤمنين رأى رؤيا وفيها أن على الشيخ هذا أن يعلم المستمعين أو المستمعات الآداب مع الله عز وجل ورؤيا صالحة والله يعلم أننا ما تأدبنا معه ودائما نذكر هذا أدبنا مع الله ليس بشيء فبسم الله كل ليلة إن شاء الله أضع بين أيديكم مسألة أذكروها وتأدبوا بها معه الأولى الشكر على النعم أذكر أن أحد إخوانك في بيتك وبين يديك تطعمه وتسقيه تكسوه وتلبسه تسكنه وتركبه تحميه وتدافع عنه ولا يذكرك بخير ولا يقول جزاك الله خيرا ولا يشكر لك نعم بين الناس كيف تنظر إلى هذا أي الأدب هذا عنده هذا أسوأ الناس أدبا ونحن نعيش في كنة الله وفي نعمه وفي إفضاله وفي رعاية وحماية وفي أرض وتحت سمائه وبه ناكل ونشرب ونجيء ونذهب حركاتنا من فضل وإحسانه فمن الأدب أن ننسى هذه النعم وأن ننساه وهو المنعم المتضضل هيا نتأدب مع الله دائما لساننا يذكر الله ويحمده دائما مع الله نشكر له إنعامه وإفضاله وإحسانه لا يفاقنا لفظ الحمد لله الحمد لله الحمد لله في المرض والصحة في الجياع والشباع في القيام والقعود في السفا والإقام في كل حال الحمد لله نذكر النعم التي نتقلب فيها ونذكر المنعم بها وهو الله ونحمده بما علمنا والحمد لله أن قبل منا كلمة الحمد لله ذي نعم أخرى أن قبل منا كلمة الحمد لله وشرعها لنا وانتدبنا إليها ذي نعمة أخرى إن شاء الله نتأدب من الآن نعم الله دائما ما ننسى وحمد الله وحمد الله وشكره لا ننسى هذه خطوة إن شاء الله وسنواصل خطواتنا بإذن الله حتى نصبح من أهل الأدب مع الله وإن كانت رؤية تعنيني أنا فقط فأنا كما قلت لكم مقصر في الأدب مع ربي فسأل الله لي أن يجعلني من المتأذبين معه اللهم آمين إذن وإذا سألك عبادي عني فإني أعلمهم فإني قريب أي منهم أجيب دعوة الداعي وحذفة لي للتخفيف لأن القرآن يتلى آناء الليل وأطاف النهار يتلوه العربي والعجم والصغير والكبير والفصيح والألكن فهو قائم على الخفة بدل الداعي الداعي آل يام حذوف دعوة الداعي إذا دعاني ما معنى دعاني يا ربي اغفر لي وارحم لي يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يا ربي فرج مابي يا ربي فرج كربي يا ربي اغذي حاجتي يا ربي أسكني المدينة هذا مؤمن قال لي ادعو الله لأن يجعلني من سكان المدينة اللهم اجعله من سكان المدينة يا رب العالمين اللهم ائتي به الى المدينة اذا اجيب دعوة الداعي اذا دعان والذي ما يدعو الله كافر كافر المؤمن الذي يستغني عن الله تربب وتألى وادعوه بي وإلا كيف يستغني عن من عن من أنفاسه بيده والدعاء والعباء والدعاء هو العبادة اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة في حديث ضعيف لأن المخ في الحيوان هو ما قاوى الحياة اذا اخذ المخ سقطت البنية لكن الحديد الصحي الدعاء هو العبادة وقد عرفتم يا اهل الحلقة المباركة مظاهر كيف كان الدعاء هو العبادة اعلمكم هذه للناس والغافلين والزوار الذين ما يعلمون اريكم كيف كان الدعاء هو العبادة تذكرون ولا تنسون تشاهدون لي اعلنت عن فقري وإلى ما فهمتم الذي يغفع كفير اعلن عن فقري وإلى لا المتسول يقول هكذا تضع ريال في يده اذا هذه صورة معناها ان هذا الشيخ فقير محتاج الى من لو كان غير الله يقضي حاجته ويسد خل تدقن هكذا او هكذا لكن هكذا الى من الى من فوق عرصه فوق سماواته اذا انا مو من بعلو يا ربي عز وجل وانه فوق ليس تحت ولا عن يمين وشمال وانا فقير ومحتاج ثم يا ربي يا ربي الله يسمعك اي نعم انا مؤمن بانه يسمع سري ونجوها ولهذا يا رب يا رب يا رب معناه انني مؤمن بان الله يسمعني وان الله قادر على قضاء حاجتي ويعطاء سؤلي وان لا ما رفعت اكف الي ورابعا لو رأيت في الكائنات من يقضي حاجتي او يفرج كربي او يعطيني سؤلي لا قلت له اذا فعميت عن كل المخلوقات ولم ارى الى الله فعطيت قلبي ويدي ولساني وكل واملي وهذا هو التوحيد العبادات كلها تعود الى هذا فصلوا على ابي القاس الدعاء هو العبادة فلذا ايما انسان يتجه الى غير الله ويسأله حاجته ان مسخ ومسح اسمه من ديوان المؤمنين وان صام وصل فالذي يقول يا سيد عبدالقاد يا مولاي يا فاطمة ينادي ميتا وغائبا اعطاه صفات الله من الجلال والكمال وسأله ان مسح ما بقي بمسلم فهمتم انهم عود وفي هذا ترغيب في الدعاء وحث عليه وحظ عليه الدعاء لو تظل طول ليلك ونهارك يا رب يا رب انت في احسن حال اكثر من الدعاء اكثر من الدعاء للدعاء اداب نضكو بعضها في هذا المهر اسمه اولا الذي يمنع الاجابة وما يجعل الله عز وجل يعطيه السؤال اكل الحرام اكل الحرام سواء كان داما او ميتا ميتا او خنزيرا او مال مسروق مغصوب او مأخب المال الحرام اكل الحرام محجوب صاحبه عن استجابة الدعاء تعرفتم والذين يعيشون على الرباء كيف حالهم ارحموه استغفروا لهم ادعوا لهم بالتوبة ما ترفع لهم دعوة ابدا وغطهم الجاهلون وينقل تمد دليل على ما تقول حديث مسلم اذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر في الجهاد والغزو والحج والغماء اثعش اغبر يمد يده للسماء يا رب يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك كيف هذا الحديث واضح الذي في بطن الحرام محروم الاجابة إلا إذا تقي وخرج ما في بطني يستطيع أبو مكر الصديق فهذا والله تقي اللقم التي أكلها أدخل أصبعي وأخرجها وهي بالنسبة إلينا من أحل الحلال واعتبار شبه وأخرجها هذه واحدة ثانيا لاستعجال في الدعاء وهذا متورط فيه أكثر الناس وهو أن تقول دعوت ما استجاب لي أنت مرجو لاستجاب ولو بعد 40 سنة إلا إذا قلت آآ دعوت ما استجاب لي انتهيت فلا تيعس لا تقنط لا تقترجاك ابقى مع سؤالك 20 سنة 40 60 عام ما تطلق الدعاء هو يستجيب الله لك فلا تستعجلن الدعاء وتقول الله دعوت ولم يستجب لي من الآداب قال على الداعي أن يعزم في دعوته يطلب اللهم أعطني اللهم أكرمني اللهم يفعل فيك لا ولا يقول اللهم أعزقني ولدني شيئة اللهم أسكني مدينة نبيك إن رأيت ذلك أو شيئت هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فبهتم ولا يقول اللهم أعطني كذا إذا شيئت فقد قال رسول الله صلى الله صلى الله سلم في حديث البخاري فإذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مكره لله أو لا مستكر لله مونك قوة فوق الله تكره الله على أن يعطي ولا يعطي اعزم المسألة أعطني اغفر لي أرحمني اعفعني أعزني بلا تردد هل عرفتم هذه فالذن يستحب الإسرار بالدعاء يستحب الإسرار بالدعاء أي يستحب إخفاء الدعاء ما معنى الإسرار بعدم الجهر واذكر قول الله تعالى عن نبيه زكريا وزكريا إذ نادى ربه نداء خفية الخفي ضد العلني والجهري وإلى لا فيستحب الدعاء أن يكون خفية فلهذا ما ندعو كل ليلة وكل حلقة ندعو فيها عند المناسبة وأن استميح الله عذرا وإلى الدعاء يكون سرا فيما بينك وبين الله عز وجل وآخيرا أكثرت عليكم وراجعكم هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء نضبطها ونسأل الله فيها أوقات عدة بينها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال من الأوقات التي يوجى فيها استجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة ما معنى بين الأذان والإقامة إذا أذن المؤذن ادخل في الدعاء حتى يقول المقيم لصلاة قد قامت فتاة وإلى العاشر دقائق أحيانا عشرين دقيقة فتاة هذه والله نتصيدها يوميا تبعتم على علم قبل ما يقول الله أكبرك ونح في الطريق فالصف نلعو عرفتم هذا الوقت بين الأذان ولقامة أطلب حاجتك ثاني السحر وقت الصحور الثلث الأخير من الليل إلى أذان الصبح هذا الوقت وقت استجابة وسر ذلك أن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا وينادي هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فرصة هذه وقت السحر ووقت الفطر أي فطر هذا العيد أي وقت فطر الصائم وهو أبو عاد العزيز إمام الصائمين في الحلقة عند ما يؤذن المؤذن قبل أن ترمي بالتمافي فيك أدعو الدعوة التي تحتاج لها ثبت وبعد ذلك أفضع تحين الوقت قبل بعد ما يقول الله أكبر الأذن يا رب يفعل به كذا وكذا وأكل التماو وإلا شعب الماء عند الإفطار إن شاء الله الصائمين يوم الاثنين يدعون لنا بدعوة إن شاء الله قال وحال السفر وحولكم مسافرون من جهات عديدة أيها المسافرون إن كان صفركم لله لا للشيطان ولا للهواء لكم دعوة مستجابة هدعوا الله عز وجل فإنه يستجيب لكم لأنكم مسافرون له حتى ولو كنت تتاجر تتجر من أجل أن تعيش أسراتك وتحفظ نفسك عن سؤال غير الله والتجارة مأدون فيها والمال حلال وبيعك وشراءك على أسس البيع الشراء الذي أباح الله فأنت في عبادة هدعوا الله وأنت مسافر أما إذا كنت في الحج والعمر والزيار وطلب العلم والدعوة إلى الله هدعوا بما شئت أما إذا كان السفر كسفر الغافلين للنزهى والتويع للنفس والتنفه ويخالطون الكفاء والفساق والفجار ويعيشون معهم الشهر والشهرين ويعودون ملطقين أعود بالله من نار الحياة لا تغضبوا ما سمين زيدا ولا عمر لكن بلغنا أن هناك من يسافر لا شيء إلا للهواء تخرج من مدينة الرسول تطرق مكة وتذهب إلى بلد لتغوح على نفسك والله إن الذي لا يجد الروحانية في الحرمين ما وجدها في العالم وعطوه أموال بيطان ونساء كله والله ما وجده ولكن الجفاف واليبوس والقاسوى سببها البعد عن الله يحاولون كيف يخفف ها السفاء والمرض أيها المرض ونحن منهم ودعوا الله عز وجل طول الليل والنها دعاكم لا يؤمن إذا كان المرض ما تسببنا فيه بمعصية الله تبهتم المرض إذا امتحنك الله وابتلاك ليطهرك ويزكيك أما إذا أنت شربت الخمر أو علقت السم بيديك أمون ثاني أنت عاص إلى الله إذا كان المرض من الله عز وجل امتحان لك وقبا حتى الذي يسرف في الأكل والشعوب يسرف يسرف حتى يدخم ويمر ما يستجاب له عاص الله عز وجل قال وفي السجود هذه سهلة سهلة هذه أصعب من العولة يضع العاصر ويقب ويقب عاصر سبحانه سبحانه ما هي قضية سهلة تعرفون هلا وإلا يضع عاصر عاصر سجل ما يعرف حتى سبحان الله أو سبحان رب العلا يمزيجها يخطفها ويقب عاصر أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد لو تطلع ألف سنة وانت طالع في السماء ثلاث ألف سنة ما أنت بأقرب من ساجد في الأرض يسجد بالإذن الله وقرأ قول الله تعالى واسجد واقترب واسجد واقترب من الله عز وجل والسجود وضع الجبه والأنف والكفين والرقبتين ورجلين على الأرض أمعت أن أسجد على سبعة أعظم حال السجود ودبو الصلوات دبو الصلوات عرفنا حديث معاد يا معاد والله إني لو حبك لا تدعنا تقول دبو كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل فيكم من لم يدعو بهذا الدعاء اليوم لأن نتعلمنا قبل يومه نحن لا نتعلم ونطرق ما تعلمنا مسألة إلا طبقناها وإلا كيف نسمو قال وعند اشتداد الكرب من ظلم وغيره إذا اشتد البلا وعظم الكرب حال هذه الله معك ادعو الله عز وجل إذا ابتلينا بحرب بفتنة بثداء عذاب عدو يعذبنا عند اشتداد الكرب من ظلم وغيره فقد وراد من الأحاديث والآثار ما يصدق هذا ويؤكده عرفتم هذا يا شيخ ما نستطيع نحفظ هذا في ليلة واحدة كيف نصنع أنا أسألكم ما هي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء أذكر منها بعض الشيء ما عرفنا شيئا لا أولا بين الأذان والإقامة فرصة ذهبية كذا وللا ثانيا أصح عندما ينزل رب إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى ثالثا أصف إن كان لله لا أصف على الباطل زيدوا وقت إفطار الصائم له دعوة لا ترد المريض المكروب المسافة وأعظم ذلك كله السجود 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 ودبور الصلوات أو آخرة قال منصور عند نزول المطار ما تبت عندنا إن صح عندك مرحبا به قال قال عند رؤية الكعبة وأراد عندما ندخل المسجد ونشاهد الكعبة ندعو بدعاء معيلنا تبهتم الشاهد عندنا ليس هذا معنى الإحصاء والإحاطة أبواب الفضل كثيرة قال والركوع الدعاء الدعاء فالركوع باطل إذ قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيها الربع وأما السجود فادعوا بما شئتم فقامنوا أن يستجاب لكم لا دعاء فالركوع الآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما هو الرجدال وليؤمنوا بي فالذي لا يؤمن بالله ولقائه لا يؤمن بما أمر الله بالإيمان به من الغيب والشهادة هذا سفيه ضائع خاسر لا وجود له وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أقول الكفار سفهاء لا يعرفون الرشد أبدا ولا يذوقون له طعما ولا يرفعون بفائد منه قط لأن الله اشترط للرشد أولا الإيمان وليؤمنوا به بجلال بكمال بوجود بإنعام بإفضال بإعزان بشراء بقوانين تلمت به وليؤمنوا به لعلهم يرشدون لكن نعود إلى الورع فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي أنت تدعو الله وإلا يا رب أكرمني تريد أن يستجيب لك وأنت ما تستجيب أعوذ بالله منها أرأيتم كيف أنت يا ربي أعطيني يا ربي فعل بي يا كذا وتلح يريد أن يستجيب لك ولا لا وهو يدعو عبدي عبد آبدا والله ما يستجيب له وهل نادان الله والله تسعين نداء ما يمر وعدة تسعين نداء فالذي لا يستجيب لله إذا ناداه الله يستجيب له هذا هو الأدب مع الله أعطيني وأنا ما نعطيك هو ما يقول هذا عيب هذا يا فلان أعطينا خذ كذا أعن وأنت لا تعطي ولا تعطي كيف يمكن هذا هذا وسوء الأدب مع الله عجب هذه إله فليستجيبوا لي إذا دعوتهم كم دعانا ربنا في القرآن تسعين مرة دعانا لماذا لأي شيء لا لي شيء يتبرك بنا يعني قولوا دعانا لأي شيء دعانا ليأمرنا بفعل ما يسمو بنا ويعزنا ويكملنا دعانا لينهانا عما يشقينا ويغدينا ويهضط بنا دعانا ليبشرنا لننطلق في ميادين الصالحات دعانا لينذرنا من عواقب السوء والمصائب الويلات دعانا ليعلمنا فنسمو ونتعلم كم هذه الغرام فالذي ما استجاب لله في دعا ويقولوا أعطيني استجيب له سوء أدب هذا لعلكم ما فهمتم أنا أعطيك ما تسأل ما تطلب خوض دائما دائما ولم أقول من فضلك أعطيني كذا تسكت هذا أدب هذا تكره ولكن تنظر إليه عام عامين وأنت تعطيه بعد أعطيني يلو يراصب والله هذه الليلة هذه كأننا ما سمعنا أبدا فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وقد دانا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسى والأنصاب والأزلام ريشت من عمل الشيطان فاجتنبوه سجبنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصيش وأدى لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيين أو فقيا فالله لا بهما استجبنا يا أيها الذين آمنوا أقي أعطيعوا الله وأعطيعوا رسول تسعين ندى أكثر المسلمين ما شعروا أن الله ندى وقد تضمنها القرآن الكريم والحمد لله علمنا الله وهدانا وكتبنا وعرفنا وها نحن ندرسها الحمد لله فليستجيبوا لي إذا يعيدون أن نستجيب لهم لعلهم يرشدون الرشد ضد السفح فالرجد هو أن تمشي دائما في سبيل نجاة دعا بعيدا عن سبيل هلاكك هذا الرشد فالإيمان بالله وطاعة في أوامره ونواهيه بعد معرفة الأمر والنهي والله له ورشده وصاحبه راشد ورشيد آل عراض عن معرفة الله ومحابه ومصاقطه والعيش بعيد عنها والله له السفر الكامل وصاحبه خاسر إذا لعل هذه الإعدادية ما إلى الترجي ليعدكم بذلك الرشد فمن آمن بالله وعرف محابه ومكارئه وأخذ في طريقه فاعتيه أرشد أصبح من الغاشدين صح ولا أعطيه مليار أمان أغيب أربعين سنة والله لا تجدها كمائية لأنه موسفي قال الآن نعود إلى الآيات في الكتاب شرحوا الكلمات الداعي من الداعي السائل ربه حاجة وقالوا في الداعي فليستجيبوا لي أن يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعة وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنهي والتقرب لي بفعل القرب وترك ما يجب الصغط يرشدون قال بكمال القوتين العلمية والعقلية إذا رشدوا العلم بمحاب الله ومصاقطه وفعل المحاب وترك المصاقط ومن لا علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي والظال الهالك معنى الآية الكريمة قال ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى قولا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية ومعنى المناجاة المكالمة بخفض الصوت كذا والمنادات برفع الصوت ناجاة كلموا بصوت منخفض ناداة كلموا بصوت عال مرتفع وإجابة الله دعوة عبده معنى قبول طلبه وإعطاء مطلوبه وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم يدعاهم إلىنا بالإيمان به وبطاعته في أمره ونهيه وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون لكمال والإسعاد في الدارين الجنيا والآخرة معها قال هداية الآية كل آية فيها هداية وللا إنم كل آية فيها كل كمرة فيها مادة غذاء وللا حبة عنب فيها وللا كيف آية ما فيها والله ما تقلب آية من هداية قال أولا قرب الله تعالى من عباده قرب الله تعالى من عباده لو كان الله بعيد عنا من يبلغ صوتنا من يرفع سؤالنا نكرب وإلى لا لكنه معنا قريب ادعو أنت مرتاح قرب الله تعالى من عباده إلى العوالم كلها في قبضته وتحت سلطانه ولا يبعد عن الله شيء من خلقه إذ ما من كائن إلا والله يراه ويسمعه ويقدر عليه وهذه حقيقة القرب القرب ما هو أن يسمعك ويقدر على أن يمنعك هذا هو القرب كراهية رفع الصوت بالعبادات إلا ما كان في التلبية والأذان والإقامة مطلق العبادات رفع الصوت بها مكره لماذا ترفع صوتك ما يسمعه هذا اتهام له فيمثل وجه الكراهة وإلا ما دمت أن تموق أنه معك لماذا ترفع صوتك خايف أنه لا يسمعك فلهذا فلهذا العبادة كلها مستحب فيها خفض الصوت والمناجهة مع الله إلا التلبية أذن الرسول بذلك ارفع صوتكم لبيك اللهم لبيك حتى تصاب البوحة والإقامة والأذان الأذان لابد والإقامة حتى يسمع أهل المسجد فقط هذه ثلاثة الأذان والإقامة والتلبية والتلبية المؤمنات لا هذا خاص بالفحول الرجال أما أم سعيد لبيك الله لا 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 يجوز ولا يجوز يجوز هي تغني وتنقص كيف ما يجوز نقول أولئك ماتوا نحن نتكلم مع الأحياء أما الأموات لا المؤمن لا يحل لا أن طفع صوتها وال الديوث التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها هكذا تقول الصديقة فالمؤمن صوتها منخضر فكيف تلب بصوتها ثالثا وجوب الاستجاب لله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال أما دعانا ما قال فليستجيبوا لي رابعا الرشد في طاعة الله والغي والسفى في معصية الله أين يوجد الرشد في طاعة الله وصفى أين يوجد السفى في معصية الله وصفى السفى الذي يشهب الخم وللاء وينفق أمواله في الباطل وهواء هذا هو السفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام يغرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأضيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقو كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قوله تعالى أُحِل لكم من الذي أحل لنا بان الفعل للمجهول المجهول إذ لا يحل ولا يحوم ألا هو لماذا لأنه هو المالك لكل شيء فما آذن فيه وسمح به فهو كذلك وما منعه وحضى ولم يعدن فيه ممنوع أليس هذا بحالكم مالك المال أو الدار إن آذن لأحد نزل وإن لم يعدن لم يعدن هذا أولا وثانيا أليس الله عليما حكيما فالعليم يعرف المنافع والمضار فلا يأذن إلا بما فيه منفع ولا يمنع إلا ما فيه مضار والحكيم يضع كل شيء في مضار إذن لا يحل ولا يحرم إلا الله ومن أخذ يحلل ويحرم بدون إذن الله فقد تربب وادعوا بها وهنا لطيفة كرناها عمرا طويلة وقلنا للحكام المسلمين أيها الحاكم طبق شرع الله في جماعتك في أمتك أنت عبد الله كلفك الله وأناط بك هذا فطبقه كما أدهو إن شقي الشعب أو سعد فلا لوم عليك إن أصابهم بلاء وجوع وفيه قول ربكم هو الذي فعل وتبى ذمته إن أصابهم خير وطهار وكمال قل هذا فضل الله عليك فإن أبيت هذا فاخلق إقليم من الأقاليم من البلاستيك وإلا من الطين وإلا وانفخ فيهم الأرواح واجلس على سرير ملكك وإذا نازعك أحد في حكمك اقتله فهل يستطيع وحد من يخلق أمه حتى يحكم بها بما يريد الجواب لا إذن أما تشتحي يا عبد الله تبعد الله عز وجل عن حكمه وتحكم أنت بما تشتحي يا ويحك يا ويلك إلا أن يتوب الله عليك واضحة هذه القضية ولا لا إذا أراد الإنسان أن يحكم بهواه ما يطبق هواه على المؤمنين أهل كتاب السنة يصنع ما أشاء من البلاستيك مليون نسمة مليونين ينفق فيها الروح ويترب على سيء ملكي يعمر ينهى يفعلوا لا تفعلوا ولا يلوم أحد خلقي صنعي وصنعته من يلومه أما أن يخلق الله ويرزق الله ويدبر الله وينزي الكتاب ويبعث رسوله ويكيل الأمر إليك لتطبقه فقط فتعرض عن الله وعن كتابه وشعيه وتطبق على المؤمنين شرائع الهواء والأباطل عار هذا وإلا ما ذم وإلا لا لو يفقى هذا واحد يدعي الجنون ويهرب ما يقبل يبقى أبدا على كوسي الحق لكن من بلغهم والشاهد عندنا أحل لكم من المحل الله ماذا أحل لنا قال ليلة الصيام يراثت إلى نسائكم الراثات الجماع لماذا قال الجماع أو الوطع والنكاح لأن هذا كتاب مقدس هذا تقرأ هو الفتاة وتتلقى عن أبيها ويتلقاه الشاب عن أبيه بل عن أمه فكل عباة من شأنها أن تثير الغريزة أو تحدث ثكرة في الجنس ما يستعملها آمنا بالله ومعنى هذا تربوا يا عباد الله وطهعوا ألسنتكم وأقلامكم فلا تتكلموا بما يسيء بما يضر تأدبوا بآداب ربكم وارتقوا إلى مستويات نبيكم هذا المطلوب منا يا شيخ من علمنا هذا لماذا تعلمنا ما يوجد من يعلمنا ونحن مشغولون بالملاه والمقاه والملاعب والطعام الشرام إذن فلا نلومنا إلا أنفسنا ولا حج لنا عند الله أن نقول ما تعلمنا لماذا تعلمتم كان سلفكم يرحل الرجل من المدينة إلى حمص من أجل حديث واحد يتعلموا وأنتم التعليم في بيوتكم وتعرضون عنه أي عذل هذه الأمة قال أحل لكم ليلة الصيام أي إذا كان الغاد هو يوم صيام تلك الليلة قبله يليلة الصيام غدا لاثنين وإلا تصومون الليلة هذه ماذا تسمى ليلة الصيام إذ غدا نصيام أغرفت أي الجماع ومخالطة نسائكم ثم قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم من هن هؤلاء الزوجات الأزواج الضمير يختلف هن غير أنتم كذا والمشاوات بين الرجل الماء بطلوا كلمتهم هذه ألكلهم يا للسخرية والاستيزاة والهبوض أين تهبط البشرية هذا شأن من جاهلوا الله وما عرفوه شأن من كفروا بالله وأنكروه شأن من أعرضوا عن ذكر الله وكتابه وتجالوا فهم في حيارتهم يتخبطون يا شيخ أهلناك غير هذا أنا سمعت الله يقول إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة شر الخليقة من شر الخليقة قولوا أهل كفر من قضى بهذا خالقهم ولو حللنا ذلك تحليلا علميا والله لوجدناهم شر شر من القرادة والخنازير ولكن ما دمنا هبطنا وجاريناهم ومشينا وراهم ما يتبين لنا هذا لو كنا في سمائنا وكمالاتنا ننظر إليهم كالقرادة والخنازير لا وجدنا لهم ولا قيمة لكن هبطنا فتساوينا بل تفوق علينا فماذا نقول هن الأزواج لباس لكم وأنتم لباس لهم كيف لباس العامية تقول من عجائز القارية فلان تسطر زوجها وهو يسطرها كذا ولا واللباس يسطر ولا يفضح زوجتك تسطرك وأنت تسطرها حتى لا تتعرض للفضيحة أنت ولا هي إذا فهي لباس وهو لباس سبحان الله وقوله بعد علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم لهذه الآية سبب نزلت به بعض الأصحاب ويعوى عن عمر رضي الله عنه كانوا إذا نام أحدهم لم يأكل ولا يشرب حتى اليوم الآتي ويفطر مع غروب الشمس فمن أراد أن يأكل يشرب يجامع له قبل أن ينام إذا نام واستيقظ هو صايم لا أكل ولا شرب ولا جمع وماشت الحال هكذا سنة سنتين أو أيام وليالي فعمر رضي الله تعالى عنه استيقظ وأتى أهله فشعر بأنها زل ما في نصوص فقط هذه عادته إذا نام ما بقي لو أكل ولا شرب لأ دخل في الصيام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة فأجاب الله تعالى عمر والمؤمنين علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتلوثوها بأدران المخالفة والمعصية تبهتم فتاب عليكم وعفى عنكم بشرك يا ابن الخطار بشرك الحمد لله فتاب عليكم وعفى عنكم لا مواقضة ولا قضاء ولا إثم ولا منة من هذه منة الله على من على ذاك النور الأرضي عمر تعرفون عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه ما يقدر ما يستطيع الشيطان أن يمشي مع عمر في شاع واحد يحترق ويقول فيه لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي هذا هو عمر هذا هو ابن الخطاب ويوجد من الغافلين والجهال المضلدين من يسبونه رابطوا واحد من يبسق عليه قبره ما هذا العماء ما هذا الجهل ما هذا الظلال تعالوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا ما عندنا إلا نقول كتب الله خلقا لجنة وخلقا للنار هذا هذا إذن الآن عرفتم سبب نزل الآية ولا لا وعرفتم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وإن كان الواحد فقط لكن القرآن في سماء الآداب والكمال ما يقول علم الله أنك فتسأل من هذا أنكم أنتم أيها المؤمنون إذ الواحد منكم جزء منكم والكل واحد حرفتم الوحدة وإلا لا ما فيه تجزئ وتفصيل تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اليثم والهدان أمونا واحد وقوله تعالى فالآن باشرهن الآن باشرهن أي أذنى لكم إذا أذن المغرب وأكلت وشربت وصليت العشاء إيتي زوجتك نام حتى تشبع النوم وأقم وأتها وكل واشرب حتى الفجأ الحمد لله هذه فضيلة عمر الآن بعد الذي حدث والعفو الذي تم باشرهن ما معنى باشرهن من أراد أن يجامع زوجته يجامع وإن نام واستيقظ ولا حرش لماذا هذا المباشر لماذا هذا الجماع يا حكيم يا علم ماذا قال وابتغوا واطلبوا ماذا ما كتب الله لكم مأجمع شهوة فقط واطلبوا البنين والبنات إذا كتب الله لكم ذلك في كتاب القضاء والقضاء في اللوح المحفوظ سوف ينتج الولد والبنت أنظر كيف رفع مستوانا إلى الكمال ما قضيت بهاين فقط باشر انكح واطلب الولد حتى يعبد الله عز وجل فهمتم هذه اللطيفة ولا لا مؤلم مجرد الشهوة وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشرابوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كان أحد الأصحاب ولعله المقداد من الأسود فهم من الآية أنهم خيوط ثلاثة فوضع تحت رأسه عند وسارة خيطهم أبيض أسود صار يستيقر ما عندهم كهب ولا ينظر إذا وجد الخيط أسود ما زال الليل إذا وجد الخيط الأبيض طلع الفجر فذكر ذلك للحبيب صلى الله عليه وسلم فقال إنك لعريض القفايا فلان تعرفون القفايا ولا لا قفاك عريض لما تجعل المشرق والمغرب كامل تحت راصك الأفق بكامل تحت راصك وأنت نائف إنك لعريض القفا هذه اللطيفة المحملية فليس المراد من الخيوط هذه هو خيط يلوح هكذا أبيض تنظر الفجر خيط يأتي بعده أسود وهذا عرفناه وعشناه وجربناه قبل وجود هذه الكهبة الظالمة التي أفسدت حياتنا يا شيخ لا تقل هذا والله ما استعملناه في منافعنا لو استعملناه في النافع لكانت نعمة الله الآن أقل ما يكون أولادنا يلعبون طول الليل تباتم وهم يجيون ويصحون وينامون بعد الفجر إلى الظهر أو إلى عاصر بلها حتى النساء فغيرنا جعانا النهار ليلة وليل نهار بسبب ماذا أيام كان الفنوس والزيت واوى أو جريد النخل ما فيها الآن يصهرون فلا يصلون الصبحا ولا يشهدونها ولا يذكرون الله ولا ولا لا ولولا هذه منين يأتي التلفاز بالفيديو هي مهنة الكهرباء المهم إننا سفهاء لا رشد لنا فلهذا ما ننتفع بما في نفعنا ونحول المنافع إلى مضار وذلك لهبوطنا ما نحن سادة البشرية وقادتها إذن كنوا واشربوا إلى متى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أولا نكون في المسجد في القرية فجأة يضاء المسجد من النوافذ ما في كهبة ولا فوانيس فنقول طلع الفجر نأخذ صلاة النافلة فجأة يأتي الظلام كما كان خيط أسود بعدها بدقاق ينفرج الصبح هذا الذي أراده الله عز وجل كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الخيط الأول هكذا كذني بالسرحان يطلع ضياب في الأفق ربع عشر دقائق خمس دقائق ينسخ يأتي الظلام الخيط الأسود بعدها ينفرج الفجر هكذا الرسول بيده قال هكذا ما هو هكذا عرفتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وسمي الفجر فجر لانفجار الضوء وانتشاره كن كن والخيط الأبيض الأول لا تبالي يشرب مع الخيط الأسود واكل حتى ينبلي جل فجر الخيط الأبيض إذن وكلوا واشربوا هذا الأمر للإباحة وإلى لا أو للإجزام لا للإباحة منة الله حتى يتبين لكم لو أن شخص قولنا يجب أن نأكل ربي قال كنوا واشربوا يبقى يراقف الفجر حتى يأكل هذا للإباحة إذا ما تأكل لا تأكل ولا تشرب كان ممنوع فأذن لهم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا الصيام من الفجر الذي هو اتشار الضوء في الأفق إلى الليل والليل يبدد بغروب الشمس سقطت عين الشمس في الأفق دخل الليل إذن وأتم الصيام ما هو الصيام يا شيخ هذا هو الإمساك لامتناع عن شهوة البطن والفرج وهل للبطن شهوة إينام يشتهي الطعام والحلويات وإلا يشتهي الماء والعصية وإلا والفرج له شهوة لا تسأل إينام ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن أي الزوجات وأنتم عاكفون في المساجد هذا إعلام لنا بمشروعية العكوف والعكوف ملازمة المسجد للعبادة ويشطاط للعكوف أن يكون المسجد مسجدا جامعا أي تصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج منه ليصلي الجمعة والعكوف أقله يوم ليلة كونك تجلس نصف نهار أو ليل قل أتكفت لا ما هو العكوف الشارعي عكوف لغوي العكوف في المسجد ملازمة المسجد لا تخرج إلا للتبول أو للغضوء أو تأتي بطعام من السوق أو شراب بدون ما تتكلم ولا تجادل إذا لم يكن لك من ياتيك بطعامك وشرابك وتنام في المسجد وإن احتلمت وخرج على الفور اغتسل وارجع لا تبقى محتلما إذن هذا الاعتكاف فيه فضل عظيم لا يقادر قدر حسب حسبك أن عبد الله عكف في بيت ربي يذكره وهو قراءة الكتاء القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والركوع والسجد 24 ساعة فإذا جاءك النوم ولا حرش إذن واعتكف النبي صلى الله وسلم عاش ليالي وسنة الاعتكاف في العاش الأواخ من رمضان ثم قال تعالى وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد ما معنى وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ يا شيخ ما عرفنا ما درسنا أول ما معنى المباشرة أن تمس البشرة البشرة أي بشرة هذه جلدة نحن بشرة وإلى لا لما بشرة لأن بشرتنا ما عليها بيش ولا الوبر فباشر زوجة اختلط بشرته كنايا عن الجماع والوطر ولا تباشرون لا من النهي وحرام عليكم وأنتم عاكفون في المساجد فمن غلبة شهوته ذهب إلى بيتي وواقع ما أتوه باطل اعتكافه فسد ويجيب قضاء هدما لأنه دخل في عبادة وتركها بدون مقتضي ولا موجب أثيما وعليه أن يقضيها عرفتم إذ المعتكف قد تغلب نفسه يمشي إلى البيت مثلا يأتي بطعام أو شراب فينهزم فإذا انهزم بطل اعتكافه وعليه قضاءه وهذا كلام الله ولا تباشرون والحال أنكم عاكفون في المساجر ها متى يقضي بعد ما في شوال في أي وقت عنه إذا التزم بعشر أيام يقضيها في شوال وإذا هو التزم بيوم ليلة فقط يقضي يوم ليلة في من يعتكف ثلاث أيام فقط نواها إذا أفسد يقضيها ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك الأحكام التي بينا من قول يحل لكم ليلة الصيام إلى هذه اللفظة وأنتم عاكفون في المساجد هذه كل حدود الله فلا تقابوها ولا تعتدوها ابتعدوا عنها فلا تعتدوها فلا تقربوها أعظم تعتدوها لأن إذا قربها أعتد من بعيد لا تقربها إذن ويقول تعالى كذلك كهذا البيان التبهين يبين الله آياته للناس التي تحمل شرائعه وأحكامه وآداب وأخلاق الكمال البشري يبين يبينها للناس أبيضهم وأسودهم عرب وأجم ولكن من هم الذين يؤمنون بهذا الكتاب ويقرؤونه ويفهمون ما فيه من طريق رسول الله صلى الله رسول الله والعل قال لعلهم يتقون كل هذا من أجل التقوى إذن لتقوى شيء عظيم الذين ما حضوا هذه الحلقة فليقوم أحدهم ويبين لنا سر التقوى نعطيه ألف بها ما تعرفون يا شيخ ماذا تريد نعيد كيف أهل المدينة المنوها يقطعون بيوت الله وتعلم العلم ساعة ونصف فقط من المغرب العشاء فقط من المغرب العشاء ينبغي أن يمتلئ المسجد ويفيذ بنا نحن ونساؤنا وأطفالنا كل ليلة نتلقى الكتاب والحكمة وتمضي الأيام والأعوام وأحدهم ما يجز جلسك هذه أبدا كيف يتعلم ما أين له أن يتعلم أيوحى إلينا إنما العلم بالتعلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليعدنا للتقوى للتقوى التقوى هي امتثال الأمر والشناب النهي أن تطيع الله ورسوله وأولي الأمر في الأمر والنهي هذه التقوى كيف عالة أصبحت هكذا لأن المتقية طيب النفسي زكي والروح روح كأواحل الملائكة في السماء هذا الذي يقبله الله ويرضى عنه ويدنيه ويقبله وولاية الله وولاية الله التي يطلبها العقلاء متوقف على التقوى من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله من ألف سنة عند العرب والعجم سيد عبد القادو سيد عيداوس وفلان وفلان ولا يعرفون وليا بين الناس لعلي وهم فيكم من يرد علي تدخل للقاهرة وإلى الإسكندرية أو دمشق أو بغدان أو الرياض وتقول من فضلك نجيتم بلاد بعيدا نريد ولي من أولياء هذه البلاد أزوه والله ما يأخذك إلا إلى ضريح ولا يعرف أن هناك ولي لله سميتم هذه ولا لا من فعل بنا هذا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى كيف فعلوا بنا هذا لأننا نحفظ ونعيش يا ولي الله انتبه أن تقول فيه كلمة سوء من آذى لوليا فقد آذنته بالحرم فالراجل إذا فجر ما يمر بقبر الولي أو بضرحه يأتي شارع آخر خائف من الولي فحصروا قد آذنته بالحرم فانظر كيف توصلوا إلى أن أبحن الزنا وريبا واللوار والجرائم وأواء أخوه يقتله يصبه يشتمه يزنب مرط أخي كيف يتم هذا لأننا لسنا أولياء الله ما علمونا أننا أولياء الله هل عرفتم من فعل هذا هل عدو هل عرفنا عدارة لأبد هم أصحابنا إذن ماذا نقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقونا الولاية تتحقق بخطوتين آمين حق الإيمان واتق الرحمن أنت ولي الله لم تؤمن أو لم تتقي أنت ولي الشيطان فلهذا أمرنا بهذه الحدود وهذه الآداب والصيام والاعتكاف قال لعلكم تتقون لعلهم يتقون فيصبحون أولياء الله عز وجل الآن أعيد تلاوة الآية وتأمل هل تذكرون ما تحدثنا عنه وإلى لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ يَلْغَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى العيل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقابوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اللهم اجعلناه من المتقين من سنن الصيام الصحور ماذا تعرفون عن الصحور يقول رسول صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحور الفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلت الصحور هم لا يتصحرون لأنهم بهايم أما نحن عملا مرابطون مجاهدون صنا نتغدى قبل الفجر بخمس دقائق ونمشي للعمل ننتج وإلى لا الصحور هو الغداء المبارك لو كنا أهل عمل ما نصحر ننام نصحر أدن المؤذن صري واحمل مسحاتك وإلى آلتك وإلى عملك ما تستطيع ما تفكر في الطعام لأنك شبعان حرفتم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحور ويدعو صلى الله عليه وسلم إلى تأخيرها فيقول لا تزال أول أمة بخير ما عجل الفطر وأخه الصفور ماذا رحمة محمدية هذا يدعون بمجرد ما تغيب الشمس ويعد ناكل تبهتم رحمة بناوة للا لو قال أخه حتى تصل العشاء أو المغرب في ذلك أجر لكان ذلك ضارا لنا لكن قال عجلوا الفطاء وأخه الصحور إلى قبيل الفجر بدقائق هذا الشريع الشريع حكيم ولا لا إنه أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم والآن تسمعون شرح هذه الآية مرة ثانية قال شرح الكلمات ليلة الصيام الليلة التي يصبح العبد بعدها صائما أغرفت الجماع لباس لكم كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن تختانون أنفسكم بتعريضها للعقابة ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحدل الله تعالى ذلك باشرهن جامعهن أباح لهم ذلك ليلة لا نهارة وابتغوا ما كتب الله لكم أي أطلبوا الجماع الولد أطلبوا الجماع أو أطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب كتب لكم في قضائيه وقدريه ولا يكون الجماع لمجرد الشهواء تربية ربانية هذه الخيط الأبيض قال الفجر الكاذب وهو بياض يلوح في الأفق كذنب السحان أي الذين ذنب الذين كيف عامل هاك قال الخيط الأسود سواد ياتي بعد البياض الأول فينسخه تماما الفجر انتشار الضوء أفقيا ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق كله قوله عاكبون في المساجد أي منقطعون إلى العبادة في المسجد تقربا إلى الله تعالى حدود الله جمع حد وهو ما شرع الله تعالى من العبادات فعلا أو ترك كذلك يبين الله آياته أي كما بين أحكام الصيام يبين أحكام سائل العبادات من أفعال وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة التقوى سبب مورث الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من من كان تقيا واجعلني من ورطة جنة النعيم من السائل إبراهيم إذن الجنة تورث ما سبب إرثها التقوى قال الشيخ معنى الآية الكريمة لكل آية قال كان في بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب مرأته حتى الليل الآتية كأن الصيام يبتج قال وحدد لهم الظرف الذي يصومون فيه وهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأضيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وحرم على المعتكفين في المساجد حرم عليهم ماذا مباشرة نسائهم فلا يحل للرجل وهو معتكف أن يخرج من المسجد ويغش مرأته وإن فعل أثما وفسد اعتكافه ووجب عليه قضاءه قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وأخبرهم أن ما بينه لهم من الواجبات والمحرمات هي حدوده تعالى فلا يحل القوب منها ولا تعديها فقال عز وجل تلك حدود الله فلا تقابوها ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فامتن تعالى على المسلمين بهذه النعمة وهي بيان الشرايا والأحكام والحدود بما يوحيه إلى رسوله من الكتاب والسنة ليعد بذلك المؤمنين للتقوى إذ لا يمكن أن تكون تقوى ما لم تكن شرائط تتبع وحدود تحترم وقد فعل ذلك فله الحمد وله المنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتأكلوا فريقاً فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا النهي الإلهي الذين هانا هو ربنا العليم الحكيم فقال وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا نَاهِيَةً ويطلق الأكل للمال على كل استعمالاته سواء لللباس للسكن للركوب للشراء ولكن يطلق على نفض أكل المال لأن الغالب أن الأموال تستعمل فيما يأكله الآدمين ولا تأكلوا أموالكم أموالنا إي نحن والله واهبها لنا ونحن كفرد واحد أم واحدة لا فرق بين البعيد والقريب ولا الشريف والوضيع ولا العاب والعجيم نحن نمثل أم واحدة ولا تأكلوا أيها الممنون أموالكم بينكم بالباطل والباطل خلاف الحق وفي هذا يدخل فيه المال الذي يأخذ من طريق الاغتصاب إذر اقتصاب الباطل الذي يأخذ من طريق من طريق الخداع والغش فهو باطل الذي يأخذ من طريق شهادة الزور فهو أخذ باطل الباطل ما كان بغير مقابل ما أخذته بمقابل فلا يحل مال مريء مسلم إلا بطيب نفسه وكل ما أخذ ما أخذ بغير طيب النفس فهو حرام وهو مأخوذ بالباطل وقد حرم الله علينا أن نأخذ أموالنا بالباطل وقد يأخذ المرء مال أخيه مع طيب نفسه وذلك كالذي يقامر ويأخذ مال أخيه بالقمار ونفسه طيبا لكن كونه راضيا ولا ينكر هل حقيقة هو راضي عن أخذ ماله والله ما أخذ إذن فيبقى اللفظ على عمومي لا يحل لمؤمن أن يأكل مال مؤمن بغير حق بأن يأكله بالباطل وأموال أهل الذن كأموال المسلمين لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال كتابي كيهود أو نصراني بغير حق لا فرق بين هذا وذاك وكلمة بينكم يشمل الأمة كلها على اختلافها وقوله وتدلو بها إلى الحكام هذا يندد بالرشوة وبأصحابها وبالقضاة الذين يأخذونها الرشوة والرشوة والرشوة ما يعطى للحاكم ليحكم له بغير حق يعرف المواطن المؤمن أن هذا البستان لي لا له هو ووجود شبهة أو محاولة يعشي الحاكم ويحكم له بذلك البستان والبستان كالدار كالداب ككل شيء الأمور ذات البال هي التي ترفع إلى القضاء فحرم الله تعالى على المؤمنين أن يضلوا بأموالهم إلى القضاءة والحكام ليتوصلوا بذلك إلى أكل أموال إخوانهم بالباطل إذ قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا قدرا معينا من أموال الناس بالإثم الملطح للنفس المقبع لا المجوّع لا وأنتم تعلمون أن هذا المال حرام وأن الدابة ليست لك أو البستان أو كذا وتعشي الحاكم مع وجود شبهة تدعي بها أن الدابة دابتك أو أن الدهدار وأنت تعرف أنها ليست لك وتغير بالحاكم وتضلله وتفسد عليه حياته فتشجع القضاب الباطل بما تدل به إليه من مال وتدل بها إلى الحكام من أجل ماذا هذه اللاملام العاقب والصيورة لتأكلوا فريقا يقل ويكثر فريقا من أموال الناس وكلمة الناس تشمل الكافر والمومن فلهذا قال أهل التفسير أهل الذمة بيننا لا يصح لمومن أن يأكل أموالهم بالباطل بحال من الحال لا يقول أن هذا يهودي أو هذا نصراني ويقيم شبها ويقدم القضية للحاكم يقول هذا يهودي عدو فيقضي له بالباطل ويأكل مال الناس والحال أنكم تعلمون أن هذا حرام ولا يصح ولا يجوز بحال من الحوال ولهذا كانت الرشوة من أفضع الذنوب وأسوأها أن يعطي الحاكم مالا كالرشاء الذي نطلع به الدلو من البيب من أجل أن نحصل على مال محرم هذه الآية نص في حرمة الرشوة واستعمالها ولا يحل لمومن ولا مومن أن يدعي على أخيه في ماله ثم يرفع القضية إلى القضاء إلى الحاكم ويغشي الحاكم ليحكم له بمال أخيه هذا وأن نرجع إلى الآية الكريمة في الكتاب شرح الكلمات قال الباطل ما هو الباطل قال خلاف الحق ما الباطل ما عرفنا الباطل خلاف الحق إما أن يكون حقا وباطلا لا واسطا ما هناك شيء ما هو لا حق ولا باطل إما أن يكون حقا وباطلا فالباطل خلاف الحق قال تدلو الإدلاء بالشيء إلقاؤه والمراد هنا إعطاء إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم فيأكلون بالباطل وقوله فريقا أي طائفة وقطعة من المال فريق من الناس جماع كذلك فريق من المال قطعة من المال كل ما يوخذ من مجموعة ويفرق بينه وبينه وقالوا ذي فريق سواء كان دنان ودراهم أو كان رجال ونساء الفريق وهو القطعة من المال في هذه الآية لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأن تتعلمون قال الإثم بالإثم المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجر أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق لأن المدعي هذا قد يحلف يقول قد يحلف فيحلب بالله الذي لا إلى غير وهو كالب ولهذا اليمين الغموس هي التي يحلب صاحبه وهو كالب ويتعمل بعض أهل العلم قالوا هذه لا كفار فيها ومنهم مالك ما يكفي فيها صيام ولا يطعم لأنها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في أتون الجحيم وبعض الفقه يقول مهما كان خليه يكفي يطعم لنا عشر مساكن وإلا ما ينفعه ذلك لأنه حلف فاجرا متعمدا من أجل أن يأخذ أموال الناس أو يمزق عراضهم فلهذا قال المراد هنا بالإثم الرشوة وشهادة الزور تعرفون شهادة الزور يقول أشهد بالله إن كذل فلان وهو يكذل أشهد بالله أن فلان ما قال كذا وكذا أمام القاضي ولهذا في الصحيح أيام كان النبي صلى الله وسلم يربي رجاله كان جالسا بينهم في هذا المسجد ثم قال لهم في هذا الاستفام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأعظم الكبائر هزهم فقالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكعا فجلس اهتماما للآخيرة وكان متكعا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى فزع الأصحاب وتمنوا أن لو كان قد سكت خشية أن ينزل ما ينزل حتى قلنا ليته سكت تعرفون شهادة الزور لما هبطت أمتنا أصبح يحوم حول المحكمة صعاليك من أمثالنا ويتحسسون إذا جاء من يريد يقول تريد شهادة أنا أشهد معك فيضع في جيبه نقودا ويدخل يشهد ويحنب الله ما كان هذا أولا يكون أما إذا كان من قبيلته أو من أهل قايته بل حتى من إقليمه هذا من بلادنا يشهد له شهادة الزور لكونه من بلاده والله العظيم ما سبب هذا الجهل ما جلسوا في حجور الصالحين كما جلس الأصحاب في حجر الحبيب صلى الله وآله من أين يعرف ويتعلم يشهد وهو يضحك قال بالإثم قال المراد به هنا بالغشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة في يمين فاجرة نعم أي اليمين الغموس هذا يمين الفجور والخروج عن طاعة الله وإضوانه قال أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق لأن القاضي اعتمل على شهادة فلان وفلان هذه مفردات هذه الآية المباركة عرفنا ما هو الباطل وهو خلاف الحق عرفنا تدل بمعنى تلق بالمال إلى القضاة وهي رشوة الفريق من المال قطعة منه تقل أو تكثر الإثم هنا الرشوة التي تعطى للحاكم من أجل أن يقضي بغير الحق وصاحب رشوة هو الذي ضمل له وحمل على هذا المنكر قال معنى الآية الكريمة لما أخبر تعالى في الآية السابقة ذات الأحكام المتعددة لما أخبر أنه يبين للناس إذ قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس والآيات القرآنية التي تحمل الأحكام الشرعية الحذار والحرام والحق والباطل وما إلى ذلك أنه يبين للناس أحكام دينه من أجل ماذا ليتقوا بفعل المأمور وترك المنعي ليتقوا أي ليتقوا الله بأي شيء تقوا بفعل ما أماهم وترك ما نعهم من من الصالحين يعرفنا بالتقوى ويقول التقوى هي كذا وكذا قال المؤمن التقوى التي بها نتق الله حتى ما يصخط ولا يغضب ولا ينتقم ولا يضرب هي امتثال أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ونواهي رسول سلم بهذا يتق الله ما يتق بالجيوش الجرار بالحصون العالية بالأصوار الحصينة هذه ما تنفع والله ما تنفع بما يتق الله بطاعته وطاعة رسوله فمن أطاع الله تعالى فيما أمر وفيما نهى أي فعل المأمور وترك المنهي وأطاع الرسول في ذلك فهو متق وفي عداد المتقين هل تعرفون أن للتقوى فضلا عظيما من يدل عليه التقوى هي سبب وراثة الجنة الجنة دار السلام تورثوا وورثتها معلومون وسببوا الوراثة ما هو تقوى الله عز وجل وقرأوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث نورث وإلى لا من يورث الله الجنة من كان تقيا وإبراهيم الخليل في دعوته التي حفظنا وكرنا ماذا قال واجعلني من ورثتي جنة النعيم إذن الجنة تورث كالتركات المالية تورث نحن الآن نتورث بكم سبب بثلاثة أسباب النسب المصاهر الولى في سبب آخر النسب كالبنو والأخوة والقرابة المصار كالزوج والزوج وما إلى ذلك الولى أيام كان عندنا العبيد بل الآن كلنا عبيد عبيد لله لا للدينة والدرهم إذن فالجنة دار السلام لها ورث يرثنا ما سبب إرثهم قراب من الله ما سبب تقواهم لله عز وجل وسرها لتقوى ما هو سروا تقوى أنها تزكي النفس أي تطهرها كيف تزكي النفس يا شيخ كيف تطهرها الجواب أن الله إذا أمر بكلمة تبقى أو حركة تحدث جعل تلك الكلمة يخرج منها إشعاع نوراني يصل إلى النفس فتطهر به كل ما شرع الله جل جلاله من عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية إلا وعمل ذلك يولد طاقة نورانية في النفس المعبر عنه بالحسنات فالمتقي كل يوم يزكي في نفسه المواد التي تزكي النفس يفعلها والمواد التي تخبث النفس يطرقها إذا أمر ونهي ونلاء يفعل المأمر المزكي لنفسه ويترك المنه المخبت لها الملوث له وهكذا كل يوم يزكي هذا النفس ويبعدها عن ما يخبثها وإن حدث مرة أذنب يتوب إلى الله ويرجع إليه ويغسل ذلك الأثار بما يفرق عليه من الحسنات فإذا وافاه الأجل والنفس طاهرة أذا تفتح لوابواب السماء هل تعرفون حكم الله في هذه القضية صدر على من على البشر كلها حكم الله صدر وأكثر البشر لا يعرفون هذا ولا يسمعون به يا جماعة صدر حكم الله عليكم ما ندري كيف بلغنا أن عالما بالهد عاف هذا الحكم والله لا يمشون إليه ما هذا الحكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها من يراجع لا استئناف ولا مراجع قد أفلح من زكا نفسه أي طيبها وطهرها وقد خاب أي خاسر من دساها بما صب عليها من أطمان الذنوب والآثام حتى لم يبقى لها وجود هذا حكم الله صدر على البشرية ولا لا ولشأن هذا الحكم ولتأثيره أقسم الله عليه بإقسامات ما أقسمه على حكم كهذا حقيقة حلف الله على هذا ماذا قال هذا الحنيف ولا لا والمحلوف عليه ما هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها لأن الله عز وجل لما خلق الجنة وهيأها بنائمها حكم على لا يدخلها إلا ذو نفس طاهرة ولما خلق عالم الشقاء وأعده كذلك حلفا لا يدخله إلا خبيث النفس منتن الروح ولهذا إن الأباء لفي نعيم وإن الفجاء لفي جحيم من هم الأباء بن هاشم أتباع عيسى من هم الأباء جمع بر أو بار هم المطيعون الصادقون الفجاء جمع فاجر من هو هذا الفاجر الذي فاجر عن الطريق السوي وأخذ يذهب ذات اليمين وذات الشمال ما مشى مع الطريق إلى باب الجنة إن الأبرار في نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم هذا يؤكد معنى قد أفلح من زكاها وقد خال من يسرح بل يبين ويشرع وآية العراف وآية العراف من يذكر تعرفون آية في العراف وإن لا قل ها نعم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين عجب هذه الآية أخبان أبو القاسم أن ملك الموت وأعوانه إذا أخذ الروح يعوجون بها إلى السماء فيستفتحون السماء من معكم كذا لا تفتح والله يوزعون من السماء الأولى وأما الأواحى الطاهرة النقية النظيفة بسبب ماذا بسبب العبادات المزكية للنفس المطاهرة لها وبسبب الإبعاد عن الذنوب والآثام المخبت للنفس المدسية لها والله ما ينتبه إلا إلى تحت العرش ولهذا عندنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أو رضي عنه تريدونها أو ما لكم حاجة يقول عن شيخه الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله يقول شاعر شاعر بقرب أجلها لأن المرض له آثاره أو أرآت أو على كل حل قالت إني مقبل على الله وإذا وقفت أنا بين يدي ماذا أقول أعلمني قال فأتج علي وفزعت وما عرفت ماذا أقول ماذا أقول قال ثم فتح الله علي فقلت لا قولي اللهم أنت السلام ومينك السلام تبارك تياد الجلال ولك هذا الذي نقوله نحن مع الله كل صلاة كل فريضة بعد السلام عليكم نستغفر الله لأننا قد أسأنا في المقابلة وما أدينا المناجاة على وجهها وذواق نفزع إلى الاستغفار أولا ثم نقول اللهم أنت السلام ومينك السلام تبارك تياد الجلال ولك قال وقمت أنا وماتت رحمة الله عليها فرأيت وفي المنام خالته فرأيت وفي المنام فقالت يا شيخ جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا إني لما وقفت بين يدي ربي ما عرفت ما أقول واندهشت ثم ذكرت الكلمة التي علمتني فقلتها فجزاك الله خيرا الحمد أنتم الآن تقولون هل مولاكم وإلى بعد كل صلاة فريضا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ياذا الجلال ما نقول السلام عليك يا رب الأرباب السلام عليك يا خالق العباد السلام عليك ياذا الجلال ولك لا هو السلام كيف قل عليك السلام هو السلام ومنه السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب الجلال ولك تعرفون أن اسم البرة التقي يدوى في عليين ولا لما يسوز السجل في عليين يهبطون بالروح إلى القبر للمحنة والابتلة ثم تعود إلى دار السلام وقعوا كلا إن كتاب الأظهار لفي العين وما أدرك معليون كتاب ملقم يشهده المقرب والفجار والفجار والظلم أين كتبهم فأين تسجل أسمهم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مقرب في أسفل الكائنات إذن احمدوا الله على نعمة الإيمان والإسلام والعسال قال الشيخ معنى الآية الكريمة الآية الكريمة ما تنسوها هي قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالرشوة قال معنى الآية الكريمة لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبين للناس أحكام دينه لما ليتقوا بفعل المأمور وترك المنح بيّن في هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل وأنه حرام فلا يحل لمسلمين أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفسه وذكر نوعا هو شهر أنواع أكل المال بالباطل وهو دفع الرشوة إلى القضاء والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق فيورط القضاء في الحكم بغير الحق ويأكل أموال إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة والتي يحلو فيها المرء كاذبة وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون حرمة ذلك ومنع معنى الآية الحمد الله واضح هداية الآية إذ كل آية تحمل هداية من هداية الآية أولا حرمة أكل أموال المسلم بغير حق سواء كان بسرقا أو بغصب أو بغش أو باحتيال أو مغالطة مطلق قال ثاني حرمة الرشوة وهي ما يدفع للحاكم ليحكم بغير الحق الحاكم قد يكون قاضيا وقد يكون شيخ طريا أو جماعة ليحكم بغير الحق ثالثا مال الكافر مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة مال الكافر غير المحارب أما المحارب فدام هو مال حذال المحارب أي العبد الذي بيننا وبين قومه حرب ضائرة فماله حلال لأن دمه حلال لكن إذا كان معاهدا ذميا فلا يحل مأتمنا لا يحل أكل ماله ولهذا أذكر قول الله تعالى من صورة الفرقان في صفات عباد ورحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تبهتم ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق ما هي النفس التي لا تقل بالحق هي نفس المحارب وما عدى المحارب لا يحل لمؤمن أن يأكل مال كاف ولا أن يسيل دمه أبدا بوصله كافرا فلا لا لا مرة ثانية قال بياء مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم أشد حرمة لحديثي كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله مال الكافر حرام لكن مال المؤمن أعظم أشد لأن إزعاجك لمؤمن تخويفك إقلاقك له من أكبر الذنوب بخلاف الكافر لو انزعج أو انقبر أو تألم ماه بشيء ولقول الله تعالى في هذه الآية وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قال في نهر الخير حكم الحاكم انتبه لا يحل الحرام لا تفهم أن القاضي إذا قضى لك بمال أنه أصبح حلالا حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا لا يحل ما حظم الله واستمع قال حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان أموالا أو فروجا وإذا قضى القاضي بأن الزوجة زوجتك مثلا وأنت ليس بزوج لا يصبح نكاء حلالا حراما لا مال ولا فرج قال لهذه الآية أولا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحيحين عن أم سلام رضي الله عنه من أم سلام هذه هذه صاحبتنا البارحة التي مكثت سانة كاملة ويتبكي في الأبطح أخذ زوجه أخذ ولدها وذهب عنها زوجها عن أم سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قالوا انتبهوا ألا إنما أنا بشر ما أنا بملك من الملائكة أنا بشر والبشر يصيب ويخطي ولا لا أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحانا أفصح بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها فليحملها أو لأذىها يقول صلى الله عليه وسلم ويخاطب أصحابه وأمته أنا بشر لست بمالك أعرف الغيب وأعلم ما أغاب وقد يكون الخصم ألحا من خصمه أفصح يحسن التعبير فأقضي له بحسب ما سمعت من بيانه فمن حكمت له بغير حقي فإنما هو قطعة من نار أخذها إن شاء أخذ وإن شاء ثرتها لأن القاضي قد يخدعه الفصيح يؤثر عليه بإراد حجج باطلة لكن يزوقها ويحسنها ويجعلها معقولة مقبولة والآخر المظلوم ما يفصح بل يتلك في كلامه بل قد يقول ما لا يقبل فيتهم القاضي بأنه هذا أيضا كيف فقط فيصدر القاضي حكمه وهو هنا غير آثم ولا إذم عليه لأنه قضى بحسب ما سمع هو الذي يأخذ ذلك الحق وهو يعلم وأنه غالط الحاكم فإنما هو قطع من نار إن شأخذها وإن شأتركها عرفتم هذه القضية معاشر المستمعين بدأنا في الآداب وذكرنا منها أدبا نحن مأمورون بأن نتأدب مع الله ولا لا مأمورون أن نتأدب مع بعضنا بعض مع أقاربنا مع أباعدنا مع كلنا فكيف إذن لا نتأدب مع ربنا ورؤيا التي رآها أخونا دال على هذا يقينا أولا قلنا الشكر الشكر على النعم من الأدب كيف أن تتاكن وتشرب وتكتسي في بيت ولا تحمد صاحب البيت ولا تشكر هذا أدب يركبك دابة ويسطيك ماه يكسوك بثوبه ولا تقول له جزاك الله خيرا أين الأدب فنحن نتقلب في نعم الله فإذا لم نشكر على كل صغير وكبير أسأنا الأدب ما نحن بأدباء أبدا ومن هنا قلنا كلما أكلنا لقمة كلما حصلت نعمة نفزع إلى الحمد لله الحمد لله والشكر لله لنكون تأدبنا مع الله الذي ينعم علينا ويجدد النعم في كل لحظة الآن الحياء الحياء من الإيمان الحياء كله خير تذكرون الرجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة أحد ما يلوم أخاه ويعتب عليه قل أطرق هذا الحياء افعل كذا أضعت نفسك أضعت مالك بهذا الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إنما الحياء من الإيمان هو ينصح بابن أو أخيه الحياء أضاع مالك أضاع حقوقك كما يفعل الناس فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو توجيه هذا الغالب قال دعو أتركو فإن الحياء من الإيمان والحياء خلق من عمل على اكتسابه اكتسبه وأصبح لا يستطيع أن ينطق ببذاء أو سوء إذن الحياء الحياء عندما يميل أحدنا إلى المعصية يجب أن يستحي من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلعون هل تذكرون الآية التي درسناها بالأمس ما مضمونها ما هدأتها من يذكر أعيد نصها لتتفكر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذه الآية دل الدلال قطعيا على حومة أكل أموال الناس بغير طيب نفوسهم وسواء كانوا مؤمنين أو كافرين نص قطعي الدلال على تحريم أكل أموال الناس بغير طيب نفوسهم وسواء كانوا مؤمنين أو كافرين ثانين دلت على تحريم الرشوة وأنها من أقبح ما يكون وأن المؤمن لا يقدم على مثلها والرشوة أن تعطي الحاكم أو القاضي مالا ليقضي لك بحق أخيك فتأكله فتهلك وتهلك القاضي معك إذ قال وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أما آية الليلة المباركة وهي قول يسألونك عن الأهل هذا الخطاب هذا الخطاب ممن من الله عز وجل وإلى من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال سأله كذا طلب منه كذا سأله مالا سأله قرطاصا سأله دابا أي طلبه وإذا كان المطلوب خبر وعلم يقال سأله عن كذا ليهارث فسأل للطلب يتعدى بنفسه سألته كذا أي طلبت منه وسألت عن كذا طلبت بيانه وما أريد منه يسألونك عما عن الأهل ولما يسألون هذا السؤال سألوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما الأهل تبدو صغيرا ثم تتكامل وتصبح قمرا ثم تأخذ في المحاق ولضمحلال حتى تغيب ما سألو هذا على كل حال صاحب الفراغ يسأل هذا السؤال وإلا ما هناك حاجة إلى هذا وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره تعالى عنهم بقول يسألونك عن الأهل الأهل جمع هلال وهو الأيام الأولى من الشهر ثلاثة أيام إذا رأوا الناس رفعوا أصواتهم الهلال الهلال أهل الهلال لهر بعد الثلاثة أيام يصبح قمرا إلى أن يم حق والعام يقولون مات الشهر ويولد الشهر يوم كذا وهذا ما أخوذ عن اليهود وجهالهم وإلا الهلال القمام ما يموت ثم يخلق في اليوم الثاني وإنما يستطيع ويظهر في اليوم الذي بعده والشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاث قرر هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع ابن ماء تحت السماء أن ينقضها الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما أجبهم يا رسولنا عن سؤالهم هذا قل هي مواقيت للناس والحج هذا الجواب الأهل بمعنى أن الشهر يبتدي بالهلال ثلاث أيام ثم يتكامل وأسبح قمرا ثم يضمحل وينتهي ويستأنف رجوعه من جديد العل في هذا أو السر أو الحكم مواقيت للناس وللحج مواقيت جمع ميقات والميقات أخص من الوقت الوقت عام والميقات محدد مواقيت مواقيت للناس لأنهم يتعاملون بالسلم بالاستقراض بالديون لولا الشهر كيف يعرفون مواقيت للناس يعده مدة شهرين ويأتيه بما وعده يعيده بشهر رجب أو رمضان لولا هذه الأهلة بهذا الطريق كيف يعرف الناس تتعطل حياته وفوق ذلك الحج وهو يوم واحد في السنة وهو عاشر بل تاسع الحج فلولا الأهلة تبدو صغيرة وتتكامل وتكبر ثم تستراجع وتعود كيف نعرف الحج الذي قرره الله وفرضه على عباده والحج بصورة خاصة لأنه تاسع شهر ذي الحج فكان الجواب مقنعا مسكدا يسألونك عن الأهلة يا رسولنا قل لهم هي مواقيت للناس عام أبيضهم وأصفرهم والحج بصورة خاصة فوعود الناس وعقودهم وواء لا بد لها من ضوابط وليس وليس إلا الشهور لو جعلنا الشهر الشمسي كيف نعرف أن الشهر دخل وما دخل إلا من يحسب أو في جيبه مفكرة لكن البشرية ليست كلها كذا يعيفون الشهر بالهلال يعيفون العام بعدة الشهور يعيفون نصف السناء كذلك يسألونك عن الهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فيه نوع من العتاب ما هناك حاجة إلى هذا السؤال وهذا الخبر الآيتي وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها هذا يقرر أن العاب في الجاهلية وخاصة أهل المدينة من الأوس والخزرج كان أحدهم إذا أحرام بالحج أو العمى وتجرد وخرج من بيت يريد مكة فإذا عنا له أن يعود إلى بيت لأمر الماء ماذا يصنع لا يجيز لنفسه أن يدخل تحت نجف الباب ويضلله مكة ويجيز 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 إلى أن يطلع على الجدار من فوق السطح ويحضر حتى لا يدخل تحت نجف الباب لا تضحك الروافض إلى الآن ما زال إذا أحرم لد أن يضلل أو شيء حتى سقف السيارة ما يريدون إذن فأبطل الله هذه البدع إذ الله ما تعبدنا بها والله لا يعبد إلا بما شرع فكوننا نختر نبتكر نوجد وما نسميه طاعة لله ونطيع الله به وهو ما شرعه هذا لا يحل أبدا وبدع وضغال وليس البر بأن تات البيوت من ضرورها من فوق السطح وتحفظون خشية أن تنزل تحت نجف الباب ولكن البر أي ذا البر من اتقى البر بر عبد اتقى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيها هذا هو العبد البار وهذا هو البر الخير أما بدعة تبتدح يا عبد الله وتتقرب بها الله ما تقبل ونحن ونذكر حادثة أبي إسرائيل أحد الصحابة بردوان الله عليهم ولعله ولعله كان من اليهود وأسلم نذع أن يقوم ولا يقرد وأن يقوم في الشمس ولا يستغل وأن يسكت ولا يتكلم وأن يصوم ولا يفتر وهو في الحصوى فمرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل فلاحظ أنه واقف في الشمس ولم يقعد وطالت مدته ساكت لا يتكلم فسألهم عن حاله فقالوا أبو إسرائيل هذا نذع أن يقوم لله ولا يقعد وأن يسكت لله ولا يتكلم وأن يصوم ولا يفتر وأن يقف في الشمس ولا يستغل بأي شيء يغل فأمرهم أن يأتوا به وقالوا تكلم أقعد استغل والصيام صم أسقط ثلاثة وأبقى الرابعة لأن الله ما تعبدنا بالوقوف في الشمس ولا بالقيام دون القعود ولا بدون استرلال وإنما أمرنا بص فمن أراد أن يصوم تملق لله وتزلف له فليفعل أما أن يتملق الله ويطلب حبه ورضاه ببدع يبتدعها والله ما تنفع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة ظل صاحبها عن طريق الهدى ليشقى ويردى إياكم احذروا وهذه القضية واضحة والثلاث الذين دخلوا على عائشة رضي الله عنها وسألوا عن صيام الرسول وقيامه فأخبرتهم فتعاهدوا أحد قال أنا أصوم ولا أفتر والآخر قال أنا لا أتزوج النساء والثالث قال أنا أصلي الليل كل ولا أنام إذا كان رسول يصوم ويقوم ونحن أين نحن منه ومغفور له ما تقدم من نبه وما تأخذ وبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا إني وأنا رسول الله أصوم وأفتر وأنام وأقوم وآت النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني فتاب وتراجعوا وعلى رأسهم ابن المضعون رضي الله وتعالى أنه أخ النبي من الرضاعة والشاهد عندنا وليس وليس يتجرد وأن يتجرد من المقيد وأن يعري رأسه ويكشفه لله في الحرب والبرد على حد أما أن نبتكر أو نخترع أو نحاول أن نتقرب لله بما لم يشرع فهذا لا يقربنا من الله بل يبعدنا وهذه الحقيقة تقررت عندنا مئات المرات وهي هذه العبادات ما شرها لأن الله في حاجة إليها لا والله إذن عوائد وتعود على من على العباد فهذه العبادات شأنها شأن الغذاء والماء والهوى للبدن حياتك متوقف على الغذاء والماء والهوى بدونها تموت يا عبد الله كذا فصحتك بنيتك متوقف على هذه إذن وطهارة روحك لتصبح كأواحي أهل السماء في الطهر والصفاء ليتم التجانس وتنتقل إلى أهل السماء وتعيش معهم فهذه مروح بما تطيب وتطهر ما هي الأدوات هي هذه العبادات التي شرع الله عز وجل لا غيرها فمن لم يعبد الله تعالى بها والله ما زكت نفسه ولا طابت ولا طهرت ولا ينفع فيها ماء ولا صابون ولا حيل أبدا إذن هذه الأدوات التي تزك النفس إن لم يكن الله قد شرعها تفعل شيئا لو يجتم العلماء ويخترعون بدع عظيمة وقد فال على سبيل المثال هل فيه أفضل من هذه الحج وما فيها بعد الكعبة ما لو قال قائل هيا بنا نطوف بحجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن نهلل ونكبر ونصلي على الرسول وآله وصحبه سبع مرات نشفي صدرنا نطهم نفوسنا وأخذ يفعلون هل هذا الطواف يحدث زكاة لنفوسهم والله ما كان ولن يحدث إلا ظلم وعفا ونتم وعلى هذا المبدأ لا يرضى مؤمن ببدع مهما كانت لأنها لا تنتج الطاقة المطلوبة وهو النور المعب عنه بالحسنات وعندنا قاعدة حفظها المؤمنون أو المؤمنات كلمة فاصلة قول الرسول صلى الله وسلم واسمعوا الذي يسمح الليلة وما يحفظ ولا يبالي بها إنه ميت ولا أن يخرج من المسجد خيرا له مستعدون أو لا قيمة لنا يقول رسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو غد من عمل عملا ما أمرنا به فهو مردود على صاحبه لن يطالب بأجر ولا مثوبة ولا حسن أبدا لأننا ما كلفنا هو الذي اخترع وابتدع وفعل وهكذا سائر البدع التي استحسنتها العقول الفارغة أو الضال أو الله البعيد عن سر هذه الشريعة الإلهية تجلت البدع لوجه الله قالوا وحامنا كيف ندخل تحت الباب ويكون فوق رأس السقف هذا تقرب إلى الله ولا لا فعلوا تقربا ولا لا إيه والله العظيم موت أجل إياه ولا سمع ولا مال ولا يريدون رضا الله لكن لما لم يشرع الله هذا عاتبهم وأبطل بذعتهم وليس البر أن تأتوا البيوت من ضورها ولكن البر من اتقى البر من اتقى أي صاحب البر المتقي ونعود الله جل جلاله بما يتقى عذاب وسقطه بجحاف الجيوش بالأموال بالرجال بالعصبيات أسألكم بالله بما يتقى عذاب الله وعذاب يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله لا تعصه فقط قال صم صم قال افتر افتر قال نم نم قال استيقظ استيقظ هذا الذي يتقى به الله عزو الله فالبر كله في تقوى الله عز وجل وصاحب البر هو المتقي اما الفاجر الخارج عن طاعة الله واصوله ما هو بالمتقي ابدا ولا يستطيع ان يتقي عذاب الله ولا غضبه ولا سقطه باي وسيلة من الوسائل الا بالاسلام له بان يسلم قلبه ووجه لله يسألونك عن الاهل لا قول يا رسولنا هي مواقيت للناس والحج فهمت مانا مواقيت يوقيتون بها ديونهم واعمالهم والحج بصورة خاصة ان الحج عرف الحج عرف ويوم عرف هو تاسر الحج فلو لهذه الاهل كيف نعرف الحج كيف نعرف الشهر ونعرف التاسع منه ما استطيع مع ان الحج مفروض قبل الاسلام من يوم ما بن ابراهيم البيت امر ان يؤذن في الناس ابيض واصفر وقول وليس البر بانتات البيوت من ظهور ولكن البر بر من اتقى الذي يتق لا يخاف فلا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن طاعته ذاك الذي حصل له النجاح ذاك الذي اتقى عذاب الله ثم قال تعالى واتوا البيوت من ابوابها واتوا البيوت من ابوابها هذا كالمثل من طلب شيئا ينبغي ان يطلب وهو من الطريق الذي عاد يحصل عليه واتوا البيوت من ابوابها كل من اراد ان يطلب شيئا جرت سنة الله الحصول عليه يطلبه من ذاك الطريق لا من طريق آخر واتوا البيوت من ابوابها راجل اراد ان يصبح غني فريا كيف يطلب الآن الغنى والثوى يجب ان يكدح وان يعمل الليل والنهار وان يغبط على نفسه وان 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 حتى اعصر اذ من هنا تأتي الثر وان لا وان قال انا اتي الثر واحصر عليها من طريق الاجرام والتلصص والسرقة والاحتيال هذا هو الطريق هذا وات البيوت من ابوابها لا تأتي ومن ظهورها اراد ان يشبع كذا ولا يدخل الطعام من اذنه من من خاره لا بد يدخل من فمه وات البيوت من ابوابها اذا وات البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفرحون نقول لعل هذه الاعدادية لتعدكم التقوى للفلاح لما لو قلنا ترجية يبقى العاملون المتقون خائفين دائما وابدا فالتقوى تعدهم للفلاح بسنة الله من اك لا شبع من شريب وترى من اتق الله عز وجل افلح يبقى الفلاح ما هو يكون دنيوي واخوين فمن اتق الله ففعل الاوامر واجتنب النواهي والله لا يسعد في دنيا اقسم بالله لا وسواس ولا هواجس ولا الام ولا خوف ولا طراب ولا ابدا ما دام على منهج الله سائرا والفلاح والفلاح الاخوية هو المقصود بالذات فما هو الفلاح في الاخرة ان يبعد عن النار ويدخل الجنة لآية آل عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز آمين 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 اذا اجتاز المفازة المهلكة ودخل دار النعيم اذا واتقوا الله يا عباد الله ايها المؤمنون رجاء تفلحوا بل تفلحوا من اتق الله افلح لان المتقي لله ذاك الذي اسلم لله قلبه ووجهه قلبه لا يتقلب الا في طلب عرض الله وجهه لا يلتفت ابدا الى غير الا دائما مع الله هذا العبد افلح اذا نقل هذه الاية من الكتاب لنقف على بعض ما فيها من بيان وهدى قال شرح الكلمات الهل جمع هلال وهو القمع في بداية ظهوره في الثلاثة الايام الاولى يقال في هلال لانناس يغفون اصواتهم الهلال الهلال قال في الايام الاولى من الشهر لان الناس اذا رأوا ورفعوا اصواتهم الهلال الهلال المواقيت جمع ميقات والوقت المحدد المعلوم للناس الميقات الوقت المحدد المعلوم للناس فان كان مطلقا غير محدد ولا معلوم هو الوقت والدنيا كلها وقت واحد من بداية الى نهايتها لكن الميقات وقت محدد بالشهر او بالشهر او بالعام او العوام قال اتيان البيوت من ضهوعها اي ان يتصور الجدار ويدخل البيت تحاشي ان يدخل من الباب هذه بدعة ولا لا بدعة هل يثابون عليها لا بلا باطلة ولكن البر من اتقى البر الموصل الى رضوان الله تعالى بر عبد اتقى الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه فليس البر دخول البيت من ظهورها دي بذعة لا تصح ولا تقبل الفلاح قال معناه الفوز وهو النجاة من النار ودخول الجنة تشاهدون عرصات القيام ولا لا وازفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين الجنة يبرز كما يبرز القمر للمتقين لا الجنة ازلفت ادنيت وقربت للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين اتذكرون كيف بروز النار اما اتذكرون قول الله تعالى من صورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم جيء بها من اين من العالم الذي كان به تجرر بسبعين الف زمام كل زمام ممسك به سبعون الف ملك تجرر حتى تبرز ويشاهدها اهل الموقف اينا اياك ان تفهم ان الزمام هذا حبل صنعة اليابان غير نحن علمنا ان اهل النار اهل الكفر والفجور والظلم والشر كل واحد يدخلون سلسلة سلسلة من فيه وتخرج من دبعه كم طولها سبعون ذراعا مو بذراع السلطان اليوم بكم هذا الذراع اذا كان عرض هذا الكافر مية وخمس وثلاثين كيلو ميتر والله العظيم ورصه كجبل احد اذا هذه السلسلة بأي ذراع هذا حتى تدخل من فيه وتخرج من دبعه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا لما انه كان لا يوم بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين اذا برجة الجحيم للغاوين ازبت الجنة المتقين هذا الموقف بالذات والبشرية هائجا ما اجاع تنتظي حكم الله فيها فمن نجاه الله من النار وادخله الجنة ذا الابراء يعلن عن فوزه فاز فلان ابن فلان هذا هو الفوز العظيم النجاة من النار اولا ودخول الجنة ثانيا اما من دخل النار ولو يخرج من بعد احقاب من السنين ما فاز فانهم يخرجون منها وقد امتحشوا اصبحوا كالفحم ويغسلون في نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في السيل اذا عرفنا الفلاح وإلى النجاة من النار ودخول الجنة يا شيخ عرفنا الفلاح هو النجاة من النار ودخول الجنة نريد ان نعف بما يكون بما يكون هذا الفلاح ما هي الادوات ما هي الالات ما هي النسب كيف نحصل عليه من يسأل هذا السؤال اجيبه ما تعرفون قولوا طاعة الله ورسوله التقوى اي السبب المورث يا من يريدون الجنة ان للجنة سببا فحققوه وإلا لا حظ لكم في هذا الامل او الطمع السبب هو التقوى لانها تزكي نفسك وتطهرها حتى تصبح كانفسه وارواح اهل السماء في الملكوت الاعلى اصحاب الارواح الخبيثة العفنة المنتنى من اوظار الذنوب والآثام ارواح كارواح الشياطين والله ما تدخل الجنة وهي كذلك بل تنزئ الى عالم الخبث والدرنع هل لكم شاهدوا في القرآن على هذه القضية يا اهل القرآن الارواح الطاهرة تفتح لأبواب السماء الى ان تصل الى دار السلام الارواح الخبيثة المنتنة ما تعفون الخبث والنت وانظر الخرق والثوف في الخوع والبول في من يقبل الارواح الكريه فالكاذب يكذب والعبد تحول نفسه الى هذا العفن او النتن اذا لم يبادر الى غسلها وتنظيفها خسرت ان الذين كذبوا بآياتنا والذي كذب بآيات القرآن صام وصلى تجنب الربا والزنا ما امن كذب الايات واستكبر عنها والمستكبر عنه وان امن المستكبر عنه يعمل بها الان المسلمون استكبروا عن شرع الله ما طبقوا هذا ليس كذلك هل انتفعوا بالشريعة هذه مدفونة في المكاتب انتفعوا بالشريعة طهوات البلاد حصل امن ايخام ود الجواب لا لانهم ما طبقوا كالذي يجلس ضربنا لهذا مثلا لنفرق بين المستكبر والمكذب فقلنا مريضاني في مستشفى هذا على سرير وهذا على سرير جاء الطبيب ومساعد ففحصوا قال انت تستعمل هذه الادوية بهذا النظام بالساعة كالصلاوات الخمسة الاول قال انا لا اؤمن بهذه الخرافة اي دوى هذا اي كذا ما امن بالدوى ورافضه هلك مات ولا لا مات والثاني وصفوا له الادوية واروقاتها وكذا قال جزاكم ولا خير النام استعمل قال نفسي ما تقبل ما عندي قابلية لهذه الادوية انا اعرف انها نافعة ولكن ما في انشرح للصدر عندي ما استعملها هلك ولا لا هلك الاول اي فرق قوانين وشرايع من استعمرها كأنهم مسعورون فما تحقق امن ولا طهر ولا صفر لانها سنة الله الطعام يشبع الماء يعوي النار النار تحرق الحديد يقطع سنن تتبدل ها لن تتبدل من لم يطبق شرع الله الذي انزله لتحقيق الطهر والامن والصفاء والكمال والله ما حصل له اما واما ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبعوا عنها ما لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار الجمل البهير الاروق يدخل فيه عين الابراء لعل السامعين ما اصبح يعيفون الابر حررنا الان ما تعيفون الابراء اسأل العجاي الابر حديدا رقيقة فيها ثقبة تدخل فيها ام الخيط وتستخرجه وتخيط الثياب المقطع عرفتم هل يمكن ان ندخل بعيرا في عين الابراء مستحيل كذلك مستحيل ان يدخل من كرب بآيات الله واستكبر عنها فخبط بشركه وكفر وفسطه ان يدخل دار السلام من يفتح لابواب السماء حتى يليج ويدخل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يذكرنا السلطان عبد العزيز سلطان الدرس يقول اسم لقد قضى الله لقد حكم الجبار واذا قضى لم يواجه قضاه ولم يعقب على حكمه فقد قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دسا هنا تقرير المصير لا في الامم المتحدة يا ابن آدم هنا يتقر مصيرك ليس فالدار الاخرة عرفتم تقرير المصير ولا لا ان انت امنت واستقمت وجاهدت نفسك والهواء وفعلت ما امر الله وتركت مناء انت قررت مصيرك الى الجنة وان اعرضت واستكبرت وتجاهلت وجريت والشهو والهواء والدنيا والعث معرضا عن الله وذكره انت قررت مصيرك في العالم الثاني اسفل قال معنى الآية الكريمة هي آية واحدة ولا لا هذه الآية آية واحدة يسالونك عن الاهلة قل هي ما واقيت للناس والحج وليس البر بانتارت البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تبلحون قال معنى الآية الكريمة آوى اسمع قال روية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزهد ثم يعظم ويصبح بدرا ليما ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان أول بدعه سألوا هذا السؤال فأنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن الله لا قول هي مواقيت للناس والحج قال أن يقول لهم هي مواقيت للناس وعلة بدئها صغيرا ثم تتكامل ثم تنقص حتى المحاقة هي أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي يؤقتونها لأعمالهم فبوجود القمر على هذه الأحوال نعرف 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 عدة النساء الموعد إذا طلقنا عدتها كم ثلاثة أشهر كيف نعرف الأشهر المعتد بالوفاة أربع أشهر وعشر أيام لولا كيف نعرف الأشهر قال تعرف عدة النساء ويعرف الشهور فنعرف رمضان ونعرف شهر الحج ووقته ووقته كما نعرف آجال العقود في البيع والإيجار وسداد الديون وما إلى ذلك لا بد من هذا القمر بهذه الطريقة قال وكان الأنصار في الجاهل إذا أحرم أحدهم بحج أو عمر وخرج من بيته وأراد أن يدخل لغراض خاص لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجف الباب فيتصور الجدار ويدخل من ظهر البيت لا من بابه وكان يون هذا طاع وبر فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلين أبطله بقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال وليس البر أن تأتوا البيوت منذ ولكن البر أي بر أهل التقوى والصلاح وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها فقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والآخرة فقال واتقوا الله لعلكم تردحون والآن هداية الآية الكريمة كل آية فيها هدايات ولا لا أولا أن يسأل المرء عما ينفعه ويطرق السؤال عما لا ينفعه وفي الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لما تقوم الآن وتسأل سؤال ما يتحقق به أي خير لك ولا للسامعين يجوز هذا السؤال إضاعة للوقت من حسن إسلام المرء أن يطرق ما لا يعني كل ما لا علاقة لو بطهر وصفائه أو بكماله لا يلتفت إليه ثانيا فائدة الشهور القمرية عظيما إذ بها تعف كثير من العبادات ثالثا حرمة الابتداء في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله وحصول الأجر لأن المبتدع فالغالب يريد رضا الله والحصول على الأجر لا يبتدع فقط للفتنة قد يوجد الظلال من يبتدعون لفتنة الناس لكن أغلب الناس يبتدعون رغبة فيما عند الله وحبا فيه حرمة الابتداء في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر رابع الأدل الهدايات الأمر بالتقوى القضية الأمر بالتقوى المفضية بالعبد إلى فلاحه ونجاته في الدارين هذه الآية الكريمة عندنا تلك الآداب معاشر المستمعين أو المستمعات هيا نتأدب مع الله عرفنا أول أدب أننا نشكره على آلاء وين عامره وإلا أسأنا الأدب مع الله يطعمنا يسقينا يركبنا يكسونا يداوينا خلق الكون كله لنا حتى الجنة والنار ولا نقول له الحمد والشق أي أدب هذا ويا ويل من يسب الله ويشتمه ويكذبه ويقفو به وهو يأكل ويشعر في بيته ثانيا الحياء الحياء عند الميل إلى المعصية عندما تميل يا عبد الله إلى الكلمة السيئة أو الفعل المحرم استحي من الله لأنه والله يراك ويعلم حالك وما تقدم على فعله أنت بين يديه كيف ما تستحي هل يستطيع وحد الآن الآن يقوم منه وهو عاقل ويكشف عن سوءتي ويبول ما يبول يكشف فقط عن فوجه ممكن يستحي ولا لا ليس لو كان وحده ما نحن معاه يفعل وما يفعل يفعل لو كان وحده من يستحي إذن فيا عبد الله عندما تميل نفسك إلى معصية أذكر أن الله يراك فاستحي منه واقطع عملك وقف لأنك بين يدين كيف يراك تسرق وأنت تسرق كيف أنت بين يديه ترتكب إذما وهو يشاهدك فمن رزق الحياة من الله ما يستطيع أبدا أن يعصي الله فقط نحتاج إلى الذكر ونبعد الغفلة عندما يهم أحدنا بمعصية الله يذكر الله أنه معه ويراه فيقف ولا يقدم عليها إذن الحياة عند الميل إلى معصية الله عندما يتميل النفس وتريد أن تفعل أذكر أن الله تعالى يراك وأنك بين يديه فتستحي منه كما تستحي من الناس كنا نعرف كثير من الشبيباء يدخنون لكن ما يستطيع أن يدخن أمام والده أبدا بل رأيناهم إذا مروا برجل صالح من أهل العلم أو الصلاح أو كبار السن يطفئ السجارة في يده حياء فمثل هذا لو علم بأن الله يأكر هذا التدخين لأنه يوذي ملائكته لا ما دخل ولكن الجهل هو المصيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم من دا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور ورحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فثنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا عن الظالمين بين يدي تفسير هذه الآية أعلمكم أن الله تعالى لم يأذن لرسوله والمؤمنين بقتال الكافرين والمشركين فتر من الزمن طيلة ما هو صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وبعد الهجرة كذا مضى سنة ثم أذن الله تعالى لهم في القتال وأول آية في هذا الشيان قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد ثم خصص هذا العام بهذه الآية الكريمة وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنْ لهم في قتال من لم يقاتلهم ثم بعدما انتسر الإسلام وانتشرت الدعوة نازلت آيات من صورة التوبة فأعطى الله المشركين في الجزيرة فرصة للتفكر والتأمل إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من هذه الضيار وإلا فسوف يقاتلهم قال تعالى فإذا انسلخ الأشهرهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أعطاهم أربعة أشهر لعل السياق نذكره براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجد الله وأن الله مخزي الكافرين وآذانوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إذ بعث رسوله علي في السنة التاسع يعلن هذا العنام لا يطوفن بالبيت عيان ولا يحجن مشرك غير هذا العام إذن فهم مهملون أربعة أشهر هؤلاء أصحاب العهود فمن كانت مدة أقل من أربعة أشهر فمدة تلك ومن كانت أكثر من أربعة أشهر فأربعة فقط فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصا والمراد من هذا تطهير هذه الديار ديار التوحيد ديار الجزيرة من الشرك والكبر ثم نزلت آية أخرى في آخر صورة التوبة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرى واعلموا أن الله مع المتقلين إعلان في قتال المشركين وكابرين معنى يلونكم أن يحادونكم إذن فدائرة القتال تكون ضيقة أولا ثم نقاتل من حولنا فتتشع تتشع تتشع حتى تنتظم الكوى الأرضية فلهذا الجهاد واجب كفائي ولا ينتي حتى لا يبقى فالأرض من يعبد غير الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله للا وقاتلوهم غير اقتلوهم لفظ قاتل غير اقتل فلهذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نقاتل المشركين الذين يلوننا مهما اتسعت ديارنا وهو أن نعسكر بجيوشنا على مقربة من بلادهم ثم نبعث رسولنا أو سفيرنا إليهم فهم مخيرون بين أثنتين فإن رفضوا واحدهما أو رفضهما تعين القتال الأولى أن يدخلوا في رحمة الله في الإسلام جئناكم بدين ربكم من أجل إكمالكم وإسعالكم والقضاء على الشر والفساد والخبط بينكم فاقبلوا دعوة الله وادخلوا في رحمته وكلنا إخوان في الله عز وجل فإن رفضوا وأصروا على معتقداتهم ودينهم نقول وإن اسمحوا لنا أن ندخل دياركم وأن يتولى أمر قيادتكم وأنتم آمنون في بلادكم على دينكم لأن دخولنا ومشاهدة أحدة إخوانكم لنا يحملهم على أن يدخلوا في الإسلام كانوا خائفين من الإسلام المسلمين إذا دخل المسلمون ديارهم وشاهدوا أنوار الصدق والطهر والعد ورحمة وكمال إن جذبوا ودخلوا في رحمة الله ونحن نتولى حمايتكم الدفاع عنكم مقابل إعلان على أنكم قابلون لحمايتنا يدفعون الذكور منهم دون الإناء والقاديون دون العجزة رمز فقط كذا ديرهم في السنة يسمى بالجزية فإن قابلوا هذه دخل المسلمون وتولوا القضاء ونشر الدعوة والتعليم والإصلاح سان أقل وإذا البلاد كلها أنوار فإن رفضوا لم يبقى إذن إلا القتال فإن رفضوا الأولى والثانية تعين قتالهم لا قتلهم فندخل في حرب مع جيوشهم وسوف ينكى سيرون وتدخل خير الله لتنشر الهداء والطهر والصدق وهذا الذي تم في البلاد الإسلامية طهرات الجزية يليها الشام يليها اليمن يليها العراق مثلا وأخذ الإسلام ينتشر هذه لا بد من معرفتها أولا ما أذن للمؤمنين بالقتال لضعفهم وعدم قدرتهم ومن حاول أو تمنى يقرأ عليه قول الله تعالى وإذا قيل لهم ألم ترى إلى الذين قيل أم كفوا أيدياكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فارق الشاد عندنا كانوا يؤمرون بكف أيديهم ولم يسمح لهم بقتال ما اغتال موم كافرا في مكة ثلاث عشر سنة أبدا لم يسمح ولا في المدينة حتى نزلت آية قوذن للذين يقاتلون لأنهم يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره ثم تتابعت الآيات من هذه أولناهم قتال من يقاتلهم والكفع من يكف عنهم فاتر من الزمن انتشر الإسلام وانتصر دولته فأمروا أولا بتطهير الجزيرة حتى لا يبقى فيها دينان أبدا لا يجتمع دينان في الجزيرة بعد طه الجزيرة قاتلوا الذين يلونكم كلما اتسعت الحدود جاء جاء من يلين حتى لم يبقى على الأرض من لا يعبد الله هذا هو المفهوظ الواجب فإن عاجز المسلمون عجزهم موقت يوم ما يزول ويقوون ويقضلون يقاتلون يدخلون الناس في رحمة الله فالآن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل لهذا قيد وسبيل الله أن يعبد وحده وتعلو كلمته هذا سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله لا في سبيل قبلية ولا مال ولا سمعة ولا انتصارات وإنما الدافع الأول والأخير هو أن نقاتل من أجل أن يعبد الله وحده لا هدف سوى هذا الذين يقاتلونكم والذين لا يقاتلونكم لا تقاتلهم ولا تعتدوا بقتالهم إن الله لا يحب المعتدين هذه فترة من الزمن واقتلوهم حيث ثقفتموهم الذين قاتلوكم وحاربوكم وقتلوهم حيث تمكنتم منهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من دياركم ما أخرجوهم من مكة والفتنة أشد من القتل يعني ذنب الشركي ومصيبة أعظم من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أو المراد به مكة والحرام لا المسجد فقط ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في حرم مكة حتى يقاتلوكم فيه ولهذا سنة ثمان لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ورجال فاتعين أعلن أن مكة حرم الله حرمها الله منذ أن خلق السماوات فهي حرام إلى يوم القيامة ولم تحل إلا ساعة أحل الله الله ثم عادت حرمتها إلى الأبد ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم إذن فاقتلوهم كذلك أي قتالكم لهم وإخراجكم لهم كذلك جزاء الكافرين هم قاتلوكم وإخراجوكم فإن انتهوا فدخلوا في الإسلام وعبدوا الله وحده فإن الله غفور لهم ورحيم بهم لا يحاسبهم ولا يجزيهم على شعرهم وكفرهم وقتالهم لكم قبل إسلامهم وعدوا الله الصادق فإن انتهوا عن الشرك والظلم وقتال المؤمنين فإن الله غفور ورحيم سيغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فثنة أي حتى لا يبقى شرك ومن يفتن في دينه ويكون الدين لله هذا في الجزيرة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم إذا كفوا عن قتالكم كفوا عنهم فإنه لا عدوان إلا على من ظلم وأطلق العدوان هنا باب المشاكلة فقط وإلا قتالنا من قاتل لا يسمى عدوان ولا ظلم مثل وجزاء سيئات سيئات مثلها ما هي بسيئة لكن من باب المشاكلة في اللطب إذن وإليكم شرح هذه الآية أو الآيات أولا مفرداتها أو كلماتها كما هي في التفسير قال سبيل الله معناه الطريق الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام والمراد إعلاء كلمة الله هذا سبيل الله الإسلام لأنه يصل بالسالك إلى الجنة الإسلام معناه أن من أسلم قلبه لله وجوه عبد الله وحده إلا فسبيل الله الطريق الموصل إلى رضوانه تعالى وهو الإسلام فلن يغفر إنسان بإضاء الله ما لم يسلم له قلبه ووجهه الذين يقاتلونكم أي المشركون الذين يبدأونكم بالقتال الذين يقاتلونكم المراد منهم المشركون الذين بدأوا أو يبدأون بالقتال ولا ولا تعتدوا أي لا تجاوز الحد فتقتل النساء أو الأطفال أو من اعتزل القتال من الوجال نقاتل ولكن في عدل لا في ظلم اعتداء فلهذا لا يحل قتل النساء ولا الأطفال ولا من اعتزل القتال ولم يرضى به فالنساء قاتلنا ودخلنا المعارف يقتلنا كذلك أهل الصوامع ووهبان العباب من يهود نصار إن بقوا في صوامعهم وعبادتهم لا يحل قتالهم فإن دخلوا المعارف وحملوا السلاع يقتلون والأطفال أمرهم واضح لا يقتلون وقوله ثقفتم وهم أي تمكنتم من قتالهم وقوله الفثنة أي الشرك وقوله المسجد الحرام المراد بمكة والحرام من حولها ويكون الدين لله بأن لم يبقى من يعبد غير الله تعالى وقوله فلا عدوان أي لا اعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين أما من أسلم فلا يقاتل ولا يقتل كان هذا شرح الكلمات أما معنى الآيات قال هذه الآيات الثلاث وهي وقاتل في سبيل الله إلى قوله جزاء الكافرين هذه الآيات الثلاث من أوائل ما نزل في شأن قتال المشركين من أوائل ما نزل من الآيات في شأن قتال المشركين وهي متضمنة الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم متضمن الإذن لرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أتباعه الإذن لهم بقتال من يقاتلهم والكف عن من يكف عنهم وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده قاتلوا من الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث تمكنتم منهم وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم أيها المهاجرون من دياركم لأن المهاجرين في المدينة هم لذي يعودون إلى قتال أهل مكة ولا ولا تتحرجوا من القتل فإن فثنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل نفسه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فلا تكون البادئين فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك القتل والإخراج الواقع منكم لهم يكون جزاء قل لكافر يعتدي ويظلم فإن انتهوا من الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم لأن الله تعالى غفور رحيم أما الآية الرابعة في هذه الآيات وهي قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فثنة هذه الآية مقررة لحكم سابقاتها إذ فيها الأمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالا يستمر حتى لا يبقى في مكة من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين كله لله فلا يعبد غير الله عز وجل في مكة وقوله فإن انتهوا من الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم إلا عدوان إلا على الظالمين وهم بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين إذا هداية الآيات ما في هذه الآيات من هداية إلهية أولا وجوب قتال من يقاتل المسلمين والكف عمن يكف عن قتالهم وهذا قبل نسخ هذه الآية أما الآية الختامية من آخ صورة التوبة وآخ ما نزل يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار من هم الذين كيف يلوننا مثلا الآن لنفرض أن البلاد التي حول الجزيرة ما زالوا كافرين هل نجح في نقاتل طوكيا قبل الشام نقاتل إيران قبل بغدان الجواب لا نقاتل الحباشا قبل اليامان لا مثلا اليامان داخل الجزيرة نقاتل شمال افريق قبل المصريين الجواب لا نقاتل الذين يلوننا فإذا أسلموا دخلوا في رحمة الله يصبح جيرانه من الجهة الثانية هم جيراننا وناخذ في القتال حتى تتسع ضائرة الإسلام وتنتظم الأرض كلها وهذا له مثل عامي دركة ماء أو مستنق واسع خذ حجر وارمها في وسطه تنفتح دائرة وإلى ثم لا تزال تتسع 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 حتى تصل إلى كل حافاته هذا واضح ما نتجاوز بلد مجاو ونذهب نقاتل من وراه لا يصح هذا أولا الذي يرين أولى بالرحمة والإحسان من منزل كان بعيدا والناس يعرفون أن الصدق أولى بها المقربون لأن هذه الدعوة ما هي دعوة استعماء واستغلال واستبداد هذه دعوة نشر الهدى والرحمة بين البشر ومن الله رب الجميع هو الذي أذن في هذا وأمر به وهكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله وسلم ما وصلوا إلى أندلس إلا بعد ما فتحوا شمال هذا فريقا ما وصلوا إلى جبال الأل في فرنسا حتى فتحوا الأصبان وهكذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فلهذا شأن الجهاد كشأن تحريم الخمر الخمر ما حرمت في يوم واحد أو في أي واحدة في فترات أول ما نزل فيها أننا إذا شربناها لا نصلي لا تقرب الصلاة وأم تسوكارا نزلت أولا لا تقرب الصلاة وأم تسوكارا فمن كان سكران لا يحل أن يدخل في الصلاة حتى يزول سكره ويتوضى ويصلي هنا حدثت التساؤلات لماذا إذا نشب الخمر فنزلت يسالونك عن الخمر والميسر فأجاب الله تعالى قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما واستمرت فترة من الزمن فكان عمر يرفع صوته يا ربي بين لنا فالخمر بيانا شافيا يا الله بين لنا فالخمر بيانا شافيا فنزلت آخر آية بصورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قولي فاجتنبوه فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا يا ربنا فأريقت في أزقة المدينة حتى جرت في الأرض فكذلك القتال كم كان يتمنون ويطلبون الإذن من الرسول لما نقتل فلان لما كذا قلوا مسبير أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما قويت شوكتهم وأصبحوا أهلا نازلت أذن الذين يقاتلون نازلت هذه الآية قاتلوا من يقاتلوكم ثم الآية الختامية قبل الختامية أعطوا المشركين عهودا أربع شهر إما أن تسلموا أو تخرجوا من الجزيرة لأن وفاة الرسول قربت ولم يصلح أن يموت الرسول وفي الجزيرة من يعبد غير الله لتكون قبة الإسلام وبيضته وبعدها من وراء نزلت آية قاتل الذين يلونكم فتحمل مسؤوليتها أبو بكر الصديق فبعث بجيش سامع إلى الأردن والشام عمر بعث بجيشه إلى العراق وفاس وهكذا عثمان بعث بجيشه إلى شمال أفريقيا وإندلس وأخذ الإسلام ينتشر وأصبحت حدودنا تلل وراء الهند مهر السنة ووقفنا بكيد أعدائنا ومكرهم لكن في يوم ما لو يعود لنا سلطاننا وقدرتنا وقتالنا نطبق أمو الله عز وجل نبدأ من جديد بيسبانيا لأنها في حدود المغرب نبدأ بروسيا لأنها في حدود غسلافيا وهكذا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلغا بالسلاح العتاد والقوة وأعلموا أن الله مع المتقين ومعنى هذا اتقوا الله في كل أوامي ونوائيه فالتفيد في السلاح والعتاد أيضا معصيها صاحب ما ينتصر الخلاف الفرق هي آيات هزيمة الإعلان عن معاصي الله والمجاهرة بها أهلها ما ينتصرون فكلمة وعلموا أن الله مع من ما قال وعلموا أن الله معكم هو المفروض يا أيها الذين آمنوا قاتل الذي علونكم من الكفا وليجدوا فيكم غضا واعلموا أن الله معكم ما قال هذا المفروض أن يقول أن الله معكم وحين إذن يكون مخذوعين قال الله معنا إذن غني وبات شرب الخمر غدا قاتل اللهم عاف لا إله إلا الله وأعلموا أن الله مع من مع المتقين الذين يتقون غضب الله بترك معاصيه ومعاصي رسوله أما نقاتل ونحن مؤتكب الجرائم الموبقات لن ينصرنا أبسط ما يكون إذا اختلفنا انهزمنا حرام الخلاف بيننا أبسط ما يكون إذا ما عددنا العدى ولا سلاح ولا والله يقول وأعده ونحن نقول لا ما في حاجة الله معنا والله من تصر من ألطف ما نسمع ما قال والله معكم المقول هو هذا يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفاء وليجدوا فيهم غرة واعلموا أن الله معكم لو تمت هكذا لا لغن المؤمنون ما أصبح يبالي بالمعصية الانتصار حتما الله معنا فبدل معكم قال مع المتقين إن اتقيتم أوامرنا نحن معكم عاصيتم تركناكم لأنفسكم الهداية الأولى وجوب قتال من يقاتل المسلمين والكف عمن يكف عن قتال وهذا أيضا وإن نسخ في هذه الآية غير منسخ في اللقاء ما قلنا الخطة هياء أن الذين يلوننا في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرض نعسكر حقيقة أمامهم ثم نراسلهم وهم مخيارون بين الدخول في الإسلام ليكمل ويطه ويسعد ولا شيء برهم ولاحد ما يخر منهم بل نحمل إليهم إن كانوا فقار الأموال فإن رفضوا يسمحون لنا أن ندخل ديام لتعليم الناس وهدايتهم ولنطبق بينهم شرع الله لإصلاح وإكمالهم ويعطون ما يسمى بالجزية يعني نقد لا قيمة لهم فقط إعلان على أن دخلوا في ولاية المسلمين وحمايته فإن رفضوا لم يبق حينئذ إلا أن نقاتلهم حتى يخضعوا من نقاتل نقاتل جيوش وحكومة والشعب المسكين لما يبقى محروم هداية الله فنقاتل فإذا هزمناهم أي هزمنا الجيوش دخلنا ونشرنا الرحمة والخيرة والهدى بينهم ثانيا حرمة الاعتداء في القتال ويكون الاعتداء في القتال بماذا مثلا بالإحراق بالنار ما يجوز يكون الاعتداء بقتل الأطفال كيف يغطف ليقتل أو يضرب أو يوذع يكون الاعتداء بقتل النساء النساء حسب سنة الله تعالى ما يبوز للقتال وإن حدثت حادثة نادرة لا قيمة لا النساء لا يقاتل أبدا والآن بعض حكوماتنا المتقدمة جيشت النساء أضحوك هذه أظن رأيتم في المجلة مجاهدات والشاهد عندنا هذا خبط وضلال تفاهى في العقول نعرض عن الإسلام ولا نطبق قواعده ولا شائعه ونجيش النساء ونجعل حارسات والمجاهدات لمن عدم مجال فهم ضيع في كل مكان إذن حرمة الاعتداء في القتل أو في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتل نعم فالشيء آخر من أين أخذنا هذا الهدايا من أية آية أي وقاتل نعم الذين يقاتلوا لكم ولا تعتدوا الرابعا ثالثا حرمة القتال عند المسجد الحرام أي في مكة والحرام اللهم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه لما دخل الرسول بـ 12 ألف هل دخلوا ليقتلوا المشركين لا أبدا من قاتل هم قتله من أسلم وانقاد ما قتل ومع هذا أعلن الرسول عن حرمتها من يوما خلق الله السماوات وأنها حرام إلى يوم القيامة ولم تحل إلا ساعة منها أحلها الله لرسوله ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة لكن لو أن شخص أو أشخاص هربوا إلى مكة لصوص فما الحكم الأولى أننا نلقي القبض عليهم ونخرجهم خارج الحرام ونعدمهم إذا كانوا قد قتلوا ولا نقتلون في الحرام هم قتلوا إخواننا خارج مكة في جدة في كذاف الطائف وهربوا إلى الحرام هل نقتلهم في الحرام الذي عليه الجمهور أن يخرجوا إلى خارج الحرام ويقوم عليهم حد القتال أو القتل خارج الحرام امتفال لقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام لكن لو هاجموا ودخلوا برجالهم إلى مكة ماذا نصنع نقاتلهم ماذا قد قاتلون فيه لا بد أن نقاتلهم رابعا الإسلام يجب ما قبله ما معنى يجب يقطع الجب القطع ما قبل إسلام المرأ يطر كله لو قتل ألف مقتول وأخذ مليار مليار دولار وفعل ما فعل إذا أسلم جاء في عهد جديد الأول كله معه عنه لا يطالب به ولا يواخد به أبدا الإسلام يجب ما قبله والتوبة أيضا تجب ما قبله كان يشرب خمرا كان يتعاط ربا كان عاقا لوالديه كان خائن لجيرانه كان كان ثم توبت الناصرها ما يبقى مطالب بشيء اللهم إلا الحقوق الخاصة من الأفراد ما ليرده لأصحاب التوبة أيضا تجب ما قبلها التوبة النصوح التي صاحب ولا يعود إلى الذنب ولو صلد وقتل وحرق الإسلام يجب أن يقطع ما قبله ما الدليل على هذا هو قوله تعالى فإن انتهوا عن الشرك والكفر وقتالكم وأبيتكم وإخراجكم ودياركم فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا وتابوا فالله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم لماذا لأنه تعالى غفور رحيم الإسلام يجب ما قبله هذا أخرناه من قوله تعالى فإن انتهوا عن قتالكم وحربكم عن الشرك والكفر والفسق والفجور فإن الله غفور رحيم فسيغفر له ويرحمهم لأنه هكذا هذا وصفه الغفور رحيم خامسا وجوب الجهاد وجوب الجهاد أي قتال الكفار من أجل أن يعبد الله وحده هذا قتال واجب وهو فرض كفاية وفرض الكفاية يقابل فرض العين فرض العين هو ما تعين على كل واحد من أهل الجهاد ذكر ليس بأعرج ولا مريض ولا أعماء ليس بشيخ هريم قابل للقتال هذا هو الذي يتعين عليه القتال أما النساء والأطفال والمرض والعميان والعوج فلا لا فهذا الجهاد فرض كفاية إذا قام به بعض المؤمنين وأدوا الواجب وانتصروا أو دفعوا عن المسلمين الخطر الآخرون لا يأثمون أبدا نعم يحرمون الأجر ما في ذلك شك ما دام مجالسين ولا يقاتل كيف يثابون كل ما فالأمر أنهم لا يأثمون ومن أراد الثواب فليخرج إلا إذا قال إمام المسلمين لا تخرجوا حينئذين أطاعوا إمام المسلمين أطاعوا الله فهم مأجرون لأن قلوبهم مع الجهاد فهم كالذين رجعوا لضعفهم وعجزهم وقلوبهم تتحرق إلا وجوب الجهاد وهو فرض كفاية إذا قام به جيوش المسلمين أو مقاتلهم سقط الواجب عن الباقين فإن عاجز الجيش ولم يقدر على الفتح أو الذفع حينئذ تعين على المؤمنين أن يكمل ذلك النقص ويسقط الواجب حينئذ ما تم ذلك يتعين عليهم ولهذا يقول أهل الفقه يتعين الجهاد ويكون فرضع في ثلاثة مواطن الأول أن يداهم العدو مدين من ندننا في حدوده مينا من موانينا أهل المدين أو المنطقة يجب أن يقاتل هذا العدو نساء ورجال حتى يرد من حيث آتا ويواصلون قتالهم حتى ياصلهم المدد في الزمان الأول المدد يحتاج إلى عشر أيام العشرين بغال خيول وجمال الآن في أربع عشر الآلة في خمس ساعات فأهل المنطقة التي هاجمها العدو بالنيل أو بالنهار يجب أن يقاتلوا ولا يسقط الفرض عن أحدهم إلا عن عاجل حتى يهد العدو ويقهر أو يصل إليهم إمدادات المسلمين وحينئذ يسقط وما يصبح فرض عين هذا موطن موطن الثاني أن يعين الإمام المجاهدين يقول أبناء الخامس والعشرين إلى الثلاثين كلهم في التعبير بالعمر مثلا أو يقول أصحاب الواحد والعشرين من أعمارهم إلى الثلاثين الكل يدخلون الثقنات ويلتحقون بالجهة تعين تاري ولا لا لا يصح لواحد من أولا أن يتأخر فالذا أن يعين الإمام فلان وفلان وفلان إذا عين تعين وموطن آخر وهو ما يعرف بالتعبئ العام أو النفير إذا رأى إمام المسلمين أن هذا العدو ما يكفي فيه عدد الأم كله تدخل معارك كما حدث في غزوة تابوك ونزل إلا تنفي وعذبكم فلم يبقى موم إلا مريض أو اعتذى بعذر باطل وما تخلف إلا ثلاث أنفار بدون عذر وحصل الذي حصل وتاب الله تعالى عليهم ذاك هو التعبئ العام وما عد هذا فالجهاد فرض كفاية إلا أن جهاد النفس وهو أشق فرض عين لا يسقط عن مؤمن ولا مؤمنة جاهد نفسك حتى لا تعبد إلا ربك وحتى لا تعبد إلا ربك أي لا تعبد هواك ولا دنياك ولا شياطينك بل عبد الله رحده ومعنى هذا تحملها على النهوض بالتكاليف والواجبات بلا تردد وتحملها على الابتعاد عن معاصل الله وحاربها ليلة ما هو عام إلا عشر عام طول عمرك فلهذا يقال الجهاد الأكبر هو جهاد النفس والجهاد الأصغر دونه وورد في هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح لما عادوا من غزوة قال لهم واجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وقوله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين هذا يتناول الأول جهاد النفس يجاهد نفسه في ذات الله تدركيه لما نجاهد الكفاء لأجل ماذا لأجل أن يعبدوا الله أولا من أجل أن يعبد الله وحده ويدخلون في الرحمة إذن وجهادنا لأنفسنا لأجل ماذا من أجل أن نعبد الله أولا وأن ندخل في رحمته ولهذا جهاد النفس كما علمتم ذكر الحافظ بن حجر في شرحه للبخاري وما يعبد بالفتح قال جهاد النفس هو أن تحملها وهي كارع على أن تتعلم ما يعبد به الله وتعرف كيف تعبده وهذا تعلم العلم الضروري كيف تتوضى تغتسل تتيمن تصلي تصوم تزكي تبيد تحسن إلى من يحسن هذه الضروريات تحملها على أن تتعلمها وهي كاره قطعا ما تريد التعب ولا الصهار ثم تحملها على أن تعمل بكل ما علمته ولا تتخلى أبدا عن فريض عرفة أو واجب علمته ولم تعمله وهذا يحتاج إلى إكراه لا وضغط عليها حتى تعمل بكل ما تعلمته وأخيرا تحملها على أن تعلمه هذا هو الجهاد الأخير نحن نغذ الكفار من أجل أن نعلمهم هذه المرتبة الثالثة فأولا نحن أولا نعبد الله ونستقيم على من أجه فإذا كمنا وطبنا وطهرنا ننقل رحمة الله إلى غيرنا هذا الجهاد جهاد النفس أما جهاد الكفار كما علمتم قاتل الذين يلونكم من الكفار جيوشنا المضربة المسلحة في الحدود ويتراصل من حولها وتغزو فإن ضعفنا لا بس أن نتخذ معه معهدات موقتة ما استطعنا نقاتل فرنسا نتخذ معهد أربعين سنوات ثلاثة سنوات كذا كما فعل الرسول السلام باليهود في المدينة لما نزل المدينة عاهد بن قريضة عاهد بن النظير عاهد بن قينوقا ومن أخلف الوعد ومزقه يستوجب القتال وما قاتل لهم حتى نقضوا بن قينوقا ماذا فعلوا آذوا مومنا جاءت إلى قين حداد تصلح عنده يعني سوى وإلا خلقال أو كذا وجالست تنتظر بنقابها فجاء يهودي وهي جالسة يتهكم بها وأخذ إذاها من وراها ووضع على رأصها لتبدو عورتها وهم يضحكون فجاء مسلم فصاحت فتقاتل معهم حينئذ أعلن رسول صلى الله عليه وسلم عن قتالهم لأن انقضوا العهد بأذية المؤمنة وشفى علىهم ابن أبي وأجلاهم عن المدينة بدون قتال ولكن خارجوا لم يبقى منهم أحد بل النظير تآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاهد بين وبين آخرين على أن هم يدفعوا الدي باشتراك وتعاون وكان الدي كثير فذهب الرسول مع أبي باك وعمر إلى بن النظير على ثلاثة كيلو متر أو أقل يطالب بموجب الاتفاقية أن يساهموا في هذه الدية التي تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا مرحبا وأنزلوه في ظل جدار وأفرش أو الفراش ثم أخذوا وفكرون كيف يقتلون فهداهم الشيطان إلى أن يطلقوا عليه رحة من الصطح الصطح كانت البنائية كما تعرفون طابق واحد فوق الجداء ويأمونها عليه واتفق على هذا وأوحي إليه صلى الله عليه بالمؤامر باللاسلك بالهاتف الإلهي أنقم فقام جمع عليه ثياب وخرج ومشور أصحابه صرحوا يا رسول الله يا رسول الله دخل المدينة وأمر بإعداد الجهاد إلى بن النظير فخرج مع رجاله وعلى رأصهم الراشدون وطوقوا البلاد ونزل فيهم قرآن ألم تأل الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين من الكتاب لإن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهدونهم لكاربون لإن خرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا لا ينصرونهم هؤلاء هم المنافقون بعئاسة بن أبي كانوا يقول لا مذهت نحن معكم وهم محاصرون وفيهم آية أول الصورة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعات حصونهم فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم مرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الممين فاعتبروا يؤلاء الأبصار هؤلاء هبن الناظير فلما هاجمهم الأصحاب وقطعوا نخلهم ما قطعتم الليمة أو تركتمها قائما على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وإن كان تألم أصحاب عن قتل النخل أو إحراقه لأنهم أصروا أبا وننزل وبعد ذلك أعلنوا عن هزيمتهم وطالبوا من الرسول السلام أن يحملوا أمتعاتهم آذين لهم فحملوا حتى الأبواب الأخشاب آل كل وذهبوا نزلوا بخيبة ودخلوا إلى الشام بانوا قويض آخرهم لما جاءت الأحزاب بالمؤامرات وتضامنوا مع أعداء الرسول السلام فمن ثم أعلن الله عن قتالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المعسنين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاصا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 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 وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين مرة ثالثة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذه الآيات وبخاص هذه الآية الأولى في سياق ما قبلها تشجيع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم وتعليمهم أن من قتلهم فالشهر الحرام فليقاتلوا فالشهر الحرام إذن قوله جل ذكر الشهر الحرام ما المراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد ورابع فرد الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد أي متوالية بعد وحد بعد وحد وآخرهم فرد ليس قبله ولا بعده شهر حرام فالثلاثة السرد هي شوال والقعدة لا هي القعدة والحجة ومحرم القعدة والقعدة والحجة والحجة والمحرم ثلاثة ثلاثة أشهر سرد واحدة بعد واحد والفرد هو رجب بين شعبان وجماد الآخرة ويقال فيه رجب الأصم لأنك لا تسمع فيه صوت السلح وقعقعته هدنة فرضها الله عز وجل على العرب في الجاهلية إذا شاهد هلال رجب لم تسمع صوت السلاح أمنا ويسود الجزيرة أمن لن تستطيع الأمم المتحدة أن تفرضه لو جلبت كل قوابها ولكن تدفير الله ويقال فيه رجب الأصب لأن الخير يصب فيه صبع هذا الشهر صيامه مستحب ولكن لا يكمل كرمغان لابد من الفرق بين الواجب والمستحب فليصم ما شاء يصون ثم يفتر في أول أو آخر الشهر الحرام أي من قاتل لكم في الشهر الحرام قاتلوا في الشهر أما هو ويستحل الشهر الحرام ويقاتلكم وأنتم لا تستحلون وتمدوا أعناقكم لا سيدكم ما يغضى لكم بهذا الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص الحرمات جمع حرمة كظلمات وظلمة والحرمة ما يحرم تناوله أو أخذه أو أعطاه الحرمات منها الشهر الحرم منها البلد الحرام منها الإحرام فمن قاتلنا في البيد الحرام نقاتل من قاتلنا في الشهر الحرم مقاتل من قاتلنا وهو محرم نقاتل ونحن كذلك محرم هذا تدبير الله لأوليائه والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتد عليه بمثل ما اعتدى عليكم هنا تأمل يا عبد الله وتأمل يا أمد الله لا تفهمن أنك أنت مأمور بأن تعتدي على من اعتدى عليه هذا لا يصح أبدا لأن الفوضى انتهت وأصبحت الدولة الإسلامية وإمام المسلمين والشريع والقانون لا يحل لأحد أن يعتدي عليه آخر فيعتدي عليه بل يجب أن يحمل رأمه إلى الحاكم وهو الذي يقتص وإلا معنى الفوضى على منتهى هذا بالنسبة إلى الفرض أما بالنسبة إلى الأمة نعم والله خاطب رسول الله والمؤمنين يا أمة الإسلام الحرمات قصاص من اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد قاتلوه أما الفرد المسلم أولا لأن يعفو ويصبح أفضل بكثير من أن ينقل أمره للحكومة ويطالب بحقه فمن عفى وأصله فأجعه على الله الحديث فإن كان ولا بد فليرفع أمره إلى المسؤولين قضاء مراح كام إمام وهم الذين يقتصون لهم من عدوه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم آيتها الأمة الإسلامية دولة من الدول أغارة اعتدت شعب قبيلة القصاص أذن الله لنا في ذلك أما الأفراد المؤمنون فإياكم أن تفهموا أن كل من ضرب يضرب كل من أخذ مال يأخذ إذن لا حكم ولا حكم ولا نظام أين الإسلام وهنا مسألة دقيقة من استطاع أن يفهمها لا بس ما استطعت لا تحكيها ولا تعمل بها ما هي محمد بن إدريس الشافع إمام من أئمة أهل السنة والجماعة هذا القواش الهاشمي يرى أن المؤمن إذا سلبه أحد إخوانه مالا تأكد أن فلان أخذ نعجته أو أخذ ثماته أو أخذ ثوبه وهو في وضعية لو يشتكي ما يعطى حقه متأكد أنه لو رفع إلى الحاكم ما يستطيع الحاكم يعطي حقه ما فيه بين ولا حج يقول باجتهاد منه فقط إذا كان في إمكانك يا عبد الله المسلم أن تأخذ من صاحبك بقدر ما أخذ لا تزد ولا أو باعتمر إذا كنت تقدر على أن تأخذ ممن أخذ منك بقدر ما أخذ أو أقل إياك أن تزيد بأدنى شيء فإن كنت قادرا على هذا الموقف وتستطيع 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 أن لا يعلم بك فتتهم بالسارقة ويقام عليك الحد بقضع ذلك فالموقف فالموقف جد صعب قد يتأت لواحد ولا يتأت لألف لكن في بلاد ما في حكم عادل ولا ولا وأخذ لي فلان أنا موقن أنه أخذ لي نعجة وأنا في حاجة فإن كنت أعلم أنني أخذ نعجة دون نعجتي في السمن والهسم أقل ولا يطل علي أحد لا بأس لأني ما ظلمت استرددت حقي فقط ومن الخير أن يترك هذا فوّر أمرك إلى الله واعفو واصفح والله يعوذك فقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم هذا يخاطب من رسول الله والمسلمين يخاطب الأمة والدولة والأفراد وهذا أيضا منسوخ بآية الجهاد يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون لكم الكفار فإذا سالح الأشر العف فأقتل المشركين حيث وجدتمهم اعتدأوا لم يعتدوا انتهى أمر وجود في داول الإسلام وقلوا وقلوا تعالى واتقوا الله هذا أم إلهي لعباده المؤمنين بأن يتقوه أن يتقوا غضبه وصخطه وعذابه لأنه إذا غلب إذا صخط إذا انتقم شديد عقاب وأنتم أيها المؤمنون تعرفون قدرة الله يحول النعم إلى نقمة والسعادة إلى شقى والصحة إلى مرض والحياة إلى موت أمم يقلب عليهم الأرض إذا انفتقوا الله أي لا تخرجوا عن طاعته لا تفسقوا عن طاعته امتثلوا أمره بفعله وامتثلوا نهيه باجتنابه أوامر الله ونواهي لا تتصورها فقط في الصلاة والزكاة هي في كل ما شعر لنا أن نأخذ به ونعمل به الجهاد فريضة الله وعرفنا حكمه بالأمس وبينناه هذا الجهاد لا بد له من عدة فإن خرجنا نقاتل عدونا بدون عدة وبدون عدد يكافئ ويقاتله ما اتقنا الله إذن فقد يصيبنا بالنكبة ويصلط علينا العدو بالهزيمة لماذا ما اتقيناه فلو اتقيناه لعملنا بقوله وأعد لهم ما استطعتم من قواء ومغباط الخيل توهبون عدو الله وعدو فإذا عدو أن يقاتل بالمدافع وننخوج بالعصي ونقول عصايا أفضل من مدفع بريطان ولا إسرائيل فهذا موقف صعب واتقوا الله أي خافوا نقمته خافوا سنن أو تنعكس عليكم إذن فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أطيعوا أصوله وأطيع قائدكم في المعركة لا تفترقوا ولا تختلفوا عنه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمرهم أولا بأن يتقوا ثم علمهم أنه معهم لا مع المتقين ما قالوا اتقوا الله واعلموا أن الله معكم من ضمن أنهم اتقوا الله حتى يكون معه فلهذا قالوا اعلموا أن الله مع المتقين له الذين يعملون بسننه الكونية وليفرطون أبدا فيما سنى وقنى من قوانين الحياة هلا علم ويقين هؤلاء الله معهم بالنصر والتأييد وما إلى ذلك من أنواع حب الله عز وجل للمؤمنين واعلموا أن الله مع المتقين لطيفا لو قيل لنا من هم المتقون نقول بن هاشم الأنصار من هم المتقون الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله وينتهون عما نهى الله وعنه ورسوله ثم من الذي أمر الله به ورسوله وما الذي نهى عنه الله ورسوله هنا الوقف الطويلة 95% من المسلمين والمسلمات ما يعرفون ما أمر الله به ولا ما نهى عنه كيف يتقون أعوئنا دلون يا رحمكم الله الذي ما يعرف ما أمر الله به كيف كيف يتقيه فيه ويطيعه لا يعرف ما نهى الله عنه كيف يتقيه بتوته هنا نبدأ أول خطوة فاعلم أنه لا إله بما بدأ اعلم أولا اعرف الأوام والنواي بالتفصيل في المعتقد والقول والعمل والسلوك معرفة يقينية ثم افعل ما أمر الله وتوكمانها الله بدون معرفة لن يستطيع أحدا يكون تقيا يغش نفسه من وإذا يكون من المتقين وهو لا يعرف فيما يتقيه ما سأل ومن هنا واجب طلب العلم قبل أي حركة قبل أن تقوم تصلي يجب أن تعرف كيف تتوضع وكيف تصلي ومعنى هذا أن على المسلمين أن يتعلم كيف يتعلم يا شيخ مشغولون يطلبون العيش بهم وتعب من الصبح إلى الليل كيف يتعلمون ما تجدون لنا حل أيها الممنون اطلبوا لنا حلا كيف نتعلم ونحن في هموم الحياة ومتطلباتها العمل كيف نتعلم إذا ما تعلموا تدخلنا إذا تعلموا من يسأل ما الطريق إلى أن نتعلم الجواب معروف مللناه بالتكرار اعملوا أيتها الشغيلة أيها العمل في المزارع في المصانع في الدكاكين في ماما حتى في السماء حتى في السماء صاعدين هابطين بالمضارات إذا دقت الساعة السادس مساء أوقفوا دولاب العمل تطهروا إلبسوا إلبسوا ثيابكم الطاهر النظيفة ألقوا بثياب العمل واحملوا نساكم وأطفالكم وأموا بيت ربكم المسجد الجامع وليجلس النساء وراء الستار والأطفال دونهن والفحول أمامهن ويجلس لهم عالم ربان يعرف عن الله ورسوله ليل آية وليل وليل حديث ليل آية تعلمون وليل حديث طول العام لا طول حياة هذا نظام حياتنا لأننا نتهيأ لنخترق السبع الطباقة وننزل بالملكوت العلام فلا يشق علينا أبدا أن ننقاطع إلى الله ساعة ونصر أو ساعتين في بيته ويكم لنا والله العلم الكامل ما يبقى فالقرية ولا فالحي راجل ولا مرأة لا يعرف ما أحض الله لا ما حرم لا يعرف ما أوجب الله لا ما حرم فقط بالسماع يا شيخ ما يمكن السمحة لنتعلم به وأصحاب نبيك صلى الله صلى الله ونساهم تعلموا بما بالقراطيس والأقلام جلهم ما يقع ولا يكتب هذا العلم ما يطلب أبدا قراءة ولا كتابة هذا اعلم واعمل فقط تعلمت مسألة طبقها الليلة فيوسخ العلم في جسمك كاملا في كل حواسك اذا قلنا ما نستطيع هذا نريد ننفي عن أنفسنا اذا تركنا العمل نمشي الى المقاه ونريح أنفسنا يعني كاليهود والنصار اذا لا بس لكن لا توفع رازق للسماء ولا تطمع ان تدخل الملاك تاليا كن كالهابطين الى الدركات السفلة يا شيخ هذه مبالغة انا اسألكم بالله هل بلغكم حكم الله الصادر علينا ما نص هذا الحكم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها زكاها اي نفسه بما يزكي بالبقلار بالرزو اللحم بالرقص بما يزكي دلوني بما شرع من هذه العبادات التي تؤدى على الوجه الذي شععت لتنتج الزكاة والطهور للنفس وفي نفس الوقت يتخلى ويبعد عن كل ما من شأنه ان يدسي نفسه كالكذب والنظر المحرم الى الكفر والشرك وجهاد متواصل حتى الموت ما هو بالأمر الهيئ ان تغمض عينيك وانت في الملكوت الاعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من اين لنا هذا لكن ضاعت قرون عديدة لآبائنا وامهاتنا واجدادنا وهم كالبهائم والآن افقنا ما زلنا ثلاثة اربع المسلمين ما يعرفون الله ولا مراده ولا محبة ولا بغضاه هل فهمتم لما ما تبلغون هذا اسألكم حتى لا نلوم الغايبين لما انتم لا تبلغون اهل الشيخ يبكي كل ليلة ادى الواجب وانتم لما كل صاحب حي لما يقول لأهل حي تعالوا نصل المغرب العشة في مسجدنا نأتي ببناتنا ونسائنا ونتعلم كتاب الله وسنة رسول الله حتى نخرج من ظلمة الجهل حتى نزكي انفسنا اهل القاوية كذلك الجواب لا 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 ليما الامر لله كلامي هذا كان المفروض رؤساء البلديات يطبقونه والله العظيم شيخ القاويات يا معشر المؤمنين انتم ماذا تصنعون بعد نهاية العمل تعالوا الى بيت الرب كلنا نتعلم الكتاب والحكمة لنزكي انفسنا لنهذب اخلاقنا لنتأدى باداب نبينا لنكمل نكمل نكمل واذا صلينا العشاء شبعنا ما نقضي اغاني ولا له ولا باطل حتى الاكل والله تفاحتك فيك ممكن وتناموا مع الملائكة الجواب لا غنوا زمروا تباتوا اعبذوا وتناموا مع الشياطين هذا واقعنا المرع أرضينا أم أبينا حتى نتوب إلى الله توبة الصدق ونعود إليه بحق قال واعلموا أن الله مع من مع المتقين من هم المتقون الذين عرفوا فيما يتقون الله من الفعل والتركي وفعلوا المأمور وتجنبوا المنهية أولئك هم متقون أولئك الله معهم لن يخضوا لهم ولن نصلط عليهم عدوهم ولن يقربهم ولن يحزنهم أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة للبيان السابق الذي أعلنه تعالى من كذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم تعفون منهم المؤمنون المتقون هم أولياء الله كأن سأل يقول يا أبي من هم أولياءك قال الذين آمنوا وكانوا يتقوا وقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك الإنفاق في سبيل الله إنفاق ماذا الطاقات المال العقل البدن أنفق في سبيل الله أي سبيل الله هذه ما نعرف ما سبيل الله أجيب آل إسلام الموصل إلى جوام الله في الملاكوة سبيل الله سبيل الله أن يعبد الله وحده وتعبد البشرية كلها ربها حتى تصل إلى جوامه في الملاكوة العلى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك التهلك والهلك والهلك بمعنى واحد هنا يعوى أن أبا أيوب الأنصار مضيف نبيكم صلى الله عليه وسلم أو الغيافة في المدينة قال لما رأينا انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قلنا هيا بنا يا بني فلان أهل مدينة نعود إلى حقورنا ومزارعنا ننميها ونصح من حالها وقفنا العمل فيها سنوات أربع خمس أو الآن الإسلام ضهر وانتصر هيا نعود إلى أعمالنا الدنيوية ما انفاهوا بها ونطقوا في مجتمع خاص حتى فوجئوا بهذه الآيات وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالب لأن إيقاف الجهاد وإيقاف الاستعداد ينظ إلينا العدو وأننا مهزولين ضعف لقوطة لنا فيكفر علينا ويحطمنا فلهذا رحم الله الشيخ رسيد رضا في مناره قال هذا يسمى بالسلم المسلح على الأمة أن تعد العد ما أمكنها وإن كانت لا تنوي القتال وليس هناك من يخامه أن يقاتلها معاهدات أمن كامل كما هي أحوالنا في هذا الوقت بالذات يجب أن تكون عدتنا أعظم عد أنواع السلاح على اختلافها أنواع استعمالها أنواع رجالها وا 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 وإن كان ما لنا أمل في أن نقاتل إذا شاهد العدو تلك القوة لا يفكر في الإغارة عننا ولا في قتالنا أما إذا ميز قد وعرف كميات سلاحنا وما عندنا إذن يدفع الشيطان إلى أن يغوء يغير علينا ولهذا قال لنا تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم يعني في حدود قدرتكم يعني من القدرة اسمعوا أيها المواطنون من الآن لا نأكل أكلة الصباح أبدا نكتفي بغداء العشاء ونفقت الصباح هذه خمس ريالات كلها في ميزان الجهاد ما أصبح الدولة أقوى مننا يعلن الإمام اسمعوا نكتفي بأكل واحدة في 24 ساعة وثمن تلك الأكلة في ميزانية الجهاد وإعداد العدة والله لك ما تسمعون وإلا كيف قول ما استطعتم وأعد لهم ما استطعتم القوى أي أبذلوا ما تستطيعون وكوننا نحرم أكل في اليوم مثلا لأن نصبح أهل عتاد حابما هم بشيء أبدا في سبيل إبقاء ناحياء سعداء طار نصفياء حتى لا يصلط علينا خبيث منجز كاف مشرك يذلنا ويهيننا ويفعل فينا العجب فعلى وإلى ما فعل استعمرتنا بريطانيا إيطاليا أصبانيا بلجيكا هولندا أي العالم الإسلامي بكامله وضع تحت أقدام النصارى واليهود اليهود فقط حثالة البشر أذلون وللا أذلون أهانون فعلوا بنا العجب لما قولوا لما تعرفون والله إننا لعلى علم أعرضنا عن الله فأعرض عنا ووكلنا إلى أنفسنا سمعوا سمعوا ثم قول أبي أيوب الأنصاري لما ظهر الإسلام وانتصر النبي صلى سلم وفتح الله مكو وقال قلنا لبعضنا نحن الأنصار نعود إلى حدائقنا وأعمالنا وبساتننا فلم يرضى الله تعالى ذلك لهم فنزل وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأهديكم إلى التهلك وقوله تعالى وأحسنوا أحسنوا من هم المؤمنون أحسنوا لا تسيئوا ما هو الإحسان الإحسان بالمعنى الحقيقي هو ثلث الإسلام الدين الإسلام السبيل الموصل إلى الله يعتمد يتكون ثلاث خطوات الإيمان الإسلام الإحسان وخطوة الأخيرة الإحسان أعظم من الإيمان والإسلام لماذا إذا لم يحسن إيمان أو إسلام وما انتبع به فالإحسان معناه العام إلى الفقاء المساكين المحاويج إلى إلا إلا قارب إلى إخوانك المؤمنين بالابتسام والسلام عليكم والنصرة وما إلى ذا كل إحسان لكن الإحسان الخاص هو أن تعبد الله عبادة من شأن أن تنتج لك القوة والكمال والطهار والنظافة والسعادة في الدنيا والآخرة بمعنى تطبق شرع الله تطبيقا تاما فينتج هذه الكمالات ولا يتم لك ذلك إلا إذا كنت تعيش مع الله لا تفارق الله أبدا أنت معه إذا أردت أن تقول كلمة استأذننا قول يا ربي وإلى لا فإن كانت حلالا نافعة أذن لك كانت حراما ضارة قال لا تقل لا تنظ نظ إلا بإذن لا تأكل لقم إلا بإذن لا تمش خطوة إلا بإذن لا يتنامس إلا بإذن أنت مع الله فالذين يعيشون مع الله والله معهم هؤلاء لن يضرهم شيئ ما دام مع الله ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان يا جبريل تسألني عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن ضعفت عن هذه المرتبة السامية ونزلت فاعبده وأنت تعلم أنه يراك أما أن تعبده ولا أن تتراه ولا تعتقد أنه يراك والله لن تحسن العبادة حتى ولو كان الوضو ما تتقنه لا يمكنك أن تحسن العبادة حتى تنتج الطاقة الحقيقية من النور إلا إذا كنت تراقب الله في ذلك مع مع مراقبة الله ما تستطيع أن تعبث أو تزيد أو تنقص أبدا تؤديها كما هي فإذا أديتها كما هي تولد النور وإلى الحسنات وأحسن ما كان لنا فقط صلينا ركعتين صلينا ركعة ذكرنا قرانا مشينا جلسنا نحسن أعمالنا ولا يتم ذلك إلا بمراقبة الله كأننا بين يدي الله نستحي أن نزيد أو ننقص هذا الإحسان يولد النور فتشرق النفس والقلب ويشرق ذلك النوع للسمع والبصر والمنطق واللسان فنصبح كأننا ملائكة أطهى والله يحب المطهرين الله لا يحب الخبث أبدا ولا أهله يحب الطهر والطهور شطر الإيمان فمن أراد أن يكون من أحباء الله فماذا يعمل الليلة يحسن عمله كيف يحسن عمله يؤديه كما هو مطلوب ما يزيد ما ينقص ما يقدم ما يأقى ما يفقد منه شرط من شروطه ولا ركم أركانه هذا العمل هذا يولد له الحسنات فتشرق نفسه وتطيب وتطوع فيصبح بذلك آل لأن يحبه الله لأنه من المطهرين هذا ونستمع إلى شرح الآية في التفسير أولا الكلمات نتأكد مما سمعنا سبيل الله ما هو الطريق الطريق الموصل إلى رضوانه الشهر الحرام ما هو قال الشهر المحرم الشهر الحرام وشهر المحرم أي المحرم القتال فيه والأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد فالثلاثة هي القعدة والحجا ومحرم والرابع الفرد راجب الحرم الحرم جمع الحرم كالشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام ذي حرمات إن الله مع المتقين المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى ومخالفة سننه في الحياة وكونه تعالى معهم يسددهم ويعينهم وينصرهم التهلك الهلك والهلاك مثلها الإحسان إتقان والطاعة وتخليصها من شوائب الشرك وفعل الخير أيضا كل إحسان معنى الآيتين الكريمتين الآية الأولى في سياق ما قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم وتعلمهم أن من قاتلهم فالشهر الحرام فليقاتلوا في الشهر الحرام ومن قاتلهم في الحرام فليقاتلوا في الحرام ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهم حرم وهكذا الحرمات قصاص بينهم ومساواه ومن اعتدى عليهم فليعتد عليه بمثل اعتدائه عليهم وأمرهم بتقواه عز وجل وأعلمهم أنه معهم ما اتقوه بالتسديد والعون والنصر هو معهم ما اتقوا مدة ما هم اتقونه معهم بمال بالتسديد والعون والنصر وأما الآية الثانية فقد أمرهم بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدى وتشير السرايا والمقاتلين ونهى أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي هو الجهاد فإنهم متى تركوا الإنفاق والجهاد كانوا كمن ألقى بيده في الهلاك وذلك أن العدو المتربص بهم إذا رأهم قعد عن الجهاد غزاهم وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا قطعا كما أمرهم بالإحسان في أعمالهم كافة حتى في الطبخ الذي ما يحسن طبخ قدر يوكى الطعام برات شاي إذا لم تحسن طبخه ما يشرب فكيف بمعراج السماء الصلاة إذا لم تحسن ما تنتج الطاقة ولا تولدها أبدا قال كما أمرهم بالإحسان في أعمالهم كافة وإحسان الأعمال إتقانها وتجويدها وتنقيتها من الخلل والفساد ووعدهم إنهم أحسنوا أعمالهم بتأييدهم ونصرهم فقال تعالى وأحسنوا إن الله مع المحسنين إن الله يحب المحسنين ومن أحبه الله أكرمه ونصره ومن أهانه وما أهانه ولا خادله من أحبه الله أكرمه ونصره وما أهانه ولا خادله لأن الله لا يهينوا أحبا ولا يخضلهم ما هو من شأنه عز وجل والآن قال هداية الآيتين خمس هدايات هل نعود بها الهداية الأولى احترام الشهر الحرام وسائل الحرومات هيا نحترم الشهر الحرام إذا دخل القعدة بطلنا التدخين دخل الحجة بطلنا لعب الكيرم دخل المحرم بطلنا الصهرات هذه أشرحهم نحترمها دخل رجب ما بقي فينا من يعصي له هذا شهر الله ثانيا جواز المقاصة والمجازات لمن اعتدى بمثله لمن اعتدى بحيث يعامل بما عامل به سواء بسواء هذا في الأفراد وإلا في الحكومات هذا في الحكومة قال المرء مقتول بما قتل تبهتم القصاص لا يسقط إلا في شيئين فاجر فاجر بمرأة فماتت ما يقتل بالفجر كيف يمكن أولا طلائب فقتل هل يقتل بالنوار أما ذهب بعصى بعصى سق السم يسقط السم قطع الرأس يقطع الرأس المرء مقتول مما قتل القصاص المساواة المرء مقتول بما قتل الحديث صحيح وإلا لا المرأة التي قتلها الرجل بحجر على رأسها ما قتلها الرسول بالحجر أيمن هذا الحكم الشرعي قتل برصاص يقتل برصاص ذبح بسكين يذبح بسكين عندما يقوم الحد عليه إلا من قتل بزنة أو لواط يقتل به نسمح لأن يزن حتى يقتل أو يلوط حتى يقتل مع الجواب فقط استثنى أهل العلم هذا الذي لا يمكن فيه المقاصة يقتل وكبه زنة يقتل يقتل قراط يقتل باقي الأشياء المقاصة أخذ لك نعجة أخذ منه نعجة كذا ولا لا أخذ ألف ريال يأخذ منه ألف ريال قطع يد تقطع يده والذي يقوم بهذا من هو الحاكم أما أفراد الشعب الأم لا من تجوز وسمح وصفح أفضل له وإن طالب بحقه قصة له هل تذكرون ما حكينا عن الشافي هذا موطن هذا ثالثا أردوا الاعتداء والنيل من المعتدي الظالم البادي بالظلم والاعتداء هذا للدولة إمام المسلمين إذا دولة مجاوة اعتدت مع أن هذا منسخ كما قدمنا بآية الجهاد الآن يعتدون أو لا يعتدون نحن نعصكر أمامهم وندعوهم إلى الله ليدخلوا في رحمة الله هذه الآيات نزلت قبل آيات صورة التوبة ثالثا رابعا معية الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى والإحسان معية الله كون الله معهم يؤيدهم ينصوهم يفتع عليهم يحبهم من هم أهل التقوى والإيمان والإحسان أما المعية العامة فالله مع كل الكون عرفنا وإلى لا إذا كانت السماوات يطويها بيمينه أين البعد بيننا وبينه نحن بين يده حيث ما كنا فقط جاء المدفوعون إلى تحطيم الإسلام والقضاء عليه فجعلوا الحلول مبدأ وقالوا وقالوا الله حل في كل شيء تبهتم والله منزأ أن يحل في هذه الأجسام الغارق الباطل هذا الكون ما يسعه يحمل بيدي كيف يحل به وهذا المذهب مذهب شر وأخزاه الله وما بقي منه مذهب الحلولية فلما نقول الله معنا بنصه وتأييده نعم والله مع الكل أينما كانوا لأنهم بين يديه كالنملة بين يديه إنسان لا يخفى من أمرنا عن الله شيء ولا يبعد عن الله من شيء قال رابعا معية الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى والإحسان خامسا فضيلة الإحسان لحب الله تعالى للمحسنين الإحسان ذو فضل كبير وإن لا لأنه يرزقك حب الله أي شيء يقرب من حب الله أحب الأشياء إليه الإحسان يقرب من حب الله فلهذا الإحسان فضيلة لا تساويها فضيلا اللهم اجعلنا من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذك وأتيموا الحج والعمق لله هذا حمر الله عز وجل الله يعمرنا نحن المؤمنين والمؤمنات أن نتم الحج والعمر له ولا نشهر به سواء ومن هنا يجب على المعتمر والحاج أن يخرج من بلدي لا يريد إلا وجه الله لا تجار ولا مال ولا ولا ما يريد إلا أداء هذا الواجب حتى يكون قد أدى العمى لله وأدى الحج لله كان المشركون يقول لبيك الله ولبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه مملك هذا مهل الله معشر المؤمنين والمؤمنات نصح نيتنا عند الإقبال على الحج العمى لا نريد إلا وجه الله لا تجار ولا مال ولا فلان ولا فلان نخلصها خالصا لله استجابة لقول الله تعالى وأتيني الحج والعمرة لله والحج كما تعرفون قصد البيت الحرام للعبادة وهو كانوا عارفة وهو الحج الحج عارفة أما العمر فهي اززاء فقط للبيت الطواف والعروم والسعي بين السمر والمار ثم يقول تعالى فإن أحصرتم من أحصركم أدو من الأدو حادث من الاحداف منعك من دخول مكا أحرمت من ميقاتك أو قبله ومسهدك فجاء مانع مانعك من دخول مكة والوصول إليها وأنت محرم بالحجة وبالعمرة على حد سوى فماذا تفعل فما استيسأ من الهدي فالواجب عليك ما تيسأ لك من الهدي ذبح شاء بقرة بعير عنز ما استطعت وقد حصل هذا لرسولنا وأصحابه عام الحديبية كما علمتم بالأمس خردوا في ألف وأربع عميات ومنعهم أهل مكة من دخول مكة واتفقوا على أن يعود العام المقبل سنة سبعة وبالفعل لما منعوا ذبحوا هديهم هناك الحديبية وعادوا إلى المدينة استجابة لأمر الله تعالى فإن حصرتهم فما استيسر من الهدي الذي تيسر نعم لكن لسا معنا هذا نعج عمي عرجة كذا سكون كالعرحية السليمة من العرج العمر المرض لكن استيسر من الهدي قد يكون شاء قد يكون مقرة قد يكون بايرا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا عام الحاج لما يحج ويقض دعاة وينزد من الزلفة متى يجل له أن يحلق لما يذبح ربيحة الهديه في ميناء إن كان أهلا لذلك فإن كان لا قد وتلو يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا عاد إلى بلده فهكذا يقول تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل ما كان لذي حظه فمن كان منكم ماريبا ألبه أبا من رأسه ففديا من صيام أو صدقة أو نسك أي معموم يحلم ثم يمر الزفر إلى أن يغطي رأسه إلى أن يلبس قميصا للمرض الذي أصابه في الأسهل أو في بلده فمن كان منكم ماريبا أو بأدم رصه فما دع عليه هل هو فجر من صيام أي ثلاثة أيام أو صادقة إطعام ست مساكين كل المسكين يعطيه كيلو دقيق وإلى عز ولا تمر أو المسك أي شيء يربحها وهو في هذا مخير إن شاء ذبح وإن شاء صام وإن شاء أطعام أي ما حاجي أو معتمع تعطل لسبب المرض ما استطاع يكشف عن رصه أو عن جسمه وكذا فماذا عليه يبقى محيما يلبي ويسعى لكن عليه هذا الذي بيّنه تعالى واحد من ثلاثة إما إقعام ست مساكين كل واحد يعطيه كيلو وإلى تم أوضاقه أو ذبح شاء أو صيام ثلاثة أيام هكذا يقول تعالى فمن كان منكم وريدا أو به أبا مواصره فماد عليه فعليه فجاة من صيام أو صدقة أو نوسك والمواد من النسك الذبح أشياء تذبح نوسكا وتقاوم إلى الله ثم يقول تعالى فإذا أمنتم من الخوف ما فيه حصر ما أحصرتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمسيس من الهدي فإذا أمنتم من العدو من الإحصار وأصبحتم قادرين على أن تحج وتعتمر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ومعنى تمتع بالعمرة دخل بالعمرة لما فرغ منها انتظر في مكة الحج وحج المتمتع بالعمرة يدخل مكة محيما بالعمرة فإذا قضاها بالقواف والسعي حلق وقصر ثم بقي في مكة يومين ثلاث أسبوع حتى يأتي الحج فيحن بالحج هذا التمتع بالعمرة فهذا الذي تمتع بالعمرة فعليه ما استيسر من الهدي إما شاء أو بعير أو بقرة أو شاء سبعة مع بعضهم البعض ببقرة أو بعير فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ما عنده مال أو ما وجد الحيوان انتهى ما وجده فماذا يصنع فصيام ثلاث أيام في الحج من يوم يدخل شهر الحج يصوم قبل عرف بأسبوع عشر أيام وبعد ذلك سبع أيام يصومها في بلده لما يصل يصوم متتابعة أو متفرقة فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبع إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ما فيها نقص وهنا يبين للسامع والسامعات أن التمتع بالعمر جائد ولكن الأفضل منه أن يعتامر ويعود إلى بلده ثم يحج من عامه فيفصل بين العمر والحج هذا أفضل ويجوز القران أيضا تجمع بين الحج والعمر وتقرم بينهما ولكن هذا يكون أفضل إذا سقت الهدي من خارج الحرمة أتيت به من بلادك كما فعل رسولنا الصلم وهو القران والإفراد هو أنك تفرد الحج بدون عمر ومتى يكون هذا أفضل أن تأتمر في رمضان في شعبان في شوال وتعود إلى بلدك ثم تأتي للحج وتحن بالحج مفردنية هذا بالإجماع أفضل وأنواع النسوك الثلاثة كلها جائزة فقط الأفضل ما هو أن تأتمر وتعود إلى أهلك ثم تعود في عامك للحج فتحج الحج مفردن هذا في نفقتان وسفرتان وهو أفضل أو تحن بالعمر وتتحلل منها وتحج من عامك وهنا عليك هدي كما علمتم إما ذبح شاء أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة في بلادك هكذا يقول تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم يقول تعالى ذلك لمن لم يكن آله حاضر المسجد الحرام أما المكهي الذي يسكن في مكة يسكن في الحرام هذا ما يقال تمتع أبدا يعتمير ويحج وليس عليه شيء لأنه من أهل مكة من هو المتمتع الذي يأتي خارج الحرام من جدة من الطائف من المدينة من العراق من أي مكان أما الذي يسكن في الحرام في مكة ما يتمتع لا يقال في متمتع أبدا في بلده وقويته ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام أما من كان أهله في المسجد الحرام فلا تمتع له أبدا ثم قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هذا الأمر لمن يا عباد الله لنا نحن المؤمنين أو لمن واتقوا الله عباد الله خافوا من الله فأطيعوا فأطيعوا بفعل ما عمركم بفعله وبترك ما نهاكم عن تركه عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم إذا تمرتم وعصيتم وخلشتم عن طاعته أن الله يعاقبكم وهو شديد العقاب وقد تم هذا لأمتنا فهبطت من علياء السماء إلى الأرض وانتشى فيها الباطل والشرك الكفر والقتل الفساد والشر فصلطها عليها أوروبا من بلجيك إلى هولندا فاستعمارهم استغلوهم وما زلنا إلى الآن هابطين والله بسبب عدم طاعتنا لله وعطوله واسمعوا قولا واتقوا الله أولا ويعلموا أن الله شديد العقاب ووالله إن لم يجتمع المسلمون اليوم وتتحدوا بيلتهم ويطبق شرع الله في ديارهم وينشعوا الإسلام في العالم والله لتنزل بهم رزائب لا أعظم مما مسبق ملمان أن يتفقوا على تطبيق شرع الله في ديارهم ويكون إمامهم واحدا وكتاب الله بين أيديهم وتستقيم حالهم وتصله ثم يطالب الكافرين والمشركين بالدخول في الإسلام والله لا يدخلون هكذا يقول تعالى واعلموا أن الله شديد عقاب عقاب قوي قاس شديد وقد سعال هذا وعرضنا وفينا والآن مع هداية الآية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الله عليه وسلم من هداية هذه الآية أولا وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات وإن كان الحج تطوعا والعمرة غير واجبة من هداية الآيات وجوب إتمام الحج لمن أحرم بالحج وجوب إتمام العمى لمن أحرم بالعمى ما دام قد أحرم لابد أن يتم ذلك فإن حاصره حاصم ونعمان يذبح شاء ويتحزن نعم ثانيا بيان حكم الإحصار وهو ذبح شات من مكان الإحصار ثم التحلل بالحلق أو التقصير ثم القواء من قابل إن تأسر ذلك للعبد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضاه وأصحابه العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية هي نعم على من خرج للحج والعمى وأحصر ومنع عليه أن يذبح شاء أو ما تأسر ويعود إلى بلاده وله نية العودة إن شاء الله إلى الحج العام المقبل والعمى وهذا رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألف وأربعمية لما أحصر في الحديبية وعادئ المدينة العام المقبل حسب اتفاقية اعتمعه نعم ثالثا بيان فجة الأذى وهي أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطا أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فجة وهي صيام أو طعام أو ذبح شات كما علمتم من أحرم وأصيب بأذى مرض أو ما إلى ذلك فغطى رأسه أو الذي ستوضعه عليه ماذا واحدة من ثلاثة إطعام ست مساكين ست كيلو أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاء أمكن ذلك رابعا بيان حكم التمتع مفصلة وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقي في مكة وحج من عامه أن عليه ذبح شاه فإن عجز الصام ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده أي نعم من كان من أهل مكة وأحرم واعتمى وهو في مكة لا شيء عليه أما من جاء من خارج الحرم محرما بعمرة فتحلل منها وجاء الحج فلابد وأن ماذا عليه أن يذبح عجز يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في مكة وسبع أيام في بلاده وأخيرا الأمر بالتقوى وهي طاعة طاعة الله تعالى بانتثال أمره والزنابنه والتحذير من تركها لما يترتب عليه من العقاب الشديد من هداية الآية المباركة على المؤمنين أن يعلموا أن الله عز وجل خوفهم بقوله يعلموا أن الله شديد العقاب فما على المؤمن إلا أن يطيعوا ربهم ولا يعصوه فيصوم ما أمرهم بصيامه ويفعل ما أمرهم بفعله ويقول ما أمرهم بقوله ويعتقد ما أمر باعتقاده وهذه الحقيقة نوكلع القول فيها عباد الله يجب على المؤمنين نساء ولجانا وأطفالا في مدنهم وقواهم أن يجتمعوا والله كل ليلة من صلاة المغبل صلاة العشاء ليتعلموا ويعرفوا محاب الله ما هي وكيف يفعلونها ويعرفوا مكائها الله ما هي وكيف يطركونها وبذلك يعلمون ويعملون ويسود ويفوزوا أما والجهل ينتظمهم لا يعفون راجبا ولا معروفا مئات لا يعفون أما الله عز وجل كيف ينصرهم الله كيف يكملون وكيف يسعدون والله ما كان لا بد من أن نتق يا ربنا بأن نعرف ما يحب وما يكره ونفعل المحبوب ونتق المكره إيمانا وطاعة له وبذلك نكمل ونسعد بالدعوين شكرا للمشاهدة